اشتركوا في القناة وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابة هي بالفعل لحظات قد تبدو سقيلة زي ما المهندس عدلي وزنها لكن مع المزيد من الصراحة والمكشفة والحرص على الاهل ومستقبله ما اعتقدش في حاجة سقيلة بشي مهندس لا يعني بص الناس عاشت قصة القرعة بشكل خوفني وانا يعني كثيرا ما اقول لك هذا الكلام عندما ننشغل بأمر دون حسابات المنافس تشعر انك مش في اجواء المباراة وتشعر انك انت لا تقدر المنافس حق قدره وهو بيلعبك وشايل همك قوي وانت بتفكر في النهائي او بتفكر في المباراة التالية او بتفكر في المكافئات الكثير من الامور تم الحديث عنها تشعرك الليلة دي قام مش بتاعتك لا هي ممكن تكرر هي تكررت يعني التالت اهداف اللي جاموا فيك الفيصالي اتنين منهم باقدامنا اتنين منهم صناعة اهلوية والتالتة برضو اتقطعت في وصل الملعب وتنقلت وتلعبت يعني تشعر الامور مش مشة في سياقها المنطقي فكرت في مسائل اخرى لانا حديث بالتفصيل في هذا الامر شاويت السمكة قبل ما تصطدق شاويت السمكة قبل ما تصطدق عموما زي ما قلنا لكم هي بالفعل ظروف ولحظات تحتاج للمزيد من الشفافية والمصارحة والمكاشفة علشان نقدر ننهض سريعا علشان نقدر نأكد على الطريق الصحيح اللي ماشيين فيه لانه كمان كاس مصر بيطرق الابواب وكاس افريقيا ايضا على مقربة من الاهلي في مباراة الدور التمانية مع الترجل التونسي بالمناسبة الترجل متأخر قدام فتح الرباط المغربي بواحد صفر الشرط الاول انتهى لكن لاجل المزيد من المكاشفة والمصارحة هذه الحلقة وفيها ثلاثة عنوين حكاية حلم ضع بصافرة واشياء اخرى اما تيجي من الاهلي تقوله تفرير لكن يبقى جونيور اجايه محترف بنكهة الاهلي البقاء والدام لله نهاردة النادي الاهلي ادارته ومسؤوليه واعضاؤه بينعون بمزيد من الحزن والأسرحيل الأستاذ عباس الريدي أستاذ عباس الريدي المدير المالي السابق للنادي وواحد من اعضاء النادي الاهلي الكبار خدم الاهلي لسنوات طويلة يا بش مهندس وفاته المانية اليوم وشيعت الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود تغمده الله بواسع رحمته واحد انزه واكفأ المدير الماليين في تاريخ النادي كما انه والد البطل محمد عباس بطل سكواش البطل العالمي محمد عباس اللاعب سكواش واللي كان تشعر انه دنيا المرحوم عباس الريدي في انه يتفرغ لانه يعني يدفعه الى النجاح والى الامام وكان صديقا تعودنا على لقاءه يعني قعدت الحتة اللي بتاعت اللي قدام التاريخ فقدت الدكتور سيد سالم ثم عباس الريدي في اقل من شهرين او ثلاثة يعني والله اوراق شجر التاريخي الاهلي تتساقط ولذلك انا يعني تاني وتالت علينا ان نحافظ على الاهلي من خلال ثوابته مش من خلال افراده ثوابته وحقولها قد لا تروق البعض الاهلي من الف تسعمائة وسبعة يعيش رائد منفرد مغرد نادي الوطنية نادي المبادئ نادي القيم لان له ثوابت حافظ عليها رموز واجيال وكانها كنز ووليعة دستور ينقلوها جيل بعد جيل ويضيفوا اليها ثوابت من عندياتهم فالقول بخفة ثوابت ايه وبتاع ايه لا لان ثوابت الاهلي هي ضمانات الحاضر والمستقبل فاحنا معنيين ممكن تخسر ماتش عشان تحافظ على مدأ ايوه وكثير وحنقول هذا الكلام في سياق حييجي مناسباته ايوه ممكن تخسر فلوس عشان ما تنكسرش وما تطيش ممكن اه تخسر منصب عشان قول الحق لم يبقي لك صديقا ممكن وتحضرنا هنا كلمة الستاذ انيس منصور الرائعة اللي هي شبه الحكمة قتل يعني هي حكم من ليس من عاشه بغير مبدأ ماته بلا شرف ايوه اه انت دنيتك كلها هتتترجب في ايه في مواقفك في مصدقيتك عند الناس ايه صحيح تصدقك وده مش معناه انك تبقى راجل مهرتل ومعارض واخد اه في صدرك قوي كل الناس وما هيش عجبك حد لا مفيش شيء مطلق استاذ ابراهيم مش هتقيد واحد من واحد لمية ومش هتعارض واحد من واحد لمية طبعا ولكن تتعامل مع الاعمال زي ما احنا بنتعامل هنا تمالك وكتابه اي مع ما يكتب مش مع الكاتب اي خدنا اتفق مع الكاتب في امره ونختلف معه في موضع كاي هكذا الحياة اتفق معك في موقفك واييدك فيه ليس لاني رجلك ثم اعارضك في موقف اخر ليس لاني ضدك احنا ما احناش يعني حجمنا ان احنا نكون بتو حد حجمنا ان احنا نكون الناس تقول والله الناس دي قالت قول الصدق في موقف كذا كذا لم تجامل ولم تتحامل صح احنا مع الناس ومع الاحداث حنتعامل في مصلحة النادي الاهلي كمان نرى اه فسوابة الاهلي بتتنقل من خلال ناس كتير بنجيب سيرتها وانا بقولك اوراق شجرة التاريخ التساقط هم دول اللي كانوا عصروا تاريخ الاهلي وقدروا يحكولك حكايات عنهم ارجو ان الناس تفهم احنا مش بنتكلم عشان نرضي احد لا بنتكلم عشان نرضي فلان على حساب فلان ولا العكس احنا بنتكلم عشان نرضي دمائرنا عشان نحافظ على النادي الاهلي وكان مفروض ان احنا هنناقش النهاردة باذن الله اللايحة ما نزلتش لسه لسه يوم السابت ان شاء الله يوم السابت محمود طهر هيعلننا في مؤتمر صح ولكن اللا ده ايه ده شوارب جاهز معاك اوي ايه من عاش بلا مبدأ متى بلا شرف انا كالكلمات كالكلمات انا كنت اصلا هعمل الانترو وهقول وهزائم ليست كالهزائم مثل كلمات كالكلمات ليست كالكلمات وهي النظر قباني وانيس منصور كل واحد بقول كلمة حلوة لا انت جايراية تدعوني على التأمل اصلي انت في هو القلم مش هو اللي بيعمل الابداع ايه قلم متألم من ابداع السابت زي ما قلتلكم الاهلي هيكشف عن لائحة تيه الخاصة في مؤتمر صحفي في الجزيرة عقد المهندس محمود طهر للتحدث عن مضمون اللايحة كاملة مشروع اللايحة حتى الآن وايضا الرد على كل ما تردت في الفترة الاخيرة من كثير من الامور اللجنة الالمبية من دورها اخترت النادي الاهلي رسميا باجراءات عقد الجمعية العمومية واكدت اللجنة الالمبية في خطابها وفقا لتصريح اللواء شيرين شامس اللي نقلته عنه الصحف والمواقع ومنها المصر اليوم ان النادي الاهلي تلقى خطابا من اللجنة الالمبية شددت فيه على ضرورة اقامة الجمعية العمومية المرتقبة للنادي في يوم واحد فقط وفي مقر النادي الرئيسي فقط وكان الاهلي زي ما قلتلكه نشر اعلانا باستدراك انه يومي 25 و 26 من الشهر الجاري هو موعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة كما كان قد اعلن عن اقامة الجمعية يوم 25 في مدينة ناصر ويوم 26 في مقر النادي بالجزيرة غير ان اللجنة الالمبية خطابها لاخير حسب تأكدات اللي هو 20 شمس بيقول لا يوم واحد في المقر الرئيسي ماذا سيكون قرار النادي الالي ده اللي هيعلنه رئيس النادي باذن الله يوم السابة المهندس محمود طاهر في هذا المؤتمر هي جات بظروفها عشان نعلق على هذا الامر اه اه هو احنا نلخص اللي قلناه اه في كل الحلقات اللي فاتت هو احنا بنؤيد ان الدعوة الى انجاح الجمعية العمومية في الحضور طيب مؤكد ليه لان هو النادي الالي مش مش هو المفروض يكون القطرة لتجر الناس انها تمتلك طبعا طبعا مصرها صحيح لانا ما باجي اقول ايه لانبغي ان يكون فرض اللائحة الاسترشادية نتيجة تقصير الجمعية العمومية لان اللجنة الامبية ما فرضتش عليك حاجة قالت لك النموذك بتاعه اذا ما جبتوش جمعيتكو هو طبق ده وده امر حتمي خلاص هو ده الواقع واجبنا القانونيين واجبنا خلاص ان ما جيتوش هتبقى ده طيب المعترض على ان الجمعية العمومية تجتمع معترض على ايه او خايف من ايه خايف انها تكون تنطوي على مفاجآت وانها بتتفصل عشان تبعد فلان او فلان او فلان طيب ما احنا قلناها وش كده هو في مخاوف ان تتضمن اللائحة اي بند يقصي قيمة ورمز مثل المحمود الخطيب متقلنة لا والكلام ده سألناه بشكل مباشر لمسؤولي نادي الاهل الكبار واكدوا لن يكون بندن هناك بندن اخصائي يبقى اذا لاحنا خايفين نسأل السؤال ولاحنا بنطبل احنا بنقول تعالوا احضروا وايه الفرق اللي بين الجمعية اللايحة بتاعة النادي الاهلي واللايحة السرشدية ده اللي حنشوفه يوم السبت احنا لسه مش عارفين فيها ايه لكن لما يطلع رئيس النادي ويطلع اميني الصندوق القائم بعمال نائب رئيس النادي الاستاذ كامل زاهر والاثنين يأكدوا نفس المعنى وان كانوا استاذ كامل زاهر قال هنعمل ثمان سنين بس مش بقصر راجعي ورجعوا بعد كده هناك تسريبات بعد البيان اللي قاله الاستاذ رجائي عطيه مبارح قالوا الاتجاه الاغلب دلوقتي ان مش هيبقى فيه بند الثمان سنين طب ما نستنى احنا حنحاكم شيء ما شفناهوش صحيح حنناقل شيء ما شفناهوش يعني حنطفق ونختلف على اشاعة خلين احنا لحد دلوقتي نأجل حواراتنا ونأجل خلافاتنا لما نقرأ الليحة اذا كانت ماشى في السياق ده يبقى ماشي عايزيني جمع العمومية تجتمع عشان تختار الليحة تليخ بالنادي الالي لانه النادي الالي قيمة ومكانة والأثير يستحق ان يكون له دستوره ما حدش فكره واحنا حتى قلنا ده دستور النادي وكنا بنقول هذا الكلام ايما كابتن حسن حمدي كنا زعلانين لما كابتن طهر ابو زيد رفض ان الجمعية العمومية تنعقد عشان تعمل نظامه الاساسي واخد بالك لكن تاني عايزيني جمعية تنعقد عايزيني لقيحة غير اخصائية لا تقصي احد خالص محدش هيقبل هذا نمرى ثلاثة وده رأيي غير ملزم لأحد ده رأييي الشخصي كراجل عشت طول عمري في النادي الالي واحيانا ساقتني ظروف للحظات تنفيذية مع فرع مدينة ناصر وشفت ان كان في مشاكل ورجعت للكتالوج بتاع الكابتن صالح اللي كلنا بنقول هو قدوتنا هو ريسنا كلنا بنقول كابتن حسن حمدي بيقولها كابتن الخطيب بيقولها الأستاذ محمود طاهر المهانس محمود طاهر بيقولها كل الناس بتقولها إلا اللي فيه حد مدائم الكابتن صالح وحوره لكن احنا بنقول ليه ده لان الرجل ده قرصة قواعد وسوابط لازم يتمسك به طيب طيب صح والأيام تسمت عكسه لكن محدش اللي هو أنا لا ألزم أحد برأيه ولا أسمح لأحد أن يصدر رأيه أو يصنفني بناء على رأيه لأن أنا بقوله على الهوى مش بشتغل به في الضلمة رأيه اللي هو ايه لماذا أريد أن يكون الجمعية العمومية في بيت العمدة في الفرع الرئيسي في بيت الأمة ليه علشان لو تعددت الفروع وابتديت وقد تعددت وحتتتعدد أكتر ها يعني أنا كنت بطالب وانت معايا وممكن أعضاء مجلس الإدارة مقتنعين بهذا ومستنيين الفرص الآن ينزل للمحافظات ينزل للمحافظات ها وأول حاجة عمالها المواصل محمود طارقين وراح خد في التجمع هاي فانت دلوقتي عندك هيبقى كام صحيح أربع فروع هوا ها أربع هاي في خلال عشر سنين ممكن يبقى عشرة اي لو انت بقى سمحت ان كل فرع يفكر لوحده وكل فرع مجموعة تبقى عنده هتبتدي الناس عملية الاستقطاب بحسن النواية أو يعني الكلمة طريق جهنم محفوف بحسن النواية اه بحسن النواية وتعلمنا كلمة بعد الثورة الشيطان يكمن في التفاصيل كل ده هتلاقي عملية استقطاب كل واحد عايز يعمل له قاعدة ممكن يروح يحضن على فرع من الفروع دي زي ما كان زمان بيحاولوا يسيطروا على الألعاب الفردية والألعاب المش عارف ايه كل عدو مجلس إدارة لحد ما جيت لحظة ممنوع حد يتصل بالألعاب ودي كان أحد السوابت اللي محطوطة من كابتن صالح سليم أعدام مجلس الإدارة اي ما يصرحوش ما يتصلوش بالألعاب ما يتصلوش بأولئي الأمور هم فقط أعدام مجلس الإدارة جوه جوه حجرة مجلس الإدارة وخارجهم أعداء عديين وما يخشوش مع دولاب العمل في صراع تنفيذي عايز تشيل حتى مدير النادي يبقى من المجلس لكن ما تنزلش تدينه تعليمات هو ده لما أقول هذا كلامه أردده مش حاسمح لحد يصنافني لا من هنا ولا من هنا واخد بالك ملناش اللي كلمتنا ملناش اللي حياتنا اللي عشنا بيها اي واخد بالك فأنا أرجو وكلهم أصدقائي كلهم أصدقائي الذين يتقلضون مصير أمر ومصير نادي الأهل الآن أصدقائي بمعنى الكلمة السابقون عشرة عمره أصدقاء ورفقاء كمان ما فيش حد من هنا يزعل ما فيش حد من هنا يزعل لأن اللي حيزعل يبقى عايزني معاه وش عايزني في صباحه سلسلة مفاتيح مش حيكون ولن نكون وحتى يوم قناعاتك تسوقك أنك أنت لازم تقول رأيك وتاخد موقف يبقى لازم ما يكونش من خلال منبر إعلامي في النادي الأهلي لأن أنا قلت لك أنت بتديري المجلة زي من زمان قلت لي كنا بنعمل الصفحة اليمين والصفحة الشمالية ويتبادل بعدد الكلمات بعدد الكلمات اللي بتكتب عنه النفسين وحجم الصورة ودي تعليمات الكابتن النعمات وكان يقدرها ويصر عليها كابتن صالح وأنا مديري النادي الأهلي قلت لك إن أنا كانوا يجوا للقوضة يطلبوا طلباته الكابتن صالح مترشح هو في أكتر منها لأنه كنت يمسك الميكروفون والبرنامج الإعلامي بتاع الترشح بتاع الكابتن صالح أكتر من دورة يعني ويش مش مستخابي لكن أنا دلوقتي مسؤول قدام الناس كلها مش حفقت كرمتي فكنت برفض أعمل أي استثناء ولما روح اشتاكل الكابتن صالح عنه بتروحوله وتحرقوه طالما أنه ماشي صح يبقى محدش يروح له فاشتغلنا لا الفريق مرتاجي زعل وأنا بناصر الكابتن صالح ولما دخلت معاه في المجلس وأنا بناصر الكابتن صالح وأحاوره في الندوات ها بوناقش سلبيات معينة لم يدق صدره لهو الأستاذ كمال حافظ وبعد كده لما جيه الكابتن الوحش وقلت له أنا مع الأستاذ كمال حافظ وقدمت له قدمت للمجلس استقالتي من إدارة النشاط الرياضي عشان استحرمت أو ما عليش أنا بطاول في الحتة دي استحرمت أو استعيبت أن أنا يعني أبقى في منصب مدير النشاط في حاجة لا تفضل في منصب مدير النشاط وأتدخل في العملية التخبية فأنت لازم استقيل وأبعد وأول ما نجي حكبت الوحش وأنا كنت مع الأستاذ كمال حافظ فجئت به بيطلبني عايزك تمسك الهندبول فجئت به بيقول لي عايزين نصلح ونجيب صفقات في الكرة ترشح لي مين ومين ومين ولم يجد غضادة في التعاون معايا رغم أن إحنا مشيت في عهده وأنا لا قبلت بلا تردد لما كلفني بأي حاجة مع أنه مشاني من إدارة النشاط الرياضي عشان كان عايز مش عشان موقفت مع أستاذ كمال حافظ كان مقتنع بالشخص آخر وبعدين رجع بعد كده قال أنا لو كنت أعرف قدراتك يمكن كان قراري اختلف أنا بطاول بس هي دي سوابة الأهل أيها وبعد كده لما في المجلس الانتقالي أنا زميل الكابتن صالح بعد المجلس الانتقالي أنا مرؤوس كابتن صالح رئيسي وأنا مدير النادي الأهل وماشي على الكتالوج هو هو لا صالح زعل ولا الوحش زعل كلهم بلا ألقاب لأنه دول تجاوزوا الألقاب ولا كمال حافظ زعل ولا مرتاج زعل ولا حد زعل النهاردة أنا لما أخد موقف حتى لو عايز أخد موقف يبقى لازم إيه أقول معلش هحجب ظهوري عشان أبقى حر أمارس موقفي أمارس موقفي أو أظل على هذه المسطرة ومش مسموح لحد ينخشن فيه أيا كان معلش أنا أنا بقول هذا الكلام وأرجو أن الرسالة تكون وصلت مش للمسؤولين هم إخواتنا وزملائنا وكل حاجة لا هم عارفين عارفين وعارفين وعارفين عارفين كل واحد هتصرف إزاي وما بيعملوش كده ولو عملوا كده أنا مش هقبل طبعا طبعا ولا أنا طبعا لكن أنا بتكلم الولاد اللي ما شفوش كل هذا قدامهم وكل يوم حد يصنفك في اتجاه كل يوم حد يصنفك في اتجاه يا ولاد انتو جيتوا لقيتوا النادي الأهل كبير النادي الأهل متعملش النهاردة مش هيتعمل بطريقتك لأ أنتوا لازم تطبعوا نفسكوا على المبادئ والثوابت اللي حبيبتكوا في الأهلي هو الأهلي عظيم بس مش عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم تهلي وتهليته رابع ثم الأهلي فوقه الجميع جميعنا جميع مصالحنا وجميع موقفنا آسف يا شوارب عايز يقفل حالة عليك قول دمتم بقى وخلاص أه فكر كده الدنيا خلص لو حور يا شوارب اتحاد الكورة كمان النهاردة بيختر الأندية بأن القيد المحلي في القوائم بقى يوم 9 أغسطس الناس هتتخض لأن القيد الأفريقي يخلص 5 أغسطس معنا كده الأهلي مش هيلحة يسجل الصفقات الجديدة في أفريقيا لا الانفراجة دي جاد بعد ما الكاف مدد معاد القيد لـ 11 أغسطس كان أكثر حرصا على مصالح الأندية المصرية من الاتحاد المصري أرجو أن تقر عين الأستاذ أبو الوفا وشوف له حاجة تانية بقى محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكورة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدا مدد فتح القيد لـ 9 أغسطس وده جاه بعد ما الاتحاد الأفريقي نظرا لامتداد الموسم في الكثير من دول الشمال الأفريقي يوم 8 فبدلا من 5 من نفس الشهر زي ما قلت لحضراتكم اتحاد الكورة أعلن التعليمات الخاصة بالقيد القيد الجديد حيكون ابتداء من 8 سبتمبر زي ما قلنا لكم تضمنت التعليمات فتح باب القيد للأندية يوم 10 أغسطس حتى 7 سبتمبر للدور الممتاز كما وفق اتحاد الكورة على معاملة وده الجديدة اللي لازم نحييهم عليها اتحاد الكورة قال كل نادي له ثلاثة لعيبة أجانب في قيمته معدى الأشقاء السوريين والفلسطينيين اللعب السوري واللعب الفلسطيني في مصر ما هواش أجنبي هيسمح لكل نادي يسجل في قيمته اتنين لعيبة سوريين وفلسطينيين يعني واحد سوري واحد فلسطيني او لتنين من دولة واحدة وما يحتسبوش من ضمن تلاتي الأجانب يعني لو كان من بدري كان عمر السومة كان أحمد الخطيب ولا مين انت مشيت دورت على دورت على لعب كتير انت وكابتن ثابت الله الرحمن لا ده دلوقتي عمر السومة ده نجم تبتوط صوتك شكلك في كلام لا كلام في ايه بسم الله ما شاء الله ربنا كرمه ده في الدور السعودي ببعيد وفيه واحد تاني بس يا رب تذكر اسمه لعيب هاي الاو برضو من سوري تضمنت اللايحة الجديدة او شروط القيد الجديدة انه لا يسمح لأي نادي بقيد لعب اجنبي كحارس مرمع ودي مخالف القانون اللعب الحقيقة يعني القانون الكرة بينص على انه اي فريق من حقه يتكون من احد عشر لعبا على ان يكون بينهم حارس للمرمع يعني يميز بلبسه العقد بتاعه ما بتكتبش فيه حارس مرمع فانت ازاق يعني حصلت دي في البحرينة باشواندس من سنتين ثلاثة عندهم مفيش لعب اجنبي في مباراة من المباريات الجون الترد المدرب شايف انه انسب لعب لحراس المرمع لعب طويل افريقي فوقفوا جون الفريق التاني طعن في انه لا احنا ما عندناش حارس اجنبي ممنوع الحارس الاجنبي فاصطدموا ما بين لايحة القيد وما بين قانون الكرة قانون اللعبة لا يدي لاي نادي الحق يغير الجون اثناء المباراة هلعب الجون فرود والفرود جون ما تقدرش تمنعني ده قانون اللعب فقط اميزه بلبسه لأ بس بيني وبينك اه انت دلوقتي ده لعب اجنبي لأ مش فقط تمايزه ازا قلت اللعب الاجنبي ما بقاش حارس مرمع طب يقف ازاي في حراس المرمع ويمسكها بايده طب ماشي انت بتقول ان هو الاجنبي ما بقاش حارس مرمع طب لو جاء اشركوا في مباراة تقدر تمنعه ازاي يعني حقيقة ما هو لوح يقف في حراس المرمع مش حعمسكها بايده هو حر لا 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 يبقى جنابي لا هو تحايل لا يعني في فرق بين قانون الكرة وشروط القيد شروط القيد هنا تخالف قانون الكرة ده مش شروط قيده بس اه ده شروط المسابقة طيب ماشي لا يجب ان تصدم بقانون اللعبة قانون اللعبة ما يميزش الحارس عن اللعب التاني والعقد بتاعه زي ما انت عارف ما بيذكرش فيه مركز اللعب يعني لا الحارس بيذكر بيذكر حارس في عقد اللعب مع النادي ده ليه التعاقد مع حرس مارمى ازاي يا براهين يعني ما عقده حرس مارمى فلاني حرس مارمى الله اه دي جديدة الاهلة يواجه سموحها يوم 9 اغسطس في كاس مصر ده بعد الخروج من البطولة العربية كان اتحاد الكرة حط معادين للمباراة الاهلة واسموحها في السيمي فاينال لو الاهلة كان هيكمل كان المباراة هتتلعب الخميس لانه كان حيلعب فاينال للبطولة العربية يوم الحد ولو ما كانش خرج زي ما هو حدث او لو ما كانش هيكمل زي ما هو حصل حيبقى كاس مصر ان شاء الله الاهل واسموحها يوم الاربع باذن الله اه كمان الاهل بيعود للتدريبات غدا ان شاء الله بعد ما خاد راحل مدة 24 ساعة فقط تم تيجين نتكلم في موضوع لماذا يرفض الاهل الامن اه جماهير في مصابقة كاس مصر لان انا برضو كنت عايز بقرق الناس كتير تقول شمعنا اه بلتو في البطولة العربية في البطولة العربية الفرق مش مصرية مصرية وان كان احتمالية ولذلك انت لما كنت تشوف المجامع معمولة اه كان احتمالية مقابلة الاهل والزمالك هو النهائي نهائي اه في الحالة دي بقى كان حيبقى عندك مشكلة ان في الاتم المصر بثقة الاهل والزمالك انما اه المسابقات الكاس اه اه فيه حاجات كتير يعني قد يلتقي الاهل والمصري اه طبعا لا اربع فرق في السيمة فاين الزمالك والمصري وقد يلتقي الاهل والزمالك الزمالك والمصري يوم التلات يمكن اذا مالك والمصري الاهل والاسمح خلينا سرعة ما فيهاش الحساسية بتاعت الاهل والمصري اه ولا الاهل واسمحها ما فيهاش حساسية ما فيهاش حساسية الدور ده ممكن يعدي اه لكن الدور اللي بعديه الهم والباقي الدور اللي بعديه مؤكد اه اذا وصل الاهل فاينال حيبقى فيه حساسية الاهل والمصري حساسية او اذا وصل فاينال ما احنا مش حنشوش سمك تاني قبل ما نصطاد وابرايب والنبي يعملوا معروفة فإيه التحافظ الأمن زي ما أنت بتقول لا أن الفرق في المواجهات المصرية المصرية بتبقى الإعلام منشغل على الوضع الداخلي أكتر الجماهير منشغل على الوضع الداخلي أكتر إنما في البطولة العربية هي مهرجانية وهي إحنا شفنا قد إيه الأمور كانت جواة لطيف وقد إيه الروح الرياضية إلى حد كبير حلو لم يسق إلى هذه البطولة إلا التحكيم المتدني جدا 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 هنجيله اختبار طب لسعد سمير بكرة علشان الجهاز الطبي يتأكد من حالته لتحديد موقفه من مباراة سموحة إذا كان ممكن يلحق بها أو لا سعد سمير كان أصيب بعد يمكن كان شارك طوال الموسم الحياة في عدد كبير من المباريات عنده 40 مباراة طوال الموسم الماضي في مختلف البطولات وسجل أربع أهداف مع الأهلي لكن يمكن ده هدفه في مر مسموحة لكنه أعتقد سعد اللي ظهر حتى في مباراة الأمس أهمية تدعيم خط الدفاع يعني بعد انتقال أحمد حجازي للدورة الإنجليزي يصاب سعد سمير محمد نجيب فبتبقى المسألة فيها هذه الأزمة اللي ظهرت في المباراة بشمانس تسدنا تتكلمني أنا مجهول في حاجة تانية خلص ليه بقى؟ رجعت تاني الخبر بتاع 9 أغسطس ده وفتح باب القيد وماد باب القيد وبتكرتها تحلت ده هي هي مفيش مقل يتحل فيه هوا يكون كل الأزمة ما تفتحشي للأهلي لوحده أو ما تفتحشي عشان قبل كاس مصر وكان أحد الحلود طيب أفتح له بس ما يلعبش باللعبة دي كاس مصر وده كان الحل منطقي الحقيقة طب انت هتفتع برضو كاس مصر لسه ما تلعبش أعم انت خلص الصفقات الجديدة حتى لو تسجلت مش هتلعب كاس مصر في كل الأحوال طب إيبا على الجميع أصلا هي هو لما الاتحاد الأفريقي مد القيد لـ 11 أغسطس كان المفروض القيد الأفريقي هيخلص 5 أغسطس فكان المأزق انت ازاي هتفتحه في المحل يوم 9 على يوم 10 وهيكون القيد الأفريقي تقفل أنا مستفدتش من الصفقات الجديدة في أفريقي يعني هم الأول متحددة يوم 9 أو 10 لا من الأول متحددة الأفريقي خمسة فكان الأهلي بيطار يا شيلي أنا سيبك من الأفريقي ما كانش متحددة المحل ما كانش تحدد طي ما هو كان يقدر يحدد أرباح أوكي ما هو وده اللي احنا بنقوله كان هيعمل ده إكسيبشن للأهلي فحصل اعترضات لا كان عمل لكل الأندية زم عمل كده فريجي قالك ايه هو ده اللي أنا قلته المرة فاتت هو الأندية هتستفيد ايه من فاتح باب القيل مش هتلعب كلها اللي حيلعبه في قاس مصر مش هيلعبه باللعبة الجديدة طيب بقى إيه الفرق بقى إنك أنت يعني اللي ميسك في دي هو ميسك في ناحية شكلية الحقيقة مش هتدي ميزة للأهلي خالص طيب خدي بقى هم ها 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 بدفست الجنوب أفريقي بيجدد آآ عرضه لشيرة عمر جمال بتلتمائة ألف دولار لمدة موسم واحد لو أنت قاعد توافق ولا تعمل ده لا ما وفقش لسبب ها ما يبقاش اللعيب عمالة ها بتعار بمليون ومليون ونص دولار ويورو ولعبت الأهلي تطلع بالمبالغ دي هم وده مهاجم هم مش مدافع هاي ده مهاجم وجنوب أفريقي هي بلد غنية مش فقيرة هم ما فيش سبب غير أنه بيضغط عليك باللعب هم وأنا أرى يعني آآ يا عمر يركز بقى مع النادي الأهلي يطلع بشكل يليق بيه هم انت طالع ايه ايه اللي حتلاقيه في بتفس يعني مش موجود في مصر هم الفلوس ما فيهاش فلوس هاي هم إلا زكان هو بقى هيتوعد بشكل مقتالي أنا مش في الظروف اللي أدخلين أغابك على السؤال طيب الأهلي بقى بيستعد لتحديد المعسكر الخريجي معسكر الإعداد السيف إن شاء الله والجهاز استبعد النمسا وهولندا من الاختيارات المطروحة عليه لاختيار مكان إقامة هذا المعسكر استعدادا للموسم الجديد وكابتن سيد عبد الحفيز قال إن المعسكر حيستمر عشر تيام على أن يبدأ أحد يومي 24 أو 25 أغسطس استعدادا للموسم الجديد ودورة لقاء التراجي بس أسباب الاستبعاد ايه؟ يعني هم هتلاقي كنا عزيزين يمكن مبالغة فيه تفاصيل لا لازم تفاصيل المقرة أكيد أو إمكانات المعسكر أو الفرق اللي هيلعب معها هلاندا ونمسا مفاهش فيها بس هو تلاقي الراعي حسب التكلفة هنا أكتر من هنا أو لا حاجة أو ليه علاقة بالإجراءات السفر وضيق الوقت إلا قلبي صعد خمس حراس مرمى مع الفريل الأول بعد من تهم البطولة العربية أو ست حراس مرمى الكابتن حسام البدري قرر تصعيد خمسة أو ستة حراس من الناشئين محمد طرق سليمان وأحمد طرق سليمان ومحمد عصام الغندور وعمر واقل ومصطفى شبير وحمز علاء بكل بقى الحراس المرمى اللي في خطاع الناشئين آه وهتلاقي دول بتوع فريق تسعتاشر وعشرين مع بعض لأنه لا ده في مينهم ناس 2002 و2001 ماهو 2002 واثنين دول 17 كام 18 و18 و20 واستقر كابتن حسام البدري مع عطار سليمان على تصعيد حارس من قطاع الناشئين كل أسبوع أو أسبوعين هو الوحي لمنحهم فرص لاحتكاك مع الفريق الأول في وجود شريف إكرامي ومحمد الشنوي وأحمد عدل عام منهم وعصام الغندور الحياة جون منتخب الشباب وجون وعد وعنده أروض يعني حتى فكرة تجربة الإعارة للفرق أو للحراس اللي هم خلاص في مرحلة الشباب للفرق الدور الممتازة فاشمانس كان عنده عرض من الرجاء أعتقد خلينا من العرض دلوقتي لكن في اللير الخبر ده هيقول لك ما فيه اتنين من ولاد طري سلمان واحد ابن شبير هم مش طلعين عشان يلعبوا طلعين عشان يحتكوا ويكتسبوا خبرات ويكونوا شخصية من خلال أنهم يشوفوا كابتن إكرامي وكابتن أحمد علي عمينعم وكابتن شناوي ويتمرانوا مع طري سلمان ويعيشوا أجواء عارف أنت لما يجي مداري بيقول لك رايح يحضر فطرة اعداد بتاعت الفريق الفلاني يعني هي نفاش كوسة يا جماعة الكوسة لو لو هم حيسيبوا الأهل وحيتأيدوا هي الفكرة أنت بتديهم ثقة وتديهم أمل أنهم موجودين في الفريق الأول أو عندهم فرصة إن شاء الله في المستقبل أنهم يلعبوا في الفريق الأول اتحاد الكورة برضو بيخاطب الفيفا بيقولوا خلاص هنطبق حكام الفيديو في ابتداء من الدور الجديد فرجت والعملية تزبطت وتجربت في آخر ماتشين تلاتة في الموسم اللي فات والاتحاد استكشف بعض الصعوبات اللي فيها وقدر يحط إيده على السيسم حيشتغل ازاي بهذا الشكل وإن كان حتى ربنا كرامهم واشتاروا شاشة شاشة بلازمة كبيرة شوية للحكم بدل المونتور الصغير ياردنا كنا ليلنا كابتن عسام عفتاح شرح لنا أكتر لكن سؤال افتراضي اه لو البطولة العربية كان فيها حكام فيديو اه كان الاهل كسب البطولة قبل ملعب النهائي ما كانش خسر من الفيصال لا في الأولى ولا في التاني ولا كان تعرض للحرج اه في مبارات اه نصرح سندية نصرح سندية اه كانكسب بسهولة جدا دا لا ومش فيديو دا لو راديو دا دا لو راديو دا لو راديو دا لو مارش الفيصال دا لو فمتش الفيصال مبارح مش محتاجة فيديو دا عايزة راديو لاللعبة رامع الكورة مسيكة زج улиها واحتفظ بها ابقى واللعل وفي اللعيب عادي شدّ дома وفي اللعيب لما هتيجي بفقرتها هوريها لك كامتين احمد الشلون برح وقف عندها لانه الحكم الموريتاني قاعد يبص كده زبط زاوية الرؤية الموريتاني ده هم لقوه فيه طب خد دي ده هيحكم مصر واغندا ينهار الحكم جيد اوي كده علي المغيفري ده كان عصبي على العبت الاهلي ده دفع صالح جمعة بسدره ضربه مش سالح جمعة اسلام محارب يتكلمه وحطط يده وراده بأدب شديد احزقه لا لا ما هو عصبي 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 واضح ان هو لا الكرة بتاع طول تعارف بقى ازاره ما حسبهاش له لانه واضحة جدا جدا يعني انت عارف ان هو اللي خلاه شط ازاره ما كانش شايد ده هو لما دفعه رجل ازاره جاد في الجو هنجابها دلوقتي نشوف لان فيها طارد مش بينلت وبس ده بينلت وطارد تخيل الهجب تترد علينا الجون التان من انتو محضر لا فيها طارد ما انفراد كامل فرصة محققة ما فيش حد معاك هنجي للمغفري الكتاب الصحفيين لما بيتعرضوا خاصة للناس اللي هي ما هيش في الرياضة لما بيتعرضوا باقلامهم للشأن الرياضي بيبقى رأيهم له قيمة لانه مبدئيا بيبقى شايف المشهد برؤية مختلفة بيبقى عنده تكوين ثقافي مختلف بيبقى رأيه ما اعلنش قبل كده لجواهير الساحة الرياضية عمتا بتبقى ممارسته للانتماء الرياضي فيها قدر كبير من التجرد وفيها شيء من الحب لانه خالص تماما من علاقة العمل فبيمارس هذه العلاقة من الانتماء والحب بشيء لطيف شوية لما بيعلنوا بيبقى له صدى عنده جمهور مختلف عن أراء النقاد الرياضيين اللي كل يوم الناس عارف انتماءاتهم وأراءهم ومواقفهم من هؤلاء الكتاب الصحفيين الصديق العزيز للأستاذ محمد البهنساوي مدير تحرير الأخبار البهنساوي كتب في يوميات الأخبار مبارح فقرة إحدى فقرات اليوميات اليوميات كانت الحياة اللطيفة جدا زغروتة قوية للأستيكة المصرية لكن الفقرة الرياضية فيها أو الأهلوية بالخصوص كان عنوانها الأهل مدرسة حياة هأراها لك يا باش مهندس وأعرف رأيك على من اتصل بالأستاذ محمد البهنساوي قال لم أجرب الكتابة في الرياضة من قبل ولا أدعي أني خبير فيها وعلاقاتي بها كتشجيع فقط وليس كصحفي ولا أنكر عشقي منذ نعومة أظافري للفنلة الحمراء وأذكر جيدا كيف كان يعاقبني والدي رحمة الله عليه على عصبيتي في التشجيع وعلو صوتي فكنت أكتم غيزي على الفرص الضائعة للشياطين الحم بقدم أظافري حتى انفجرت الدماء من يدي بغزارة ذات مرة وهنا كانت الوقفة الحاسمة لوالدي رحمه الله الذي حاول جاهدا أن يثنيني عن تشجيع الكرة أو إبعادي عن الأهلي مستغلمت فترات التراجع والهزائم وهي بالطبع قليلة للأهلوية لكني رفضت وبشدة وكنت أثق في قدرة الأهلي دوما على الفوز والعودة لمكانه الطبيعي والمعهود وهو القمة وهذا ما أريد فقط وهذا ما أريد فقط الحديث عنه حيث يعد النادي الأهلي وبدون تعصب مدرسة حياة أتمنى أن تسود في مصر كلها ليس في مجال الكرة فقط إنما في كل نواحي الحياة مدرسة في الانتماء الذي يعلي قيمة النادي ومصلحته ومبادئه فوق الجميع مدرسة لا تعرف سوى الفوز والنجاح لا تعرف طريقا للفشل فحتى لو كان الأهلي مهجوما فجميع الأهلوية وغيرهم على ثقة أنه طالما لم يطلق الحكم صافرة النهاية فلديهم قادر على أن يفعلها وبالفعل كثيرا جدا ما يفعلها الأهلي ويحول هزيمته إلى فوز نادي يعلي قيمة العمل فوق الأسماء مهما كبرت والأخلاق على النجوم مهما اشتهرت وزع سيطها نادي يعشق احترام المسئولية والتخصص والعمل في صمت ودون ضجيج والعمل بروح الجماعة ويضيف محمد البهنساوي تلك هي المدرسة التي أتمنى أن ينتمي إليها الجميع وأدعو الله أن يجعل مصر كلها النادي الأهلي والمصريين أهلوية قولوا يا رب ما احنا يا رب أولا طبعا لأن احنا بنحب الخير للبلد دي أي فيا يا رب اتنين اه مش دا اللي احنا بنقوله من شوية تقريبا اه هو ليه هو أصبح أسلوب حياة لأن الله هو ثوابت يجب التمسك بيها وننقلها من جيل لجيل بمنتهى الأمانة والإخلاص ونضيف إليها من المواقف التي تدعم هذه الثوابت خلينا نقش الروس no... فيما كتب... وفوجة ناظره فيما يقوله محبي 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 يا ناؤن عبد وأكبر كل 2021 والطيبين. والتحقيات المهندس عادلي. انا خليه طبعا ربنا يا ربي يوصحكم دايما ودايما برناميبكم يعني يعني بينتظر كل الشاكل فانينا الحمراء وانخير فانينا الحمراء. فانا بحديكم وان شاء الله بالتوفيق دايما. الله يخلي حضرتك. سيد محمد الاهل مدرسة حياة. يعني جملة لخصت كتير من المعاني. يا ريت تقول لنا وجهة نظرك فيها ايه? والله يا كابتن انت حداك عارفني كويس. احنا في المهنة دا عدنا ناسم بالحياة والشفافية في كل شي. تاي. يمكن حواك عارف كمانا بي اول مرة اا ما بقادي فترة ليه المقال وكلام دا كله. وذيمكن دي اول يوميات في الاخبار. تكشف عن اهلوياتك. اه. ويمكن حواك عارف على مستوى البورلان اا في تغطية المباريات سواق الى اهل يستمارك لاي طريق ثاني. كله بياخد حق. بناع لقيمة التجرد والحياة دية. صحية صحية. وما ما كتابته ده طبعا دي كانت اول يوميات ليه في الأخبار وبصراحة أنا ترفضت قبل ماسك بالبقر ليه لك النيت إنه هو ما ينفعش إنه أنا ما اكتبهاش أنا مش كاتبها الدافع آآ إنه ربنا يعني حباني ده حبي للسجن الحمراء وانتمائي للنادي الأهل بدي حاجة أتشرف بيها آآ لكن ما كانش ده الدافع بصراحة وده ما حركوا قلته من شوية أنا الدافع والله المصدقية والصالح العام آآ آآ أنا أتمنى أتمنى نكون أسلوب الأهل في الإدارة في كل شيء أتمنى نشوت كل شيء في مصد تخيل حضرتك لو كل مؤسسة تعمل في الروح الجماعية تعمل في نظام الإدارة اللي تدي فرصة يعني أنا برائب وبشوق وبجل حج المشهورية واتجيل فرصة ينفذ المشهورية ديت با آآ بعمل آآ بوطاقة جماعية بيتنظاهر فيها أي أهواء شخصية من أجل الصالح العام ومن أجل روح الفنينة الحمراء يعني أعتقد ده لو لو تد كل مؤسساتنا مثالك للأمر يختلف يجيل فمصد كبير وأعتقدوا يستفقوا معايا كده وده مش تعصد دون كل الأهل إنما ده الحقيقة والواقع دون كده يعني السيد محمد مشيحنا بس اللي بنتطفق معاك ده المنافس والمنافسون طوال الأسبوع الماضي بيتطفقوا معنا في هذا المعنى بيقول ياريتنا كلنا آآ نلتزم بهذا النموذج وده اللي أنا بقوله يا جماعة الأهلي هو آآ سيد محمد يمكن ترجمة أحسن مني اسلوم حياة آآ هو جات من إين ما هو من السوابت ومن المبادئ ومن القيام وإعلام آآ آآ على قيمة المجموع على حساب الفرض وإنك مدللش النجمة على حساب المؤسسة هي كل دي المعاني دي اللي بتنجح يا كابتن حضرتك طبعا آآ أستاذنا وحكا تفكر جيدا وانا عذكر انا كنت تستميل عاما وقتها او آآ اصغر من كده بحاجة بسيطة يوم ما الله يرحمه والله يرحمه الرمز المصري الجميل الأصير الكابتن الصالح سيدين والموقف التأديمي اللي حصل آآ لكبار لعيب مصر كلها وكبار لعيب الأمة العربية وقتها والموقف ده اللي حصل وكلنا ما كناش مصدقين أو يمكن بلاش اقول كلنا الناس اللي كانوا قائلين الخبر شوية من الأهل من مبادئ الأهل ما كانوش مصدقين من كابتن الصالح سيدين هيقدر يقعد محمود الخرطيم هيقدر يقعد تهرى بزيزة هيقعد للأسماع الكبيرة دي كلها اللي وقتها كان كل اسم يشيل فريق ويشيل بلد وطلق بعدها بقى حساب حسن وبرهيم حسن وكل مشكلة في 85 صحيح تفكر حضرتك موقف دي ده ما نتعلمش منه ما نتعلمش ان المبدأ هو الأساس ما نتعلمش ان صالح الصالح العام هو الأساس أنا لازم نتمسك بالدرس بتاعه والصدفة الجميلة ان النهار ده ذكرى زي المباراة ها حتشوف حضرتك اللجوان وحتشوف ذكريات متعلقة بهذا الأمر وحتشوف طيب ما ينفعش تكون معنا يا سيد محمد وانت رجل مهتم بالشأن السياحي بالخصوص وما نعرفش وجد نظرك في إقامة بطولة عربية في مصر في هذا التوقيت وإزاي يقدر اتحاد الكرة أو حتى مسؤول الرياضة يستغلوا من الرياضة في دعم السياحة وتنشيطها في مصر يا سيد محمد يا كابتل بخيم أنا عايزة أقول لك حاجة بسيطة حضرتك والكماكن كلهم وكل الزملاء كلنا سافرنا الدول العربية ملاش هقول لحضرتك في الدول الأوروبية ولا برا الوطن العربي كلنا سافرنا العالم العربي أنا حضرتك كنت بروح في سوريا وفي الشارع بيوقفوني ويقولوني بهم تماصلي والسؤال الثاني اللي بعديه انت حضرتك أهلاوة ولا تمامكاوة وريهم دوافرك وريهم دوافرك اللي متعوهرة لا تخير حضرتك يعني الثقل بلاش بقى تكلم عن سياحة رضية بمفهومها الكبير لكن إنت لو جرت تستغل باسم الأهلي الأهلي صحية وكل الأنجلة اللي هتقل في الوطن العربي واجي أعمل بطولة أو بصي أو حاجة بس الأهلي طرف فيها وما أقدرش أنا كدولة أسوأها جبنا برشلونة جبنا ريال مجريد وجبنا العديد من الفرق اللي الأهلي كان طرف في المباراة لو أنا سوأت المباراة بس في الوطن العربي تخيل حضرتك أنها جد لأدي إيه سياحة طيب لو أنا بتكلم بقى على مفهوم السياحة الرئيضية بيكون الأعم والأشفر هل تتخيل أن مصر مصر اللي عندها الشواطئ اللي عندها الشرف الشيخ اللي عندها الغداء اللي عندها الجو اللي عندها كل حاجة جميلة بيجيش الفرقة الكثيرة تعمل معسكرات عندنا هي دي اللي نعصانة والله أنت حضرتك كل الفرقة بتروح لدول في المنطقة مع احترام كامل دها لا عندها إذن ولا دوقت ولا مكان ولا جو ولا أي حاجة وكل الفرقة الكبيرة تيجي هنا أنا مقدرش أعمل ده مقدرش أعمل منشأة أولمبية وأعمل بطولة وتبع جنب البطولة تقصير ولا ظروف يا فندم لا يا فندم أنا رأيك بوضوح شديد تقصير وتقصير شديد من كل المشهولين في الدولة البطولة العربية تبع تقول لي حضرتك وما هي العربية اللي حضرتها في أرقام أنا عايز أعرف الأرقام البطولة العربية وبتقنط بس وبنتعترفها على فكرة للوقت يبطط العالم في البليارد وبرضو بتتلعفه مصر في الغرداء يا كابتن إحنا عندنا بطولات كتيرة إحنا للأسف ما عليش وتكلم بصراحة شديدة إحنا مش مقدرين كلمة مصر وقيمة مصر ومكانة مصر في كل المقاييب ده لأسف تستغل اسمه مصر واسمه منتخب مصر واسم النادي الأهل النادي الأهل اللي هو يعني النادي القرن والنادي الأول عالميا ما قدرش أستغل واجيب بي سياحة يا كابتن ده إزاي إزاي يا كابتن كم واحس الوطن العرب في أشياء أبو تريكا وعمد مد عبو كل دجوم البديل الآن لأنني لو خليت النجوم بي بس أبسط شيء إن أنا أستغل الرياضة لدعم السياحة لو خليت كل واحد يوجه رسالة للناس للدول العربية برضو مش أقول أوروبية أرغب من كلهم ليهم مكانة أوروبية عالمية ومعروفين عالمية أي كل واحد يمكن يقول رسالة بس من مصر أمنة أو زرونة أو مصر مستنياته كم واحد هيكي صور مصر فين الكلام ده كله صحيح وصولات إزاي نحن ممكن نعملها يا كابتن يعني معلش أنا حضرتك برضو وأنا يمكن في السياحة أنا جيت لك عالجرح واضح آه لا بالله يجيت عالجرح كابتن معاك حق لأن واحد مأهول إن مصر ما تعرفش تغل كل الإمكانات دعائية كادمة فيها السياحة الرياضية فإحنا للأسف فشلين باقتدار في هذا الملف هل ممكن نستعلم الأخر حاجة اللي حاجة قلتها البطولة العربية أنا لو عندي بطولة العربية في مصر وبإسن مصر وبإسن الناجي الأهلي والناجي التمالك والأندياء المشاركة وموقذة أنا كنت أقدر جيد ملايين من السياحة العربية يتابعوا البطولة ويحضروا حتلاقي حتلاقي يعني ما تعملش أي مجهود لمخطبة جماهير الأندية العربية في دولها يعني تأكيد جماهير التراجي كانت ممكن تيجي بغزارة جديدة جماهير الهلال السعودي جماهير النصر السعودي جماهير الوحدة الإماراتي يعني ما حصلش مخطبة السيد بريم لو كانت عمل اترحلات للناس وجابت ودفت يعني العمل الجماعي هي مشكلة حضرتك شفت إعلان أو إعلان في الدنيا أو ألم في الدرائد أو حتى بروبو أو حتى أي حاجة يقول للدول العربية أو المشجعين تعالوا زوروا بصف بصف للدول العربية طب نبيتني النقطة أستاذ محمد أنت أقدر راح تجاوبني عليه دلوقتي قوة السوشال ميديا خلينا رضينا أو لم نرضى الشباب على مستوى العالم استطيعنا التواصل من خلال وسائل التواصل وسيلة لأن نستفيد من طاقة شبابنا في أنه يتواصل مع شباب العالم وينقلوا الرسالات اللي حضرتك بتقول عليها دي ومن خلال أفلام نقدر ندهلهم مجانة نعملوا بيها لنفسهم مواقع يعني أنا لما أجي الشاب أقول له حديلك حديلك أفلام فيديو تعمل لنفسك موقع ويا سيدي خد فلوسه بس كلم للعالم كله أليس تزي وسيلة والله كابتن بفكرة ممتازة ويؤسفني أن أنا أقول لحضرتك أنه وزير السياحة السادر خشام زعزوع كان تذكر أنه كان بروزارة وخرج ورجع تاني فكان راجع بفكرة كويسة جدا أنه عمل موقع وعمل حال على المواقع ويمكن أول واحد اشترك في السياحة يجب بايس حتى حسيسي وقتها هو طلب أن كل الشباب يشاركوا بالصور اللي عندهم وكل المشاهير اللي دي صورة بحكة في مصر ينزلها على مواقع التواصل برضو أنا دي يعني بص عدلتك قلت عايش كل واحد صور حاج هو ليه ما يتنزلش تصور وتتوزع على الشباب مجانا ليه ما يعملش شرائط فيديو أنا اتفرجت مبارع على محمية في القاهرة هنا بعد ودي دجلة ما صدعتش ان المنظر وتفجر المياه في كهف من الكهوف موجود بالشكل الجميل ده في القاهرة على بعد عدة كيلومترات بسيطة مننا ما نعرفهاش والله يا كابتن أنا بقول لحضرتك انت كل شبر في مصر كل بقعة في مصر تقدر تجيب لك ملايين استجاة لو أحسن اتخلالها وبتخطيط علمي وفكر من السادة المسؤولين سواء سياحة استطيعية سياحة صحراوية سياحة سفال سياحة طبعا السياحة الأسرية احنا لا حد نفسنا فيها نرجع للأهلي حضرتك يعني تذكرتني بحاجة الصديق العزيز حمدي زاكي كان مصشارا سياحيا لمصر في مدريد ابان ريال مدريد 2001 عندنا هنا في مباراة اندية القرد فبيقول انه هو عمل الجناح جناح ودعا فيه نجوم ريال مدريد بعدها بعدة أشهر وكان خدوا يعني أسميهم بخرطيش دهب كده بالفرعوني وبتاع وخلموا صوروا في الجناح ده وكان لها مرضود كبير جدا إذا الأهلي وزيارة ريال مدريد لمصر والنتيجة التي حققت قدر يستثمرها واحد عايز عايز يبتكر وعايز يعمل حاجة صحيح فقيس على كده حضرتك عشرات النمازج والله ممكن نعمل شغل جامد جدا بس مش ضرور نستنى الدولة أقول لحضرتك مش ضرور نستنى الدولة هي ضرور انت تنتمي أو يعني تتصف بروح الفنين الحمراء لما بدل احنا كنا بنوع من السواء بالضبط نفس نفس عملت الفكر اللي تدار دي نادي الأهل والعشق بتاع اللعيبة وجمور الفنين الحمراء كل واحد كما قلت لحضرتك في الأول لو كل واحد طبق دفت تقصصه كان دمنا دلوقتي يعني مجالات كتيرة مع الدين ونجسين أنا بقررها تاني برضو بقول مش عشان خطر ان أنا أهلاوي ولا بتكلم في القناة العلي أنا لازلت بتمنى مصر كلها إن شاء الله وانا اعتقد يعني مش كتير يعني مصر تمانى بتصوير مصر من المصريين الهلوية فنلعب على الاثنين في المية إن شاء الله شكرا 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 جزيلا للكاتب الصحفي الأساس محمد البهنساوي ومدير تحرير الأخبار معلقا على مقالة له بعنوان الأهلي أسلوب حياة وكتر الله من أمثالك بش مهندس محمد البهنساوي فكرنا بمباراة 85 بالصوت ما حاجة غريبة جدا يعني زي النهار ده بالزبط في 4 أغسط 1985 الأهلي فاز على الزمالك 3 اتنين لما لعب بالنشئين دي كانت مباراة في دور التمانية في كاس مصر وده المعنى المباشر والحقيقي لخلاصة الكلام اللي قاله المهندس عدم لأنه الأهلي وقتها تمسك بسوابته انتصر لهذا المبدأ فلعب مع الزمالك بالنشئين مع عتاولة الزمالك فاز الأهلي 3 اتنين وده لقطات من هذه المباراة العتاولة الكبار بتوع الزمالك هنتكلم بس عشان نفكر الناس بعد ما يستمتعوا باللجوان لكن 4 غصص ده احنا كسبنا لوبي ستار 3 واحد وكسبنا بعد كده بريكم تشيلسي 4 واحد الغاني وكسبنا الزمالك 3 اتنين 85 3 اتنين 85 3 اتنين دي أهدف هذا اليوم 4 غصص في كذا سنة لكن أنا 5 3 اتنين لما تشوفوا الصورة هتلاقوا مين هتلاقوا كوارش هتلاقوا حسن شحاتها وفاروق هتلاقوا حسن شحاتها هتلاقوا الزمالك بيلعب فول تيم فول تيم لما تشوفوا الملعب بتاع الناد القالي وقتها ما تفتكرش غير شبير هو اللي كان من الفريق الكبير ولا واحد هتفتكره حمد امرزوق عرفناهم بعد كده حمد امرزوق وحسام حسن ومد الرجب ومحمد السيد وحسام وبرهيم ومحمد السيد ومحمد جمال ومحمد جمال وطريخاليل شوف ان دفعت الشباب وحيويته وما فيش رهبة كان قطاعنا شين بيحصل ايه باب وده اللي اعايز زي ان انا يعني ارجع للنقطة دي كان الفريق ده راجع من المانيا تسمع صوت المعلق في المباراة طب نستنى نستمتع نسيب الناس بعدين نحكي القصص ها كابتر برايم جويني بيجيب الجول الاول النادي الاعلي تصبح نتيجة تقدم النادي الاعلي بهدف لا شيء بيهرزه حمد منزوق ها حمد منزوق بولي الاول ها طروج افار يعني بوش اعتقد كابتر الجهر علي يا رحمة الله هداية سريعة القصة كلها يا جماعة كانت في مشكلة ذلك انا عايزوا باش يشوفوا الجواد اه ليه بصوت الجويني ها بصوت الجويني وشوف التعليق وبعدين يشوفوا الاسماء ويشوفوا ان حتى الزمالي بيتعدد وضربة جزاء اه من النادي الاعلي هو اللي جاب الجول الاول وضربة الجزاء قصتها عندك اه وجول هاو اللي بيقول لك جول حسن شحاك طي الجول ايه ايه يا رأي وجه في القرطان ده مش افسايد ده هو نفس اللعيب بيلعبها بيجي في التعادل هنشوف جول النادي الاعلي اهو مع بعض تاني جامنا حمدا مرزوق اللي جاب الجول حمدا مرزوق جاب الجول النادي الاعلي حمدا اعزارو ايه يا جول بتاع اعزارو لعب رقم 16 وادي الزمالك بيجي مادة في التعادل ويبقى واحد واحد في اربع داية بداية سريعة زي ما قلت حضراتكم من الفريقين مفاحة شايفين اعضاء الجهاز كبر المسؤول مضي تلت داية ثم اعرز فاروق عفر هدف التعادل للزمالك بعد اربع داية ضربة ركنية هلعبها ببد رجب اول مات اه رجب دلوقتي صانع صانع ابل اجبال وفوت وطلعب جامدة وحط جول الدول التاني للنادي الاهلي بيجي محمد السيد محمد السيد برضو كان يبقى بيجوز للنادي الاهلي حنشوف الكورة مرة تانية محمد السيد بيحطه جول الجول التاني للنادي الاهلي محمد السيد قاعد في الارض شايفينه اللي هو خصت زملائه بعده مضي حوالي حداشر دقيقة حداشر دقيقة بيجي محمد السيد الجول التاني للنادي الاهلي وتصبح النتيجة تقدم النادي الاهلي اتنين واحد هنشوف كور مرة تانية بتوصل محمد السيد وبيحطها جول تقدم النادي الاهلي اتنين واحد طريق خليل الجول التاني جابه محمد السيد اعا فدائي بابه كان هيدخل في الاي اتدقت محمد سيد طريق خليل داخل الهدافة العبقاري علي خليل بتاع زمالي العمام العالية كورشي بحطها جول كورشي بحطها جول توفى كورشي السيد بيجي بقول التاني لنادي الزماني كان دبابة بشرية برضا اي حوالي 20 ديار فلت منك كورشي دي ازاي لا ده ما دعنا فجلنا بيه كورشي بجي بقول التاني ما سمعتش عنه اللي هين اه دايده فضع في الزمالك ووحدة دبابة اتنين اتنين كورشي كورشي كان دول التاني اللي نادي الزمالك وتزمح النتيجة اتنين اتنين هنشوف البول مرة ثالية بيمشي حمد حلمي اتنين اتنين ده حمد حلمي مدرر الزمالك السيد كورشي بيقبل انخطاه على طول شوف بقى علي طرق خليل عطل العباني وجن فدائي بص اللعبة الصغيرة والضغط والروح والثقة واللدون وبيجري بيقى بسرعة بيستنى وبيمشي واللعبة عالية عطل العباني والدون الثالث للنادي الاهلي كل جال جاد بون تنين كل جون هنا يلاحو نظيره وبيجري بيخش مرة تانية طرق خليل طرق خليل بيجيب الدول الثالث للنادي الاهلي من المفارقة برده من النهاردة بيتكلم محمد باني سوى تذكر هذه المباراة هذه المباراة صاحب قرار المشاركة فيها الكابت الحسن الحمدي كابت الصالح النهاردة عيد بلاده برده يعني عيد بلاده يأتي بواكد ذكر المباراة الحدث الكبير أغسطس برده أغسطس يعني كل سنة هو طيب بس بص المفارقة هذا الجيل بالكامل أنا عايز أحكي بسرعة القصة المباراة دي وأنا شخصيا كيف تلقيت هذه النتيجة القصة دي كابتن الجواري كان عامل معسكر في ألماني واختلف مع هاني مصطفى وكان على استبعاد لعيبة معينين منهم ومرا اللعيبة في نادي الشمس هنا ما أنا هحكي بس محمد عباس سبب الخلاف ايه هو خدم ليه نادي الشمس من خلال المعسكر هو عارف انه هيرجع يلعب في دور الثمانية مع الزمالي وكان أيضا فريق المنتخب في المغرب كان أيضا فريق مين كان فريق النادي الآل الناشئين مخلص معسكره برضو كان في ألمانيا ولا في النمس فجاي فالجوهري عايز يرجع محمد عباس حصل خلاف لان جوهري ما ماشى محمد عباس قالهم يعني تشبيه كده انه ده حيبوض الفرق حصل خلاف بينه وبنهاني مصطفى واشتكى للمسؤولين في النادي الاهلي قالوا له لا ده مدير الكورة واحنا ما نقدرش نعمل لك حاجة إلا بموفق مدير الكورة لانك انك عايز ترجع لعيب انت اقنعتنا انه يمشي المهم ايه؟ راح واخد اللعيبة ورايح فندق السلام في نادي الشمس وقال مش هرجع وقعد يدربهم في نادي الشمس إلا لم تستجيبوا لطلباتي اجتمع مجلس الإضاءة وقرر ايقاف 17 لاعب كمع المجلس ولا كان كابتن حسن عضو مجلس الدارة مش فع كورة مكتب تنفيذي انا اسف كابتن حسن عشان ياخد الصلاحية كمدير كورة وقتها ما كانش عدو مجلس لكن عدو مكتب تنفيذي بس عشان ياخد الصلاحية فاصدرونه قرار عشان يقدر ياخد القرار عشان ايه؟ شوف بقى السوابة اللي بنقولها عشان مجلس الادارة مباش تدخل في شؤون الكورة ايوه فقالوا له انت المشرف على الكورة ايوه خد سلطات مدير الكورة فما خدوش بصفة وعدوا مجلس ادارة او مكتب تنفيذي او مين صندوق او حاج خدوا بصفتهم مديرا للكورة ايوه وتم اعتماد القرار من مجلس الادارة بعد كده ايوه لما اكلم من كابتن صالح وقال له على ما حصل كنت هازعا لو ما اخدتوش القرار اه طبعا وهو كابتن جهري راح مطلع عليه راح لكابتن صالح وقال له حصل وحصل وحصل وعايز اشرح لك انا لو في مصر كنت سأقاتل انك ازاي سمحت ان نفسك تكمل ولعنتك انت السبب في ايقافه ورحم الله الاثنين يعني كلاهما راحل لكن الكابتن جهري يعني عشان ما نتكش او حد يفتكر ان احنا لا كابتن جهري كان مخلصا لعمله بشكل اه اه مش مبالغ فيه شكل الى اقصى حد متطرف في اخلاصه لعمله وعندما كان يستشعر الخطأ يعني هو لما كان مدير فني للاتحاد المصري اه الهلال جاي بالفريق الولومبي تحت 23 سنة فيه مسابقة كده هو كان عايز يعمل كده ونهضة الاردن الكروية عمل لها كده اللي تعادل مصري قالك لا ده هتاخدي من النادي الاهلي ومش هتخلي اللعيبه شوف النظرة فمشي اخلاصه العمل هو الجهري كده تاخده كده فطبعا دي كانت انا بقى كنت في ألمانيا معلش هحكيلك بسرعة في الحيطة دي وكنت رئيس بعثة النادي الاهلي متخب مصري في كورة اليد وكابتن محمد الالفي كابتن الاهلي كان كابتن منتخب مصر فطلقيت الاهلي زمالك بيلعبه فلاقيت محمد الالفي بالليل دخل بقول كسابنا كابتن كسابنا ثلاث اثنين اول كلمة انا قلت له ايه والله العظيم قبل ما احتفل لعبنا بالنشئين ولا بالكبار اه اخسن بالله قالي بالنشئين روح تعمل كده اه طبعا كان طفالي فرحتي لان انا احب احب خد القرار الصح وتحمل نفاك وربنا بيدك الحسنيين طب النهاردة بقى كم جيل استفاد من الموقف ده صحيح كم جيل بيتقالي عن نادي الهي عايش عشان كده ان انا اقول رأيه مش ملزم تاخد به بس اقوله اسمعه ومش معنى كده انك تصنفني ما تصنفنيش لا جمهوري صنفني ولا ده صنفني ولا ده صنفني لازم تسمعوا القصص دي والله عايز ياخد منها حاجاته اخدونا مش عايز اوحور طيب في 4 اغسطس 2000 ايضا الاهل فاز على لوبستارز النيجيري 3 واحد ده كان في دور المجموعات في دور ابطال افريقيا سجل للاهل علي ماهر وعلى ابراهيم وابراهيم سعيد هنفكركم بهذه الاهداف اللي كانت في 4 اغسطس 2000 ادي الاهداف علي ماهر ثم على ابراهيم وابراهيم سعيد ده علي ماهر ده كان حكاية حكاية ولا قصة انتقال رائعة ايه بقى سريعا ده ده اول واحد عمل فيه انا مقلب علي ماهر هو بعد ما جه خلاص بقى قلت له ابني تعالي هالي حاجيب والدي معايا قلت له انا في البيت يوميها لليتها والدتي توفد آه فقط لازم يعني قلت له تجيلي بدري عشان انا اراحي الحزق أعام وهو خاف ا طجلو ويحصل اي حاجة تعارق حم fir برضو اسمح لي افتحة وسين يعني انت حريص على اتمام نعم يعني من غير ما تفسرها تقلت كده محمد البهنساوي كان بيقوله ازاي التفاني في العمل برغم الظروف الشخصية يعني يعني انت والدتك توفت في نفس اللحظة في ارتباط مع عمل انه في حاجة هتتعمل من النادي جاي لي واحد بيقول لي حاجي لك سبعة وتقول لي سبعة مش هكون في البيت تعليلي خمسة وعلي مش هنتكلم انت جاي ترمدي عشان خمسة ونصف هنزم للبيت واخد بالي وكان يومية الاهلي كمان بيلعب في الإسماعيلية كسبنا بقى البواب كل شيء يقول لي كسبنا ستة واحد يومية تلاتة اول شوط تلاتة اول انا فكر اليوم ده فعلي ماهر لقيت بنتي داخله الجرس ضرب الساعة خمسة خمسة الجرس ضرب وبنتي كانت عندها ست اثنين منا اه فولدتها بتقول لي اي من هتلا واحد برا ومعه بابا وجاي بترطة فبقول له مين حضرتك قال لي انا جاي يخطبك وامنبهرة جدا يا بذل لزينة علي باهر ده من يومه والله يمش بيهذر ده جاي بترطة جاي يخطبني طلق تلاته علي باه قلت له يعني انت جاي تبكي البنت من دلوح ومضينا ماخدتش عشرة ده قلت له علي انا كذا كذا ما اقراش حاجة تاك 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 لعيب كبير طيب كمان اه زي النهاردة الاهلي اربعة اغسطس الفين واثنشر الاهلي فاز على بريكيام تشيلسي الغاني اربعة واحد وده كان في دور المجموعات الافريقي سجل عبدالله السعيد ومحمد نجيب ووليد سليمان جاب جنين دي الاهداف لهذه المباراة اللي كانت في الفين واثنشر يعني خمس سنين فاتوا ونس سنة اي يوم السنة هتشارع عليها هتلاقي ربنا كرمك بذكرى يفعله زي النهاردة في اي يوم في حدث مهم لله عايز اقولك على حاجة لانه مباراة مباراة سجلت رقم قياسي تاريخي اتمنى الناس تاخد دالها منه ديها تسعين حسام عشور كسر رقم هادي خشبة التاريخي هادي عنده رقم التلتة اربعات ربعمية اربعة واربعين مباراة رسمية لعبها مع النادي الاهلي حسام عشور كان متساوي معه امبارح كسر الرقم ولما يكون لعب النادي الاهلي لعب ربعمية خمسة واربعين مباراة رسمية مع نديه في كل البطولات على المستوى الرسمي مؤكد انه مفيش لعب في نادي تاني عمل الرقم ده او قرب منه لانه الاهلي اكثر مشاركة لا 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 مفيش في مصر حتى عمل كيه الاهلي اكثر مشاركة في البطولات اكثر مشاركة في الاكثر استمرارا حتى في المباراة الخارجية فلما امبارح حسام عشور اكتر لاعب في تاريخ مصر لعب كورة بالعرب كده رسمي اكتر لاعب لعب كورة في كيه مصر بستوى رسمي حسام عشور ربعمية خمسة واربعين مباراة كان هادي عنده تلات اربعات ووقف يعني كنت اتمنى ان يبقى ليه ذكرة فيها احسن من امبارح انما عنده فرصة لاضافة المزيد يعني نا هو حديث حديث عنه بليه سعب عنده كذا موسم يعني 86 عنده لسه ان شاء الله لكن انا بتكلم عن مرش دي كانت حتبقى يعني ذكرة جميلة بيكسر الرقم وبيوصل للنهائي كانت حتبقى حاجة كانت حتبقى حاجة كويسة لكن زي ما انتو شايفين هي حكاية حل ضاعة بصافرة هي حكاية حل مراح اه والله راح بسبب صفارة وراح واشياء تانية بعد الفاصل تغل موسيقى 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 مع الموسيقى الموسيقى أول Bug موسيقى مع الموسيقى تقدم نادي الأهلي بهدف الأشي بيخلزه حمدى منزوق بعد مضي ثلاث دايل تروجع فرق مباراة بداية سريعة ونحن شوفنا الجول الأول لنادي الأهلي اللي جاب الجول محمد عبد العزيز الناعب رقم ثمانية محمد عبد العزيز من النادي الأهلي هو اللي جاب الجول الأول الجول بييجي الزمالك بيجيب حكاية حلم ضع بصافرة وأشياء أخرى علي المغفري الحكم المورتاني اللي قدر المباراة الله يسامحه الله يسامحه بجد الله يغفر للمغفري بقى لأنه حجم الأخطاء المؤسرة اللي ارتكابها أسرد بشكل مباشر في النتيجة ما فيش أكتر من أن أنت ضربتين جزاء ولا أوضح وما يتحسبوش وبعد كده مباراة وقتها القانوني بيهدر بكل هذا المنظر والراجل ما بيدخلش آه حسب 8 دقايق بس اللي ضع كتير قوي وبعدين مش فكرة أن أنت تعمل ستوبوتش وتسيب الناس على راحتها المباراة تموت بالشكل اللي ماتت به وتتكلم طبعاً في عدم توفيق غير طبيعي للعابة الأهلي في عدم توفيق برضو في إدارة المباراة في بعض القرارات دوارد وبيحصل لكن عدم توفيق تماماً من الحكم كان شكله مؤثر قوي الفيصالة للأردن الشقيق برافو ببروك بس مش قوي كده يعني لأنه حتى فيه تصريحات خرجت عن الإطار الرياضي ما ينفعش لعب في الفيصالة يطلع يقول لعبة الأهلي دي لعبة مغرورة ولو لعبناهم للمرة الثالثة هنكسبهم لا كده بنطلع برا الإطار خالص لأنه الناس عارفة أنه ظروف المباراة كانوا عاملين إزاي بس الله يغفر للمغيفري بقى وخلينا أقول لك أباشموندس عايز تتكلم عن المباراة قبل ما نقرأ أنا عادي أقول ما أنا احنا كنا بنتكلم لو الفيديو شغال كان مصير الأهلي وانت قلتوا لعبة الرادي طيب ماتش الفتح والترجي خلص كام دلوقتي حتى اللحظة الوقت الإضافة الترجي كسبان اتنين واحد طيب وطرد اتنين من الفتح في الديئة مية وعشرة في الديئة مية وعشرة ده كان فيه وقت إضافي ولا إيه شوت الأول تاني خلص واحد واحد طيب والطرد حصل إمتى أنا عايش في التفاصيل طيب ليه بقى ليه بسأل السؤال ده التحكيم يا أستاذ إبراهيم استاضي الأهلي من أول مباراة وانا مش فاهم يعني من ناحية يعود يقول لك خروج الأهلي ده يبقى وظل بطولة ومن ناحية تانية يقول لك طبخوله عشان يبقى يتجنب الترجي وعمالة ظلم التحكمين في الأربع مباريات اللي لعبهم ظلم فادح ضربات جزاء إلى درجة الجرأة الواقعة يعني أنت لما بتحسبش ضربات الجزاء واللعيبة بتتفرج بتؤثر تكتيكيا على الأداء ليه؟ اللعيب بيبقى مطمن أنه هو مش هيتحسب عليه حاجة يمسكك وشدك محمود المخباز رجع لك من الفرح بيقول لك مهدي بطاش اضطرد في الديها 67 وفوزير اللعب الماهر اضطرد في الديها 94 94 طب اللي اضطرد 64 ده كانت النتيجة كام؟ و97 طه الخميسي لعب الترجي يعني ثلاثة طرد ثلاثة طرد اذا ده حكم عنده مصطرة واحدة أنا ليه بتكلم على الطرد؟ مؤثر على المباراة ولا مش مؤثر طبعا طيب لما تيجي تشوف أنت الأهلي مبارح وأنت مغلوب واحد صفر ها؟ وبعدين أظهره ينفرد بكرة ويسبق اللعب ويحطه في ظهره يوم يدفع أنا عايز الكرة دي تيجي ها؟ عشان حنشوفها كتير بس مهو ده حكم اللي بيحكم السيم الفينال دلوالد ترك الخضير ده حكم سعودي برضو أنت بتتكلم على مستوى كرة كبير لكن الرجل الموريتاني مع كل الاحترام والود والتقدير طيب الاتحاد الفريق عطيت ولك للشعب الموريتاني انت وأغاني بس في كرة القدم ممكن يطلع لك حكم كان فيه حكم موروشيس عايز أقولك أنه المغفر ده هو اللي حكم مباراة الترجي والنفط العراقي وتسبب في هزيمة النفط العراقي لغالهم هدف شرعي نفس الحكم فما تقوليش أن الرجل كفاءة ندرة يعني طب يحطون ولو مباريات قبل كده الزمالك مع التحاد العاصمة والأهل في أفريقيا السناني 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 الترجي والنفط أيوه الترجي والنفط أيوه الترجي والنفط وبعدين بقى والنهار ده بيطرد اتنين قدام الترجي حاسس أن الفر لعب في عبك صح وبعدين الأهلي اللي بيدبروا له مش عارف إيه أيه الحسن الوحيد الفوز الترجي النهار ده أنه مش عايزين حسسيات ونلعب ثلت ومش عارف إيه لأن أنا برضو لموه ما فيش ثلاث ورابة كانوا بيقولوا اللي حالعبوا ثلاث ورابة كان فيه كلام مبارع نحن تلعب ثلاث ورابة الجهاز مد اللعيب أجازي والله طيب ما فيه أحسن ما قاله هاش معنا طالما أن الجواز المالية حتى مش مختلفة طالما أن الجواز المالية مش مختلفة إبراهيم وما فيش حاجة رسمي يوقع ثلاث ورابع ملاش هل فيه ثلاث ورابع ولا لا تقصد فيه ثلاث ورابع ولا لا ما فيش ثلاث ورابع ما انت بشوله هو أنا كنت اتكتب أن فيه ثلاث ورابع إنهاء الحد خلاص إنهاء الحد طيب مثل النهار ده الخميس يمكن يوقع ثلاث ورابع السابق يوم الحد في برج العرب على أي حال اتكتب هذا كلام لكن أنت بدأ متأكد من المعلومة خلاص وما فيش ثلاث وانا اميل الى ان ما فيش تلت ورابع لاني ملاش منطق مبارات ترضية ما فيهاش ميزة يعني التلت من رابع لا هياخد فلوس زيادة ولا هياخد مدالية ملاش ميزة هابص الكرة والنبي قولولي بقى القولولي بقى الكرة دي الكرة دي تتحسبوا فيها طرد والنتيجة واحد صفر رجعت علينا بقت هاجمة علينا جات جهود هابص الكرة وهنا كل قدرات وليد اذارو بانت في الكرة دي شوف الدفعة وبيشوف حتى يعني بيشوف حتى الله يزمان ايه ده ايه ده معناه ايه ده بيقوله يا عم ده زاقه زاقه هاللي زاقه كده بص 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 اهو بص الدفعة بقى اهو اهو ايده اليمين اه ده كان حيقع فوقي بص بص هو بيحفظ توازنه من الزاقه لا لا طب ما هي المصيبة المصيبة بتاعت التاتشبول دي بقى مالهاش حل هتشوفها طبعا ايه ده انا بتكلمك والنتيجة واحد صفر ها هتبقى واحد واحد بص 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 هيجيبلك اهو 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 بص اهي شوف الايد افرد الايد يا جدع حد فين بقى حاجة بالرؤية ده لوحدهم الاثنين اهو ازا ضربة جزاء وطارد لو هو فيه آآ ضمير يعني ايه لا ما تقوليش اخطاء تحكمي اعا دي مش اخطاء تحكمي ولما تتكرر بهذا الوضوح والمتش اللي فات تلاتة يمسكوا لعيب واحد منهم يوحدوا اللعيب وينزل بيه على الأرض وبعدين تيجي ضربة جزاء تانية يترمي عليها اللعيب زي حرس المرمى ويمسكها مش عايز يسيبها مش ممكن أخطاء تحكمية هذه تتعدى فكرة الأخطاء التحكمية صحيح ولماذا الأهلي وتلاقي ناس بقى ايه عمالة في الهاري التحكم والقرع القرع ازاي الناس دي يعني بتقول هذا الكلام اهي اهي بص 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 الهندبول بص بص بيلمها بيده بص لانه الحكم الحكم خات زاوية رؤية عشان شوفه اتفرج حطات اعتباطه عضانه اهي شوف شوف شوفوا الكرة واخدها ازاي لما تفتح بقى افتح الكادر وشوف الحكم وهو بيبحث لنفسه عن زاوية رؤية عشان يبص عليها اهي اهي لو بص بص الحكم هتشوفوا دلوقتي ازاي هو بيدور لنفسه على زاوية رؤية وشايفها واقفوا عمالة يتحرك علشان بص اهو اهي دي يا عمال مش عايز يحسب حالي اهي استنى لسه شايف الحكم شايف الحكم هيتحرك شمال سنة عشان يبص اهو اهو ولا الهوى يعني عمودي عليها لا يعني وحطت في نفس الجون والمطش اللي فات بط اتا كانت تكون حطت في نفس الجون ما حدش يفخر ببس لهذا الفوز يعني لا مش ممكن مش ممكن بصراحة يعني يعني امتى ممكن يبقى البنالتي لو ما كانش في دي لاعب مسيطرة طب الله العظيم بتاعت اظهاره اسهل لاني مفيش بقى حد بص مسيطرة على الكرة بشماله واخدها وحرم اللعب المنافس منها وامخدها اه وامخدها وكمل اللعب والحاكم برضو ده غير بقى التفاصيل بيبص له جو اون جو اون ده غير بقى التفاصيل اللي تقولك ان الحاكم عنده اتيتود يعني عنده نفسانة طريقة الصفارة على الاهل طول المطش عاملة ازاي مع كل الامسة مع كل الامسة لدرجة انه دفع صالح اسلام محارب في سيدنه طيب مباراة بهذا الشكل فيها هذه الفرص فيها عدم توفيق غير طبيعي كل الناس شافته هل الاهل اتفضح انا بس الحتة اللي كنت عايز ااكد عليه لما تكون اللعيبة حاسة ان مش هتتحسب درجة جزاء الا لما تكون حاجة يعني فجة جدا يبقى الاداء التكتيكي التاحهم والتكنيك بتاع الدفاع بيبقى واخد راحته اول اه طبعا عايز تشد شد عايز تمنع تمنع عايز تشكعب الكعبل عايز ما انتش حيتحسب عليك حاجة اه خلاص فكمان صلطتك الدفاعية تبصت لها انه قد يقولك ايه وصلابة دفاعية واداء رجول بعدين تتلعقول لك دربطين جزاء وهدف ملغي وليك مش عارف ايه مل بسلامتك ايه ده بقى الله طب لو اتحسبت الكلام ده كان حيتقال الكلام ده صحيح انت عطت في نفسك جون ومش عارف ايه وطول الماتش انت مسيطر على المباراة الا مش معنى كده ان الفيسالي فرقة لا فرقة خطيرة لان عندهم اسلوم فرية منظم هم لعبوك باحتراموك ما لعبتهمش باحتراموك ايه هم احتراموك اوي فبيضغطوا وبقتال رهيب على كل كورة عندنا اخطاء كتيرة عندنا اخطاء كتيرة بس قبل ما اقول العنوان ده يعني الاسر الرياضية والنقد الرياضي فقد هذا الاسبوع واحد من رجاله طيبين استاذ محمد مجاهد محمد مجاهد محمد مجاهد توفاه الله من يومين بعد مشور حافل حقيقة كان واحد من فرسان المسا الكبار كان راجل عفيف محترم وعفيف عشرته في فرنسا رحنا لدورة الفرانكفونية في 94 قضيت معاه ايام جميلة يعني الله يحرمه يحرمه صحيح ونعمل ناس الله يرحمه انا بقول ده ترحوما على العزيز محمد مجاهد لانه لو عايش وتفرج على الماتش ما كانش هيكتب في جورنانو اللي اتكتب النهاردة ده لما يبقى ماتش قورة الاهل خسروا بهذا الشكل فتطلع جريدة المسا الغراء عنوانها في الصفحة الاولى الاهل اتفضح في برج العرب الاهل اتفضح هل هل هذه اللغة الفيصالي يؤد بالاخمر ايه الاسفاف والابتزال والكلام الخارج عن اي قط الرياضية الحقيقة او اي قط الرياضية او حتى عن حدثة في الملعم او حتى عن حقيقة اللي الناس شافته اللي الناس شافته يا جماعة غير كده الماتشين والله اللي خسر اه خسر كان ليه حقوق اه ليه حقوق الحكم غير موفق غير موفق عايزين تقولي حسام البدري هو راخل غير موفق غير موفق كل ده ممكن نوافقك عليه ككورة وكرياضة وكصحافة لكن يتفضح ويقدب ويمعرفش ايه ايه ده بقى ايه اللغة دي ترجى ساعد للنهائي وبعد كده برضو في المسا الفيصالي يحطم غرور الاهل والله صحف الاردن الشقيق ما قالت ربع الكلام ده على الاطلاق حتى وهي بتحتفل بالفيصالي قاله ده الزعيم الافرو اسياوي مدام هو بطل اسيا او هو ممثل لاسيا وكسد ناد القرن في افريقيا فاعتبروه الزعيم الافرو اسياوي حقهم يحتفلوا باي مستوى لكن غرور ويقدب ويفضح واتفضح ايه اللغة الغريبة والعجيبة والمسفة او دي في الحقيقة الاهل اتفضح في برج العرب واللي كتب الكلام ده اتفضح في اين في مهنته في مهنته في مشاعره اه يعني هي زي قلت ايه طاقة وانفجر عنده حلو اون الاهل خزر انا اسفت ان اللي كاتب ده او اللي كاتب المباراة معرفش العنوين هو اللي حطه اخونا العزيز يهبش عبان يهب يعني لا لا مش هو اللي بيحط العنوين لا ميحطش دي هو مؤدب الى درجة خجولة خجولة هو خجول اه لا ميحطش العنوان ده واذا حطه بقى يبقى تغير جدا يبقى واحد مما عرفوش انا صحيح هنقولك بعض العنوين الموقع الرسمي للنادي قال الاهل يخسر بهدفين مقابل هدف امام الفيصال الاردني والمصر اليوم قالت الفيصال الاردني يتأهل لنهاء البطولة العربية بالفوز على الاهلي جارت الوطن قالت الفيصالي يحقق المفاجأة ويخطف بطاقة التأهل او النهائي من الاهلي الشروق قالت الفيصال الاردني جد التفوق على الاهلي ويطيح به من البطولة العربية الاخبار قالت الاهلي معلول والفيصالي صالح لنهاء العرب يعني افهات حلوة اه معلول لانه في حالة بدنية ما هيش جيدة اسقطنا على عالي معلول لانه كمان ما كانش في حالته والفيصالي صالح لبلوغ المباراة النهائية عنوان جيد في الجول الى نهاء البطولة العربية الاهلي يسقط امام الفيصالي في عشر دقائق والاهلي دوتكم قال الاهلي يودع البطولة العربية بمفاجأة غير متوقعة من الفيصالي دي العنوان اللي تقالب طيب هل السادة الخبراء والمحللين شافوا هذه المباراة ازاي النتيجة هتحكم القراءة خلي بالك يعني هيحللوا وفقا للنتيجة ايه لحد كبير دي مدرسة على فكرة مدرسة يعني غالبة ناس كتيرة لا انها بيروح مع المشاعر بتاعة النتيجة لو انت اهلاوي بتبقى متدايق ومتحامل وبتقول ليه ما عملش كده وعمل كده وانا منهم وانت منهم بس احنا بنحاول لحد المنصة نفارم لكن احيانا ما بنعرفش واخد بالك فاق فاق واللي مش اهلاوي الشماتة موجودة طيب ما نبدأ بالشيخ طاعة اسماعيل كبير المحللين في اونسبورت نشوف شاف هذه الخسارة ازاي الحقيقة كل مصر مش بس الناد الاهلي ولعبته وجهازه كلهم اعتقدوا ان الناد الاهلي خسر المرة الاولى لانه لعب البودلاء وان لما يلعب الفريق هو مكتمل خلاص دي هتسبب له الغلبة وانه بقاله التفوق وانه هيكسب والبعد قاله هيكسب اربعا ارتكنوا الى هذا الامر تماما وما بصوش للفريق الاخر وقدراته لم يقدروها تماما قالك الولاي الاولى ما سجلوش الا من خطأ مننا ولكن برده احنا مكتملين ممكن احنا نبقى افضل مية في المية هذا الشعور شعور مخدر دي واحدة علاوة على ان برضو لعيبة الناد اللي في نص الملعب قليلين في البناء مدافعين لكن قليلين في البناء عمر السلاء يا حسام عشر انا مش عايز اسكراس المهم يعني ما فيهم حتى صالح اللي برضو موجود قدام كان طالع قدام بعيد شوية كمان فاصبح ما عندهمش ملكة استلام ولف والعبل قدام كل اللي يقب بالعرض كتجي لقب بالعرض بالعرض لما نيجي بقى للنادي الاهلي حتى في الفرص اللي جاته ما سأل النادي الاهلي بيضيع فرص وديتكلمنا عليها طول الفترة اللي فاتح بالضبط وقبل حتى في الدوري الأخير برضو في مباريات كتيرة النادي الاهلي متضيع عن الفرص كتيرة جدا النهاردة لما يجي لك أربع خمس فرص ما اجيبش من جول جاي بجول في آخر دقيقة برضو دي عملية بتبين انك انت مهما تستحوذ مش كل حاجة للسحواذ انا عايز اجيب الجوال فبرضو الفعلية الهجومية الفعلية في ان انا اترجم الفرص لأهداف برضو قليل عن النادي الاهلي حتى وما والنادي الاهلي مكتمل بالضبط اضف اللي دوت بقى كمان النادي الاهلي حاول في صوت ثاني محاولات كبيرة جدا لكن حتى ما تيجي تشوف اللي العاكم النادي لقى اللي هو فنالتي صريحة جدا في ناحية اللي مين اللي هي طالب بها مش ممكن طيب الشيخ طه يعني لم نعطي للمنافس تحليل الفني الذي يستحقه وانسقنا جميعا فيه تلميح والجهاز الفني معانا مم ان اه ننشغل على انفسنا وزا كنا خسرنا بصدفة في المباراة الاولى فما بالك ونحن مكتملون مم وانا من ساعة ما قريت التشكيل والله وحيات النعمة دي وانا مخدود 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 جدا لان كنت احنا جبنا لسه من شوية ان الاولي لما لعب بالناشئينوا قدام الذمالي لانا مخدود كان الح Roberdon انفجرت الدوافع عندنشئين طبعا وانك deficit عمل النادي الاولي المطش يذهب عمل النادي الاولي كم ال بالنشئ nac رمض ايش عن علامة الاولي كان compatible وصلت ال final كملت وتجيبت البطول عم المام لكن ih كل خطوة بتاخدها بالناشئين وهم جاهزين بدنيا لان زي ما قلت لك كانوا راجعين لسه من معسكر من ألمانيا سنة 85 انت لعب ماذا كان ينقص الفريق الذي هزم واحد صفر من الفيصالي في المباراة الأولى استطاع استحوز على الشوط الأول بالكامل اتلغاله هذا اتلغاله هذا في صحيح ولما يحتصم له ضربة جزاء وبخطأ من أصحاب الخبرة جي في نجوم خلاص يبقى انت خدت خبرة او لا انت اللي غلطت انت خدت خبرة كده مش هتكرر الأخطاء دي هتلعب بجدية أكتر وانت عايز تسقر لكرامتك انت انت اللي غسرت لكن لما روح انا جيب النجوم بقى اللي قدت له خده راح سبب مخافي مش قدرات النجوم قدرات النجوم على الورق نظريا لن تكسح اي حد في الماتش ده لكن هم لما تشوف اداءه في الملعب الرباعي الذي يدفع به ثم معاهم محمد هاني كمان خمسة ما كانوش في حالة بدنية تسمح لهم ده الكورة الجوني الأولى اللي لما تشوف عالي معلوله ترقص ازاي لا يمكن تحدث في دورة رمضانية انك تعمل كده يروح مديك دهره وناطط هو دي ترئيسة انت لو ضغط عليه وخده على القاود كان حيحصل ايه يعني لما هيقافوا بفاول تكتير تكتيره فاول اه ايه المشكلة لكن لو هو جاهز علي معلول ما تتعملش فيه ديه لا يمكن لكن هو الماتش بالنسبة له يعني احنا الاعلى واحنا الاقوى وهم الدوافع زادت لما جابوا جوت وبعدين لما حط لما ما تحسبتش ضربة الجزاء جرقتهم من ناحية الفعاية بيلعبوا عليك كده وهم متطمنين ثم تترد الهجمة ها لخطأ احمد فاتح بخطأ برضو باص بالعرض اللي بيجنني ده البرازيل خسرت من ايطاليا في كاس العالم سوارس احسن لعيف العالم مؤتها البرازيلي ادها للرجل ايطالي اسمه ايه اللي كان هداف الدورة كل مرة انسى اسمه الرفاية ده اللي جاب ست جوان نطلعون بالسجن يلعب روسي باولو روسي باولو روسي وكانت فتحت الخير على باولو روسي كان اول جن وبعد كده تفتحت معاه جاب ست جوان قدام الارجنتين وقدام البرازيل كرة نفس الشيء يعني اعظم لعبة العالم ممكن تخطئ في الكرة العرضية دي لانه تقطع تعمل انفراد على طول يبقى اكرم يعملها يبقى ييجي برضو تتعمل تاني في المباراة امس من نفس المكان ونتضرب بيه بس بدل ما يروح مباشرة اللجون راح بنقلتين وما فيش حد برضو في الحتة دي لم يكن علي معلوم موجود يجري كاب تنحمد فاتح ما تحيش تخبط في رجل واخد بالك تغير اتجاه يعني لم تكافأ على قرار مزعد وبعدين الظروف الحقيقة كمان بتحربك من اول البطولة ايه الاسابات دي انت اصلا بتلعب ناقص وبتصطادك في اهم لعيب عندك يعني لو ساعد سمير اصيب نجيب بيسد نجيب بيسد وربيعة موجود طب نجيب اصيب فساعد يصاب لا موساعد مصاب مصاب ونجيب اصيب وما فيش اللي ربيعة فتضطر تعمل تغيير اه واعتقد محمد عضل السردباكي الساعد مصاب هو راخ ما عارش مصاب هو لا لا لكن انت تشفق عليه من المباراة زي دي هتيجي تحمله ماشي زي ده هو مش موجود اصلا في القائمة يعني انت انت عمال طب العب هاني في الحيطة دي ولا العب فاتحي لتنين ما عندهمش لقيقة المباراة انين راجعين من راحة لم تكتمل لا ريحوا ولا استمروا فيه اراء بتقولك كنت لعبتي بتلاتة وراء ولعبتي باتنين لبرو قدام لا يقصد تلاتة هاف دي فندر بحيث تخفى فندر ما قلت اتنين لبرو هاف دي فندر اه يبقى كان ممكن تلعب باحمد فاتحي في نص الملعب في نص الملعب في نص الملعب بقى بحيث ان اللي وراء دول مش لبرو بيبقى لبرو متقدم اللي عملها فيتسا اول ما جاهه مع على عبدالصادق لبرو خط الوسط اول واحد شال اللبرو من وراء حطه قدام اه اه هو فيتسا بقى لبرو خط الوسط مش لبرو الدفاع اي كان ممكن تلعب كده النكن احنا بنقول كده وإحنا قده في المية بعد الحدث احنا عرفنا الغلطة اي فبنعليجها دلوقتي كان الاصول يتعمل اه لكن جهاز الفني مؤكد عايز يكسب مؤكد عنده سيناريو متواقع قال لك اعمل مفادة كمان هو قال لك اجهزهم هو فكر في ماتش الترجل هو فكر لكن هل كان ممكن فكرة تاني برضو كان يقال هل كان ممكن ان هم يبقوا ددك اللعبة الكبيرة دي تنزل في اخر تلت ساعة عشان لو فيه ضربات جزاء يبقوا موجودين في الملعب بخبراتهم يقدر يحسموها عبدالله السعيد مش جاهز لكن يقدر يعمل ضربات جزاء اه احمد فاتحي مش جاهز لكن يقدر يعمل ضربات جزاء معلول مش جاهز لكن يقدر يلعب ضربة جزاء وهكذا فهل كان الافضل ان انت تبتدي بقى زمانت بالمقاتلين كتيبة اللي عندها بقى دوافع وعايزة هي عايزة تسأر من الماتش الاولاني مش هتتعالع المباراة بقول لك عيب نخسر منهم مرتين خاصة ان اداءهم الفني كان كويس وكان ممكن يبقى دول ينزلوا في التوقيت اللي الفرقة تهمت بدانيا دي التانية فيها يقدروا يكملوا معاك تكتساع يدوك كله لجوا برضو احنا بنتكلم وقيدنا بعد الحدث بعد الحدث وقيدنا في الماء كمان النغمة اللي كانت من خوفاني قوي انساقنا في موضوع القراء زي ما كون احنا خلاص وصلنا للتراد في استهانة بالمنافس مش استهانة احنا نساقنا اتشتتنا مع فكرة القراء ونقشنا هنا حتى برضو من دقنا بالاسلوب الهاري ده واخد بالك فانت ما روحتش للمبراءة بنفس التركيز والعمق والجاهزية والاحترام والزهنية انك انت ممكن اذا ما احترمتش الفرقة دي وما ومشيتش معاك وده اللي حصل التحكيم سيء مش يومه الكاتشانة سيئة مش يومها اللعبها مش جاهزة طبعا حيكون مش يومها التوفيق غانك بقى كمان كل ده انتقل للمنافس اجابا كل دي عناصر كتصالح المنافس اللي هو برضو في المباراة دي ما كانش عالى منك فني شوف بعد كل ده انت بتحيي فيه نكسبك مرتين في تماتيها لكن لو المطشات زي البوكس كده باللبناط لا يكسبك هنا ولا يكسبك هنا واخد بالك لكن ينتجه لازم ينتجه كرة الاردنية تفرح لازم كرة الاردنية تفرح طبعا واحنا دفعنا تمن ان احنا برضو يعني واضح الاقل والزمالك بطولة طبعا ومش لا النفسية ولا البدنية ولا الفنية ولا توقيتها ولا حاجة لكن الاهلي كان افضل من الزمالك كثيرا اه افضل من زمالك كثير ورغم هذا لم يكن هذا الكثير كافي انه يعدين فانا دي دي ملخص رؤيتي اما القول بقى ما تحججش بالتحكيم لا لما يكون مش وما تحجج بالتحكيم ما انت حتكسب ازاي الحظم عندك والعرضم عندك ونش عارف ايه ما عندك والفرص بتضيع طب لما يجيلي ضربة جزاء وفيها طرد وتجيلي تاني ضربة جزاء وبعدينه انا واحد صفر كنت حبقى واحد واحد الاقي نفسي اتنين صفر في نفس الدقيقة ولا بعدها بدقيت ايه ده كل ده مؤثر على سيل المباراة طبعا النهارده الطراجي استفاد من الطرد واستطاع ان يحقق التعالي يروح لفضة بتاع ده اكسرا تايم يقدر يحسم المباراة طب لا ما حصلش الكلام ده ما كان ممكن يروح منه الماتش صحية طيب ده رأي الشيخ طاها ورأي المهندس عدلي الاساس خالد بيومي نشوف تحليله لإيه سبب هزيمة الاه موسيقى لحدهم ما في شتانك الاهلي في سيطر عمل تغيراته الراجل بنزول عبدالله السعيد بنزول عحمد الشيخ حتى لعب بتلاتة في خط دفاع في اخر المباراة بنزول استان محارب بدل محمد هاني ولكن كل ده كان بشكل عشوائي لأنه كان في هل يقول لأصبار كان في الشر هل يماراة من المدة ستين ديئة سبعين ديئة أعتقد أن الفيصالي كان أكثر تنظيما وأكثر تعاملا وقراءة للمباراة الاهلي ممكن أقول لك أنه في خمس شهر ديئة وصل ورحل المرمى كتير وممكن كان يعوض ولكن أعتقد أن كفاءة الفيصالي وترتيب الفيصالي وتنظيم الفيصالي قال الكتير جدا من الفرص اللي كانت فيها النادي الأهلي غير أن في بعض اللعابة من النادي الأهلي غير موفقين منهم علي معلوش في رأي غير موفق منهم لعبة نص المرعة بن للاس سلية ولا حصام عشور ولا حتى البدل اللي نزل عبدالله السعيد في بعض الوقت كان موفق السلح جمعة ما كانش موفق بالشكل كافي في فردية في أداء النادي الأهلي يمكن اللعيب اللعيب اللي كان حتى أحمد حمود خليد بيومي نشوف رأي كابتن منزر عبدالله فريق النادي الاهلي كلما مر الوقت كان الوقت يلعب ضده الفريق الفيصلي لعب بذكاء لعب على نتيجة الشوط الأول عنده هدفين وعرف كيف يحافظ على هذين الهدفين التسرع كان واضح فيه فريق النادي الاهلي لأنه فيه شيء طبيعي لما تكون مستعجل أنك تسجل هدف سريع للرجوع للمباراة يكون فيه استعجال في اللعب في بعض الأحيان فيه تميرات مكتوعة بشكل كبير هذه كلها أثرت على اللعبين وحتى على أداءهم وشفنا النرفزة موجودة يعني عن بعض اللعبين يعني صار فيه نرفزة لأنه فيه عندهم ضغوط داخلية فيهم يريدون يسجلون هدف سريع وهذا اللي ما حدث أنا أعتقد يحسب للفيصلي عملية أنهم صمدوا 45 دقيقة في الشوط الثاني وهذا شيء مش سهل أمام فريق مثل النادي الهلي الحسنة الكبيرة في زي المباراة أنك تظل على قتالك وتحرز أيضا في الدقيقة ما بعد التسعين في آخر ثانية في المباراة ولو فيه دقيقة اللي بتاع وهو بتجيبه الكرة وعندك أمل أنك قد تعود دي تحصل لكن بشكل عام لقى كل شيء لم يكن جميل جميل طب تعالوا نشوف بقى الكابتن علي ماهر النادي الهلي النادي الهلي دايما متعودة دايما فيما أقولها دايما بحبقة جدا لها بتقول إذا كان الجميع يتحرك للأمام فالنجاح كافيه بقى أن يتحقق لوحده فدايما النادي الهلي دي المنظومة اللي جوه كل الناس دايما تحس أن كله بتحرك للأدام فعشان كده دايما ربنا بيدي دايما المقتد أنا بقول ليه كده إن الفترة فاتحصل لغبطة كتير قوي من بداية صفركة الحسام فيه لغبطة 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 وراحت اللاعبين فيه لغبطة كتيرها وريحت اهتمام البطولة نفسها البطولة العربية تحس أن الدنيا تبدلت يعني كنت لازم البطولة دي مهمة جدا وهتدخل 55 مليون جنيه للنادي الأهلي فكان أنا وجهة نظري إن كانت البطولة دي كانت تتحط من أولويات النادي لاله إنه لازم كان ياخد البطولة دي دي أهم من كاس مصر كمان نحن رأي إنه لو كان رايح ناس في كاس مصر كانت أولى بدنا دايما بطل العرب البطولة العربية بطولة جمدة بطولة الدخل دخل جامد جدا زي بطولة أفريقيا بالضبط يعني حاجة جمدة جدا تبقى تاني حاجة بعد طولة أفريقيا فدايما ربنا بدي المجتعد النهاردة كان فيه زي ما شابي النهاردة ما كانش فيه النهاردة البدائل القوية بتاعتنا دلق لنا من بدائل أنزل أجيب جون يعني البدائل دايما في المرشاط دي بتعودين أنا ننزل أجيب جون في أول ربع ساعة أو تلت ساعة بتسهل الأمور أنا قلنا الكلام ده في البداية قلنا لو الأهل ما جابش جون في الأول هتصعب الأمور جدا طبعا حاجة فيه نقطة مهمة جدا الحتة البدنية كانت نتحت للعيبة اللي كانت واضحة جدا اللي هي الناس اللي كانوا مرايحين عاديين أسبوع مرايحين لما نزلوا تحس إنها الحتة البدنية فرق معهم جدا مش قادرين دايما لو كانت نتحت لوحد اللعيب الكور لو أنا عند الحتة البدنية قوة جدا فيها أقدر أفكر كويس أقدر أبقى كل أي حاجة أفكر فيها هتساعدني في أعملها إضافة بقى كمان إن كان حدا بالتوفيق كبير أو صراحة الكورة مش عايزة تخش كورتين تلاتة الكورة فعلا مش عايزة تخش صح يعني كابتن علي مير قال نقطة انتشرت في الإعلام وفي كل أجواء البطولة فكرة الفلوس إن الناس بدأ يتكلم على الجوائز وإن لا يحب قيمة كذا والمدرب هياخد كذا واللعيبة هتاخد كذا بفكرني بالموقف التاريخي بتاع رمات أحد الناس تنشغل بجمع الغنائم وتنشغل بالحديث عن الغنائم قبل ما المعركة تنتهي البطولة في الملعب والأهل بيلعب وكل الأندية عندها فرص متكافأة والإعلام شغل نفسه بجائزة الخمسين مليون جنيه واللوايح والفلان هياخد كذا وكأنه الأهل خلاص فاس بالبطولة ده كانت مؤشرات خطر اللي المهندس عدلي أشار إليها في البداية الأجواء العامة لا مش كده خلص ما فيش حاجة حصلت الأهل ما كانش عمل أي حاجة على الأطلاق غيره أنه راح السمي فاينال زيه زي ثلاث فرق أخرى فالحالة البدلية على رامة أن الكابتن حسام قال والكابتن ساد قالوا الأربع فرق وصلوا أي فرق فيه أهل فرق ساد عم حافظ تنع واتكال بس أنت مهما قلت الأجواء وصلت الشعور اللي لا يمكن أن تخلصه أنت زي هتقسم الكيكة لا مش بس يعني دي بقى دفع إلى كل اللي تقال دي مهمة جدا أنت شويت السمك قبل ما تصطدر بالظبط يعني فدي من الدروس ده من الدروس بالظبط فيه دكتور حسام جمال واحد عضو في النادي وشديد هاي عارف بعتلي ميسج بيقول لي بعد المباراة من أدبيات الأهلي أن اليوم اللي بتحصل فيه الهزيمة والانكسار هو نفس اليوم اللي بتفكر فيه كأهلي إزاي تبزل كل جهدك عشان ترجع للحظة الفرحة والانتصار لازم هي دي كمان نفس اللحظة خلي بالك هي دي كمان إيجابياتها إيه المشوار الجاي ممكن إنت لو كسبت البطولة تراخرخ بقى في المشوار اللي جاي بالظبط خلينا بقى نقول خلاص البطولة يعني أنت قديت وخسرت بس يعني صعوبتها أنا خسرت من نفس الفريق مرتين بس إنما خير كده يعني بكل شيء كورة يعني مقبول يعني مقبول في حدود الأهداف من المشارك لأن فيها مكاسب كتير انت شفت لعيبة كويسة اتطمنت عليها طبعا وجهزت ناس بودلاء وا 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 لا لا مكاسبك ها واحمد الشيخ اتظلم ما هو جاي من جواز وجاي من أجازة وجاي يعني ما ينفعش الكلام ده كان معلن لكن الفكرة برضو نياجوز كان عايز يجهزه على اعتبار أنه هو لو كسبنا الماتش ده يلعب مع الترجي ويبتدي يجهز لكاس مصر عينه على كاس مصر فهو برضو رجوعه يعني ما عندهش وقت يعمل ماتشات ودية يعني أنا برضو لازم أحط النفسي مكانه أنا بقول لك عنده معيد احنا بليتكلم مؤيدنا في الماية وبعد الحدث وبعد الحدث لكن النهاردة ممكن يبقى في حسابات ويقول لك ايه ما هو ادي ماتشين اه أنا ما عندهش فرصة ألعب ماتشات ودية وحوش ألعب ماتش مهم جدا في كاس مصر بعد عدة ايام بسيطة يبقى تقريبا ساعدة الفرقة دي لكن انت ممكن تبصي لها من زاوية تانية ما انت كنت لو كسبت تعتحت تفل ها بالمكساب كنت عادخوش وانت مرخرخ جدا صحيح ممكن الهزيمة دي تلملك الفرقة بقى وده صلابة الآله وشخصية الآله وجزء من المسئولية على اللعبة الكبيرة اللي لازم ترجع بسرعة ها عماد متعب يصاب يعني برضو الناس اللي عملت ادي فرق يعني اللي انت بتتسند عليهم في اللحظة دي ولازم عودة ساعد السمير اصبحت مهمة هو نجيب لازم الحاجات دي تدعيم خط الدفاع اعتقد احمد دودار تم التعاقب لا لو انه بيعمل معروف ما جيبش اللعب بقى له سنة ما لعبش وقال دودار جيت يدعم يدعم للسنة الجاي لا انا من هنا انا الان ما ينفعش هو لسه لم يعلن هو اعلمت وفرد حتى ما انت بتقول ان اللي مش هلعبه في الكاس يبقى هتجي لا لا هو لم يعلن رسميا حتى لو اعلن انا ما جيبش لعيب مش هكرر نفس الغلطة لا طبعا دي اعرقنا اللي غير متزمة لحد على اي حد احنا احنا دودار لعيب كواس لو قدر يسترد مستوى لكن لما استردش مستوى ربنا وفقه طيب هي اشكالية لانه دايما وابدا التحليل بعد الحدث والتحليل بعد الحدث سهل لانه مبدئيا الحدث حدث حصل الناس شافته قدرت تقيمه بشكل واقعي وكل واحد يقول رأيه بصراح وزي ما بتقال احسن سبح في العالم من يجلس على الشاطئ لا وكمال حتى يبقى يا سيد زبرايب حتدور على اللي ما تعملش يبه هو الصح يبه هو الصح ويو كانت عمل كان يبقى التاني اللي تعمل هو ده اللي غلط احنا عاديين ما برد عودة الاساسيين في هذا التوقيت عبدالله السعيد علي معلول احمد فاتحي حسام عشور اه تقريبا هم دول اللي شاركوا في المباراة والشيخ واحمد الشيخ يعني ما هو الجديد على الفريق يعني مش من ضمن العناصر اللي كانت واخدة راح هل دول عودتهم للفريق في هذه المباراة العناصر الاخرى اللي خدت البطولة فيهم ناس اصيبت زي حسام غالي و عماد متعب ونجيب ونجيب لكن عمر بركات مظهرش تاني اه اكرم توفيق مظهرش تاني باسم علي مظهرش تاني صبر الرحيل وحسين السيد هم دول اللي خدوا التلات مرشط اللي فاتوا دول ربما كانت دوافعهم اكتر بس الجداد او الاساسيين العائدين خبراتهم اعلى واسمهم اتأد هي حسبة اتحسبت ده هذا الشكل فبقيت نتجيتها كده انا متأكد انه كان عينه على الكاس انه جاهز هل القرار ده صح ولا القرار ده صح بعد الحدث التقييم سهل نشوف مبدئيا في هذه الجزئية رأي الكابتن علاء نبيل في اونسبورت ومن غير ما اسمعه كابتن علاء نبيل تملي رأيه مش في صالح الكابتن حسام البادر ما عرفش ليه بس دي خلاصتها يعني ارجو النداء افتكر بقى هينصفوا المرح انا والله ما اسمعت الفيديو ده تحديدا لكن على ما سبق رأيه دايما مش في صالح حسام البادر واتمنى ان العلاقة تكون بينهم طيبة بس نشوف الاول الكابتن علاء نبيل البطولة من اولها لاخيرها في النادي الاهلي في الاخبطة اعلنوا ان النادي الاجهاز الفني يرفض خد البطولة العربية اه وبعدين مجلس الادارة في تصرحاته قال لك لا هنخد البطولة العربية الاغراض سياسية تمام ولازم النادي الاهلي ادى لعبته راحة ومدير الفني خد راحة ولعب لست لعبين اه ولعب بمجموعة وممكن انا قلت في اولي استوديو من اخطاء النادي الاهلي اللي هو ادى احساس للعيبة في هز الوقت ان انتو يعني المدير الفني بش موجود واللعيبة بش موجود ده فجازة وانتو لزيلوا لعبه طبعا اللعيب حس بحاجة نفسية ما قدرش اللي هو يدي اداءه المنتظر من النادي الاهلي يعني حس بعدم اهمية طبعا طبعا اي لعيب في الملعب يحس في هذا الاحساس على طول الجينا اللعيبة رجعت لعبت تمام وانا برضو برضيتش اقول رأي في اول استوديو جات لما اشوف وتأكد مفيش لعيب رجع من راحة النهاردة وكان مميز في اللاجب طب نقولهم اللي هم مين علي معلول احمد فتحي حسام عشور عبدالله السعيد وعبدالله السعيد عبدالله السعيد تمام الاربعة النهاردة كانوا جايين من راحة طبعا في منتهى الخطورة انت جيب لعيبة من راحة يعني اي حد بياخد اجازة كيبت المتحب بيرجع لشغل مش لسه مش فايق لازم لازم الناس كلها تعرف ان النادي الاهلي لما يلعب في بطولة او النادي الزميلك بيلعب في بطولة في مصر مطالبين انت جايب بتكلم في بطولة عربية جوه القاهرة مطالبين ده النادي الاهلي وكمان الكابتن عدل عبدالرحمن لعب الاهلي السابق له فقرة خاصة من الملعب بيحلل برضو له وجه تنظر عزين اسمح انا قادر اقولك ان كان ناحية جموية عهايلة لكن ناحية نص الملعب يمكن انا انا ما بحبش دائما حتى في شغل ما احبش ان انا اخلي اتنين ديفندرات بنفس المواصفات بنفس المواصفات بيقطعوا بس ما فيش تمشيتك ويمكن لما يلعب معهم حسام غالي طيب احا هيقولك عندنا مشكلة عندنا مشكلة في اصابة حسام انا معاك ولكن فيه تعويض كتير اوي عندك كان عندك ممكن يلعب صالح جمع جنب حد من صالح وعبدالله اه او عبدالله اللي يلعب والحاجة التانية المهمة اللي عايزة اقولها لك يعني التغييرات اللي كانت في الفرقة ليه انت ماشي كويس حتى تغيير عمر بركات خارج الفرقة دي لغزي برضو طبعا انت لعيب ومواصفة سليم برضو لا يعني انا بتكلم على الرجل في الملعب انت يمكن كلمتني عن احمد الشيخ وقلت لك هل احمد الشيخ ليه النهاردة من يلعب انا قلت لك لا وفجأنا كلنا ان هو تغيير اول تغيير لعيب لعيب يعيد عن النادي الاهلي يعني شوف بغد النظر اللعب مع النادي الاهلي قبل كده لكن لعيب كان جاي من فرقة وجاي لسه قريب او ما يقدرش ان هو تنزله بعد التعب والمجهود الشق اللي عملوها اللاعبين اللي هما وصلوا بالنادي الاهلي قبل النهائي اتخرج لاعب زي عمر بركات ودخل احمد الشيخ يعني انا شايف ان هي ملهاش اي مبرر النادي الاهلي النهاردة ما يستهلش انه يكسب النادي الاهلي النهاردة شايف المجموعة اللي هي كانت موجودة جوه الملعب الروح اللي احنا تميزنا بها وحسدناها مع الحسين ضاي وقلنا النادي الاهلي روحه عالي او انا ما شفتش الروح قال لها في اخر قال لها في اخر فترة وحتى كمان طيب ده رأي الكابتن عدل عبر رحمان نشوف كمان رأي الكابتن محسن صالح والاراء تنوعها هدفها عشان ببقى في الصورة من خلال البرنامج ازاي نقدر نحط ايدينا على الاسباب الحقيقية لعناصر خبيرة او عناصر ذات تجارب في ايه اللي حصل ده سبب ايه حتى لا يتكرر سهل جدا نحن نقول هارد لك يا جماعة وحصل خير وهي دي الكورة والجايات احسن من رايحات ده سهل جدا لكن ان احنا نتعرب بالنقد الزاتي للاسباب كرؤية اللي حصل هدفه الاساسي حتى لا يتكرر وده السبب اللي بيخلي النادي الاهلي عنده القدرة على النهود والوثوب من لحظة التعصر لانه بيبقى صادق مع نفسه وبيبقى شايف الوضع اللي حصل سبب وبيب الظبط فبيتعامل معه بواقعية وبأمانة وبمنتهى الصراحة نشوف الكابتن محسن صالح مغامرة هير محسوبة اللعبين مش في الفورمة وبالتالي اذا شاركوا في هذه المباراة بيكونوا بعدين عن المستوى المطلوب انا شخصيا كنت افضل ان هو يلعب بالفريق الذي شارك في المباراتين السابقتي احمد الشيخ مش وقته مش جاهز معلول مش جاهز عبدالله السعيد مش جاهز وبالتالي كانت الوجول الاخرى زي مثلا مع عمر بركات كان بنا الممكن انه يعمل اضافة وخطورة هجومية وشاهدناه في المباراة سابقة يعني كان في المباراة السابقة منقص ما اريد ان اوضحه انه في شيء من عدم التوفيق لكن مش من فرص حقيقية الاهل كان مستحوز ضاغط في الشوت التاني بغيت تعديل النتيجة ولكن لما تحصر على فرصة نستطيع ان نقول انها فرصة مؤكدة يعني فرص وسط الزحام نتيجة انه فريق الفيصال يعرف انه يعمل حوائد صد جيدة امام المرمى امام خطة 18 لاعب زي ما قال الكابتن خالد 451 اعتمد على مرتدات قفل المساحات النادي الاهلي ليس هناك صانع الالعاب والعقل المفاكر احنا اتكلمنا على تأثير غياب حسام غالي على الفريق وانه الفريق حيعاني من غيابه وبالفعل الفريق عانى لانه رتم الاداء كان اقل الفرص الحقيقية في المباراة لم تكن موجودة التركيز في اللعب وبناء الهجمات كان غائب بدليل هذه التمريرات الكثيرة المقطوعة اللعب الوحيد اللي يعني نسسني بانه كان لابد من اشتراكه هو احمد فتح لانه ليس هناك قلوب دفاع واضطر البدري انه يشركه قلب دفاع وان كان دفع به في الظاهير الايمن في نهاية المباراة وصنع فرصة عمتا الفريق غامر حسام بهذه الاسماء لاب بالاسماء ولم يلعب به الاجهز الاجهز كان من الممكن ان يدي نتيجة افضل هي عموما من مباراة سهلة اللي تقدر تحط ايدك على اسباب عدم تحقيق الفوز فيها واحنا حللناه ولم تخرج عن هذا الكلام التشكيل تبتدي بمين وتأجل مين الجاهزية بتاعت العائدين الفردية اللي حكمت الملعب بعد الهدفين طبعا بقى كل واحد متسرع ما بيفكرش بشكل سليم ثم التحكيم 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 والتوفيق التوفيق 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 حالف فريق على فريق ولكن طالما نعمل نقول التحكيم والحكم المغفري المغفري محمد المغفري علي أخوك علي المغفري علي المغفري يغفر الله له علي المغفري فجأة لقينا حكم من موروتانيا عصب المزاج عنده اتيتيود عنده توجه مش معنى عنده توجه انه يعني قربشا يعني او فساد لا عنده مشاعة مش مرتاح للعابة طيب هو اي قصته مرة واحدة نشوف حكم موروتانيا عمل خطأ فادح في مباراة مؤسرة جدا النفط العراقي يدفع تمانا بعدم الوصول الى النهائي وبعدين نلاقيه بيحكم في سمي فاينال في مباراة مهمة جدا 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 طيب نشوف الأستاذ إبراهيم المهيري المحلل في قناة أبو ظبي يحكي لنا قصة الحكم داي جدايتي قبل ما اتكلم على الحكم انا عندي رسالة كنت موجهنها للجنة الحكام يمكن لجنة الحكام خذت البطولة يمكن بشكل ودي اكثر ما خذت فيها طابع لانه في منافسة وفي مسابقة وفي جوائز ثيرة للبطولة لانا اتكلمت انا في السابق كان في يوم الايام مني كان وسام الأميري قلت يمكن اللجنة قاعدة توزع المباريات تاركة يعني كل حكم في المطولة هاي تقريبا 14 حكم كانوا موجودين 11 حكم منهم خذ على مبارتين مبارتين وثلاث حكام خذوا على مباراة مباراة معنات التوزيع ما كان بناء على المستوى الفني رغم وجود أخطات حكيمية كان توزيع ان الجميع يحكم والجميع ياخد مبارتين حكم عدار مباراة الترجي ونفط الوسط العراغي حكم الموريتاني كانت عندها اخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة تم استبعاد المساعد وتم اعطاء انذار للحكم والغريبة انه كنت اعطيت الحكم انذار وتعطيه مباراة نصف نهاية هاي صراحة ما عارف هل اللجنة كانت عندها نوع من المجاملات هل نخذه فيها الطابع الودي للبطولة صراحة التعيين من الاساس وجهة نظرينا على حسب الاحصائيات والامباريات لانيانك تماسك البطولة كاملة مفروض ما يتم تعيين الحكم الموريتاني في المباراة هاي اليوم النصف النهاي والنهاي دائما مكافأة للأفضل خلال البطولة وليس توزيع امباريات عساس الناس للجميع في التساوى لا بأ انتوا بتهرقوا انتوا بجد كلاجنة حكام في الاتحاد العربي انتوا بتهرجوا عندي حكم ارتكب خطأ فادح ومؤسر زي ما الاساس إبراهيم المهيري بيقول انت في مباراة نفط العراق مع التراجي الرجل اخطأ اخطاء مؤسرة في نتيجة المباراة بسلامتك روحت مستبعد لللاين مان روحته شيلته الليلة وديت انظر للحكم اول مرة الحكم ياخد انظره ويكمل انتوا بتهرجوا بجد والله يعني ايه حكم ياخد انظره ويكمل يعني ايه حكم انت علمت عليه وسجلت عليه واحدة انه خرج فرقة واثر في نتيجة بشكل مباشر وتلعبه في السيم فاينال يعني ايه تلعبه في السيم فاينال واكثر تأثيرا اخطأ بهذا الشكل وقدام عينيه وانت بسيادتك اللي مدينه انظار انت اللي مدينه انظار وروحت له المساعد بتاعه وبعدين يعني هي من قلة انت عندك عدد كبير من الدول العربية هو مين الممثل في السيم فاينال مصر من خلال الالي تونس من خلال التراجي الاردن من خلال الفيصالي والمغرب من خلال الفتح الرباطي اربع دول فقط طب الباقيين فين شفنا الحكم السعودي بيلعب مباراة التراجي النهاردة طيب وفي حكام الامارات وفي حكام من باقية الدول العربية كلها الجزائر وغير طب فين وبعدين ده انت سيادتك اللي مدينه انظار ده انت اللي روحت له الفردة المساعدة بتاعته تم لعبه مباراة زي كده وعنده من الاخطاء اللي واردة يا سيدي بلاش اي حاجة جنبه هو حفاظا عليه حفاظا عليه مدى مش موفق في التوقيت ده في الظرف ده لا هو 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 لغى جون شرعي على المزاهب الاربعة للنفط العراقي ما انت تلغى لجون شرعي على المزاهب الاربعة في يوم الفايصالي وتلغى لك ضربات جزاء مش شرعية يعني ايه بقى فكرة النظر للبطولة هل اللجنة الحكام في الاتحاد العربي الاتحاد العربي كلنا بنسمن وندعم كل الجهود اللي بتبذل فعلا عشان يعود لنشاطاته بس تخليكوا فاهمين انه يعني لو عايزين نفضل شبه رسمية وشبه ودية يعني عرفوا كيف والاهلي على تضحيته بالمشاركة في البطولة هو زمالك الحقيقة دي تضحية من فراتين طبعا ما كان اغناهم عن القصة دي لكن هي فيها تضحية كان مقابلها هذا الاستخدار بحقوق الفرق المصري المتنفسة حتى المتنفسة عن مثل لانه النفط العراقي ما هو يعني في حاجة طبعا مش طبيعية في الليلة دي لان الاخطاء واضحة واضحة متكررة واضحة ومتكررة واضحة ومتكررة بعدين ايه الاتيتيود ده اللي انا مغيزني طريقة التعامل مع الصفارة مع مع اللعيبة في الملحة عنده مشاعر واضحة ويجري ويزعق ويعمل وبعدين يعمل نفسه قلبي بص وبعدين لما يشوف يعمل ما شافش يعني ايه ده اداء المصيبة بقى وده كلام بقى الاتحاد الافريقي يارب تكونوا شفتوا اداءه في البطول ايه ايه ادي له مصر وغندر اه المصير الحاسد اه وهو عنده هذي المشاعر اصلها مش فكرة اخطاء دي دي مشاعر دي صفارة مشاعر لان الشيء الواضح مالوش تحليل تاني طريقة الجري والعصبية والبصة والتعالي على اللاعب في الملعب متعالي في اداءه فطبعا ارجون الاتحاد الافريقي خلونا بقى من البطولة العربية خلاص لكن مصر كمان ما تدفعش التمن بقى طيب هل اخطاء الحكم كان لها هذا التأثير احنا اتفرجنا وشفنا بس رأينا احنا هل هو نفس الخبراء التحكيم هل فعلا علي المغيفري لا يغفر له كان له هذا التأثير في نتيجة المباراة كابتن جمال الغندور المحلل سجل عليه كتير الحقيقة بس خلينا نشوف الكابتن ابراهيم المهيري وهو يتحدث عن اخطاء الحكم الموريتاني في ادارة هذه المباراة لحظة عند الوصول كرة عن صلاحة صالح جمعة وقف الان الان وقف وقف لي الحالة اللاعب رقم 7 واللاعب رقم 22 شوف المسافة الآن بين اللاعبين اللاعب عمل عملية سلايت ماشي الحالة وقف الان عملية السلايت شو سببها انه ياخذ حيز كبير يمنع ان اللاعب نادي الاهلي يقوم بجوه بتمرير الكرة ماشي الحالة الآن كرة دقت لاحظة الآن الآن السلايت اللي قام فيه وسحب الكرة بالطريقة هاي باليد قرار مفروض على الحكم ان يحتسب ركل الجزاء لان اللاعب نيه خذ عمل حركة القانون ما يسمح لها انه كنت خذ حيز لاحظة الآن هذا الحيز ماشي الحالة شوف التصرف الآن اللاعب مع السلايت بغاية الكرة تطلع نتيجة اليد ما كانت أصلا في وضعه طبيعي سحب الكرة المفروض على الحكم من يجب عليه ان يحتسب ركل الجزاء لصالح فريق اللي هو لاحظة الآن هاي هيني ركلة الجزاء السلايت لا زال مستمر لو لا السلايت بالطريقة هاي ما كان تذكوره بتروح باليد ولكن خذ طريقة غير مشروعة والآن في في التعديل الجديد في القانون يقولك لو قام اللاعب بنزول السلايت بالطريقة هاي ووضع اليد ما كان طبيعي اللاعب يتحمل المسؤولية لانه خذ مسافة يعتبر كبر جسمه باي الحالة كان مفروض على الحكم من يحتسب ركلة جزاء لصالح فريق الاهلي الكابتين احمد الشناوي بقى نشوف قال ايه والله كابتين الشناوي كله ما تشت بهاتي اه فضل الكابتين اه ده تصرف بصح تصرف يشعار في الحكم كان فيه ايه يعني كون الحكم يدفع لاعب بالشكل ده امر انا عايز اقول هنا انت كحكم المباراة يعني خلال نتكلم في حاجة ونوة بس وايده اطلع كده حكم المباراة ما همدوش غير حاجة واحدة بس ان اللاعب ده يعني هل اللاعب ده اساء او كان عنده سلوك غير رياضي تجاه الحكم او تجاه اي حد ان يخلي الحكم يعمل كده عادي جدا معاك الكارت الاصفر وكارت الاحمر تبقى للمخالفة التي ارتكبها لكن مفيش حكم ابدا يدفع لاعب بالشكل ده او يدفع لاعب بالشكل ده نيجي دي الاسئلة بقى بص انا هاقف هنا اللاعب هو ساحب هيجيب جول اللاعب الاردني تعالف ايصالي بيعمل عملية دفع بايده تبقى لقانون كرة القدم هنا كباتل والمشاهدين معنا برضو ان اذا ارتكبت انه خلفة فيها دفع او شد او مسك يعني استخدام الزراع في فرصة محققة لإحراز هدف تحتسب ركل الجزاء ويطرد انما اذا كان بتنافس على الكرة وارتكب مخالفة تستحق ركل الجزاء ركل الجزاء وانظار فقط الحالة دي كانت في الشوت الاول في الديا 35 وفي الحالة دي وكانت نتيجة 1-0 هنا ركل الجزاء وطرد اللاعب الفيصال انا كلمت عليها اخلي بتوازنه للك شطف قبل وعدل انا عايز اقول الدفع موجود انا انا عايز اقول الدفع موجود فطبعا الحالة هنا دي واضح جدا الدفع جدا ليه والقرار شوف الايد ايه الايد ايه خلاص اذا النهاردة المخشوف هو جاي بعيد من اخر الدنيا مش هيشوف فمكانه مش موجود هنا هو ادي بص بص الدفع واضح جدا الدفع موجود وفرصة محققها لكن هو ما احتسفش نيجي بعد كده للمسة اليد هنا انا عايز اقول هنا يا كبات اللعبة ايه تحديدا اللعب نزل عشان يلي عمل ايها يعني لما نقول لي سادة مش هدين اللعب نزل بقرطه ولا مش بقرطه بقرطه نزل عشان يعمل ايه عشان خاطر ايه ياخدوا الكرة ايه بيعمل صح طب ايه يعمل تاكل انا فشلت من ايه اخدوا الكرة برجلي من اللي من اعمروا الكرة رجلي ولا ايدي هال ايدي ده كانت في رضع الطبيعي مش في رضع الطبيعي فطبعا هنا الادي الحكم ونظره انا لسه فيه بص تاني عشوفوه ان الحكم بيدور ان يشوف جات في ايدي ولا ما جاتش بصو اهو بيوطي اهو ده دليل ان هو ايه فقد الرؤية هنا المفروض انا عامل سهب ان هو كان لازم يكون متحرك في الحتة دي معيش انا عيد امس مرة تانية اللعبة لشان برضو السادة المشاهدين كان فوض يوقف الحتة دي لكن هو ما تحرك فوض الوقف في مكان وعايز يشوف فطبعا هنا الرؤية مش موجودة والايد زي ما تشايفين اهو الايد اللي بتمنع مرور الكرة فبالتالي قرار الحكم هنا كان في اللعبة دي كان لازم ركل الجزاء ايه رأي بقى الاخوة في المساة اللقل اتفضح صح اللقل اتفضح والفيصال يقدبه كمان احنا شفنا خبراء التحكيم بهذا الشكل الوضح ما اعتقدش انه فيه في الكرة قرارات مؤثرة اكتر من ضربات الجزاء فاعتقد لعل الامر يكون وضح مع التسليم بكل الاخطاء اللي حصلت في عدم التوفيق من الجهاز الفني من اللعيبة من اللي شاركوا من المناخ العام بتاع الفريق من كل الامور اتكلمنا فيها بمنتهى الوضوح لما قلنا ده حلم ضعب بصفارة حكم واشياء اخرى كل اللي احنا قلناها كابتن حسام البدري كان واضح جدا في اعترافه بغياب التوفيق وقال في الموقع الرسمي انه غياب التوفيق كان له التأثير المباشر لانه شفنا حجم الفرص على الاقل اللي اتيحت والتيجي في الايم والتيجي في العرضة فرص كتيرة ناس كتيرة سجلت انه برضو من سلبيات فريق بطل بحجم الاهلي ما يصحش تضيع من لعبته كل الفرص دي كل الفرص دي لما تتاح في حال من عدم التركيز في حالة من عدم الجاهزية الزهنية على الاقل في التعامل مع كرات مهمة بفرص كتيرة في منطقة الخطورة ما ينفعش تضيع كل الفرص بالشكل ده بشوانتس ما ينفعش اه لكنه نفعش لكن انا سألك سؤال اه هو انا لما اكون ماسك تليفون وبتكلم في الشارع ودي حصل اطلق يبقى دي واحد راكب متسكلا وماشى على رجله يخطف يخطف ويجري يبقى كل الحكاية ما انت برضو غلطان حد يمسك التليفون وقف في الشارع يتكلم ايدي بي انا غلطان اه انا تسرق الحرامي ده اخباره ايه بالزبط هو المفروض ان انا انزل وانا متوقع ان انا تسرق هو الطبيعي ان انا تسرق الطبيعي ان واحد يخطف سلسلة من رأي بنت ماشى في الشارع يقول لها ايه اللي نزلك بالداب صحيح كنت بقى انك انت علشان تتقي مثل هذه الاخطاء انك تتحسى بها بس ده مش ما يبقاش زب عليك قوي برضو يعني اللي بيقوله الاهل وغاب عنه لا ده انا جاي بجنف ديئة تسعين يعني ما زلت امارس ان انا بناضل للحظة الاخيرة وبنجع فيها يعني انت حتى لو النتيجة اتنين واحد باحتساب ضربة من ضربتين مش كنت هتتعادل صحيح طب لو جالك الحكم السعودي الراجل تذكر اللي بيحسب الاخطاء لما بيشوفها مش كان حديق ضربت جزاء على القل او ضربتين وطرب ماهو طارت تلاتة اهو مش اثارت على اداء الفرقتين والطراجل استطاعنا استفيد من النقص العددي كان نهزوم وتتقدم انا ما تقوليش بقى ان الحكم بس انت بص على الفرص اللي بتضيع لو كان في فرص بتضيعات بدينا حق وملكش دعوة بي وزائد زائد تاني واكررلك لما بتطمئن انت كمدافع ان الحكم بيفوت حاجات زي دي هدائك التكتيكي وتكنيكك انت مع اللعبة بيبقى في جرأة زيادة بيبقى اصحب علي بيطمينك فبنزل بقى بأداية وفتحها وبعمل رجليها مش عارف ايه وبزقه وانا بدري واقول دي شطارة واقول ده اداء وده اقول ده بقى انضباط واقول ده اه فرض اسلوبه عليك لكن لا لو الانا خايف حبقى بحلق مش هعمل الحاجات دي فاتدي لي انا فرص انا بقى كمهاجم استلم والعب ورجع وهباصل كده واتقسم بقى اه اداء الحكم بيأثر على اداء اللعبين طبعا مش عايز لساية المباشرة بطولة لعل الامر يكون وضح في كل ظروف هذه المشاركة العربية بكل ما فيها من اولها لاخرها ان احنا استعرضناها بمنتهى الصراحة والشفافية والوضوح انطلاقا من مبدأ سابت جدا ومهم اوي تعسر الاهل بداية انطلاق كبوة الاهل هي نقطة في الانطلاق لما هو اكبر واهم عنده كاس مصر باذن الله تعالى عنده دوري ابطال افريقيا عنده صوبر محلي ثم عنده باذن الله تعالى بداية الموسم الجديد ودوري ابطال افريقيا فاعتقد كل هذه البطولات المهمة البطولة العربية اهدت للاهل عددا من اللاعبين المتميزين جدا اللي ما كانش ممكن فعلا ياخدوا فرصة يعبروا عن قدراتهم ومواهبهم وكان ممكن عدم حصولهم على فرص كافية طوال الموسم يعرضهم للاعارة او للانتقال لانديه اخر زي عمر بركات او اكرم توفيق او غيرهم او باسم علي لكن اعتقد الصورة وضحت تماما قدام الكابتن حسام البدري العناصر الجهزة بقت متاحة جدا يقدر يفكر بهدوء شديد في المرحلة القادمة وترتيب اوراقها لكن كان حلم عربي كبير وضاع كان حلم وراح كان حلم وراح لكن الغريبة جدا بقى لما تيجي من الاهلي يقوله ده تفرير ازاي وليه بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ده الموسم بتاع الانتقالات موسم الاسارة موسم العنوين موسم المنشتات موسم التصرحات الكتيرة الوعود البراقة الحزمة الكبيرة كل ده ده مكونات موسم الانتقالات اللي دايما وابدا على السطح الاعلامي بتفضل ملتهبة ومسيرة لغاية لما تخلص المسألة وباب القدي يتقفل وبتبقى فيه حاجات كتيرة برا حتى المنطق الطبيعي يعني تلاقي الاهلي عنده مثلا تلاتة اجانب وتمسك جورنان تلاقي مرشح خمسة اجانب للاهلي ما تعرفش هيحطون فيه ما تعرفش هيرشح تجي منهم تلاتة اه لكن يقول لك خلاص حاجيب فلان وفلان اه واخد بقى من كده كتير قوي وكان دائما وابدا النظرة هو الاهلي ده فتوى ليه كده هو ليه الاهلي بيضم فلان وفلان وفلان هو الاهلي هو اللي بيخرب الاندية هو الاهلي هو اللي بينط من الشباك الاهلي هو اللي بيفرغ الاندية من نجومها كل الاندية من حقها تضم وكل الاندية لما تجيب لعبة بيدعم صفوفه وتتوجه له التحية وبرافه وبنى فرقة كويسة لكن لما الاهلي يجيب حد يبقى بيفرغ لما تيجي من الاهلي يقولوا تفريغ مش ده اللي بيحصل بص يعني قعدوا يجمعوا بتاعوا قال لك حاجة وستين لاعب في عشر سنين في عشر سنين طب لما يكونوا حاجة واربعين لاعب في ثلاث سنين ولسه الموسم مخلص يبقى من اللي بيفرغ وبعدين بيفرغ لا ده بيفرغ ولا ده بيفرغ مش هدف حد ان يفرغ مش هروح اتطوع عد فلوس عشان افرغ فرغ ليه واخد بالك ولما تقلبت القاية دلوقتي والاهلي مكسبش ما هو كسب برضه صحية طب أنا نادي القاية بيفرغ طب نادي جاب 17 لعب وكسب دوري وكسب ورجع غير منهم 12 في الموسم أو 13 في الموسم اللي بعدين هو حر رؤيته الفنية كده زمالك هو حر رؤيته الفنية كده السنة دي وصل الـ 11 لعب حتى الان وممكن يجيب من اتنين الى ثلاث لعيبة كمان غير غير انه عنده لعيبة اجانب مضاها زي سيسيو بيعيرها لانه ما عندوش مكان ليه واخد بالك خد الاستغناء فعلا ورح بيطلعوا عارة دلوقت يعني برضو فيه لعيبة تانية في الطريق والله اعلم بعد ما تفتحت العملية للعيبة الفلسطينيين والسوريين ان يبقوا مصريين هتكون الوضع ايه واخد بالك يعني فيه لعيبة مرشحة كتير جدا ممكن تيجي بالطريقة دي على اي حاد هذه ازدواجية في التقييم الصمت المطلق عندما يحصل الاخرون على احتياجاتهم ده خلي بالك انت بص على الالو الزمالك لا بص على الاندية حتى بتاعت القاع بيغيروا بالخمستاشر والعشرين لعب احيانا طيب انت بتقول ازدواجية بفيش ازدواجية اكتر من انه الاهل متهم انه الاهل اللي عايز يزود عدد الاجانب مش كده ده اللي رأج اليوم اندول لا 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 خلاص بطلوه طيب الزمالك بتقلبها رسمي دلوقت وانت بتتكلم كابتن طرق يحيا ضيف شريف عامر على ام بي سي مصر لسه محمود المخبز دلوقت بيبلن بيطالب بقيت خمسة اجال خمسة اه لما الزمالك يطالب خمسة يبقى حق ولما الاهل يطالب اربعة يبقى لا والاهل ما طالبش اللي ده حاجة الاهل بتحصل كل مرة ازاي الاندية المنافسة بتبقى عايزة تطلب بس تتيبك تشوف انت اللي تتهاجم وانت اللي فوش المكفع وهو يابين انها معطاردة لكن لو اتخذ القرار اسرع ناس يكونوا مجاهزين نفسه مفيش حاجة اسمها كده والاهل يطالب عزة عشرة اجانب انتم ملكم اتحاد الكرة حياخد ايه هو ده انه مهم ايه يوم يقول عشان يحرقها لك بدري لداهي هيكون فيها مصلحة للاهل يعني اه لا سمح الله ولا حاجة فيقولك الاتحاد يرضخ لرغبة الاهل طي مرضخش النهاردة مين اللي بيطلب خمسة اجانب خمسة اه دلوقتي كابتن طريحي بيطالب بيه وقل ليه رؤية فنية يعني ما يا سيدي كل واحد يطلب اللي وعايزه ما فيه دوريات كبيرة ما فيهاش تحديد لعدد الاجانب ماخد بالك لكن مش هي دي النقطة النقطة انت بتقيم تصرفات الاهل ازاي بتقيم تصرفات الاخرين ازاي لماذا الاهل بيفرق عملية قرصنة عملية بصلة الى حد التجاوز بلطجة عملية مش عارف ايه لكن هي عمليات شرعية ومتاحة وطبيعية جدا للاخرين اهدار مال عام عندك والاخرين محدش بيجيب سيرة اه طب ولا حد بيفتحبه بتجيب كل ده وبتمشيهم ليه اللي حاسب ومع هذا انت بتقول انت حر يعمل التعمير ما انا بقول انت حر جمعيتك تحاسبك جمعيتك تحاسبك انا مالي ايوه اعمل اللي انت عايزه اه وزا كان هناك فيه خلل اه مالي تستحق تدخل الدولة الدولة بتراق هو ده الكلام لكن الاعلام يبقى هو المعني باطلاق التشبيهات واطلاق الاتهامات واطلاق الاوصاب ده اللي بيخليك تقول ازواجية في التقييم انت عارف ان ده حتى باشماندس بيخلق صورة سلبية قوي على النادي وعلى الاسم عند الجميل حتى برا مصر هو ده المقصود يا بها هو انا لما بقول النادي الال يتعرض لهجمة اعلامية لتشوي تاريخه واحيانا اقول اختراق وهو دلل وعندي لو عايز ادلل حدلل يعني ايه معناها ده انك انت بتخشى من ده اللي انت بتقوله ان الاعلام صاحب الهوية هو المراسلين للخارج هم اللي بيعطوا الاخبار للخارج هم اللي بيعملوا الصورة بيعملوا الصورة الزهنية هم اللي بيعملوا المناس اللي الناس تحاسب عليه تعرف تأكيد اللي كلامك اه الاسبوع اللي فات كنت ضيف بالليل القناة الرياضية السعودية عندها برنامج اسمه لال القاهرة رائع يعني فيه دف ده بنشرت البطولة ونسبت البطولة اه يعني حيوعب بعديه اه انا حتى كتبت وطالبت انه يعني ده لازم ان يستمر مثل هذه البرامج اللي بتربط الدول العربية رياضي ما ايه 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 لازم تبه موجود لان انت من سلبيات البطولة دي ان احنا اكتشفنا ان احنا واحنا اشقاء مش عارفين بعض مش كده بس لانت عارف فرق اذا انت تعرفت على كم معلق وكم محلل مثلا ولقيتهم حاجة رائعة جدا اه فلقيتهم بيقولوا الاهل في مصر نادي السلطة ايه يعني حتى اللي فيهم ما لوش علاقة بالنادي الهلال فشاف الهلال اه عشان يدرمك يستخدم الفصل فبيقولك ايه الهلال زي الاهل في مصر نادي السلطة والحكومة والمسؤولين قلتنهم انتو جابين الكلام ده من ايه ومنا الصحفين طبعا كبار بس الصورة اللي رحت لهم خلال سنين طويلة وبتريح يعني انت لما تديني سبب اقوله انت متفوق علي عارف لما تنقل اعلاميا فانا اقول ايه هسا كان اللي ارحمه عم جيد نعمان بيحبه وكان مش عارف ايه اه طبعا ما ده ده اللوعة فلا لما تيجي التاريخ وتلحح بعد شوية بقتنا المظلوم وانت اللي خدت حق بتاعي وهو مش بتاعك رغم ان انا اكفأ منك وهذا غير حقيقي لان هذه صورة اه يعني معلبة اه بيتحقن بيها عقول الناس وضمائرهم تعارف لما تيجي اعدت نقش والله ما مخوفني في القادم الا الحاجات دي اه طبعا بس وانا ما بتكلم في اي حاجة الا خوفا من هذا لو ما يا جماعة يعني اتحاد الكرة في مصر مش هو اللي بيدير اللعبة اه طب منبص مين اللي بيحكم اتحاد الكرة ما قلناها بقى اه بصوا على كانوا يعترفو لك في الاخر ولا كانوا يجذبونك لا 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 يستغربوا جدا وما لإيه اللي كان بيوصل لهم الصورة دي جات منين يعني لما يكون نظام حكم بالكامل النظام السابق اسمع بقى بكل عناصر المسهلوية اقول لك يا حبيبي احنا حلقات كانت تقيلة والصورة فيها سربيات كتير ويعني عايزين نفرفش الناس قبل من ما نختم بقى عندك ايه خلينا ربما انبادة قلت السعودية يعني ما اعتقدش فيه احسن مما كتب الامير الراحل عبدالله الفصل زين النوادي طيب يعني شوارب مجاهزة ولا وجاموا كل مرة بنقوله يجاهزة يجاهزة حسما للامر في مصرم الانتقالات الخلاصة اي ندم الحقه يضم مشاء من اللاعبين مش كده مدام وفقا لللوايح والقوانين ومدام من جيبه من جيبه واللي فنجر فنجر من جيبه ما يبقاش الدولة تديك حاجة تصرفها في حاجة تانية واللي حاسبه جامعيته العمومية بس كده ورر القوابات بتاعت الدول فانما القراء المرسلة اللي بتعمل صورة زهنية وتحامل وطلع على جلب من المتعصبين الشباب الزغار ده ما طالع بيسمع كده سمع كده محقوم بإشعاعات زي كان يا رجل بيقولك التحكيم والإدارة العليا بتاعت البطولة متحيزة للقالة ما لو مش متحيزة بتعمل فيه ايه كترفضت اشتراكه بس إنما التحكيم اللي مصطدر القالة من أول مباراة لحد آخر مباراة زمالك في آخر تلات مواسم يعني ضم 45 لعب في آخر 3 سنين 17 في أول موسم 17 في 2014-2015 صفقات السف في 2015 موسم الانتقالات عام 2015 أبرى من زمالك العديد من الصفقات بتعاقد مع 10 لعبين في موسم صفقات شتاء 2016 تعاقد زمالك مع 3 لعبين في صفقات سفة 2016 تعاقد الزمالك مع 12 لعب جديد صفقات يناير 2017 جاب حسان بولو انتقالات سفة 2017 يوسف إبراهيم أوباما وحازم إمامو وإبراهيم عبدالخالي ومحمد كوفي وصلاع عشور وأحمد داودة وأحمد مجدي وكاسونج وكابونج وبنجمين أشبيون يعني مش 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 وإحمد كبوريا وإحمد كبوريا وإحمد مدبولي في آخرين في الطريق أعداد أعداد جاب اللي هو يرى أنه عايز غير فرقته ودحقه وسلطته وبيطالب خمسة أجانب ربما يتوافق له حيبقى كمان فيه اتنين في الطريق واخد بالك لكن كل دا خلاص احنا اتكلمنا وقلنا والطاقة السلبية اللي المتصدرالنا وانعكست على المحتوى شوارب بيقول لي جاب لك يا سيدي دولة 54 لعب الزمالك دولة 54 لعب يعني 17 لعب تقريبا في كل موسى رقم معلن خلينا بقى في زن النوادي مين زن النوادي النادي الأهل عشان ما تنسوش حتى وانتوا في اللحظة دي لا فخروا بنديكوا زي ما كل التاريخ بيفخر به وزي ما كل الموروصات هتتنقل للأجيال القادمة ليفخر به وزي ما يكون همنا الحالي ان احنا نحافظ على هذه الموروصات مسؤولين او اعلام او مؤيدين او مناصرين كلنا حرصين ان احنا ننقل السوابت الى من يأتي خلفنا علشان زين النوادي هو النادي الأهل دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعة مسائل اثنين القادم ان شاء الله زين النوادي تصبح على خير تحية وقلالة تحية وقلالة ايها النادي فانت زين النوادي حلية الوادي لله ايام كالغرأ مشرطات تذهع على جمع فيها وحالي سجلت فيها من الأمجاد مفارتك عزت على كل أعزاز وإنجادي عزت على كل أعزاز وإنجادي خمسون عاماً خمسون عاماً من من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآبادي كانت سجل لليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وإنجادي 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 مصر وجيرتهم في حاضر من أمانهم وفي بادي وكنت مش على نلوضاء نلقبه ليجعل الشمل في حفل وإنسادي فيه تلقى بني أم وزور حم كما التقى فيه آباء بأحفادي عاشت رحاب كابل أرجع شاسعة لساكني مصر بل الناطق الطاب تحيات وجلال أيها النادي فأنت زلين النوادي حلية المواد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد من استاد الأهلي نهارده معنا ملفات مهمة جدا وكلها حول موسم النادي الأهلي والهزيمة أمام الفيصالي الأردني في البطولة العربية والمشوار الإفريقي ومشوار كأس مصر ده أكيد أن نتطرق لي ولكن في بداية كلامي لازم نفكر كده ما حركه بصوت عالي وده يعني ظاهرة لا تحدث إلا في مصر يمكن فيه ناس تحدثت عن هذا الموضوع ويمكن أن أتشرفت أن أكون واحد منهم ولكن يبدو أن البعض يتذكر فقط أن الأهلي ممكن أن يهزم ولكن لا يتذكر ما هي الأسباب في البداية كأي نادي بيشارك فيه بطولات نادي الأهلي عنده بطولة الدوري العام وهي البطولة الأهم والأقوى والأفضل وهو ما شاء الله صاحب الترتيب الأكبر فيها زيها زي كأس مصر هو صاحب الترتيب الأفضل فيها زيها زي بطولة كأس أبطال أفريقيا هو صاحب الريكورد الأفضل فيها وكل ما شاء الله كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي هو صاحب الريكورد يعني تلاقي اسم النادي الأهلي على جوجل أو على أي حاجة هتلاقي جنبها ريكورد فالنادي الأهلي دخل مصابقة الدوري العام هذا الموسم ومع جهاز فاني مكون من كابتن حسام البدري مع كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة ومع المساعدين كابتن أحمد أيوب مدرب عام وكابتن سيد معوض وأنيس الشعلالي مدرب أحمال أنيس الشعلالي في هذا الموسم ممكن أصعب موسم مرة عليه في تاريخه في تاريخه التدريب في الأحمال البدنية كابتن حسام البدري خبرة كبيرة جدا في الكورة المصرية ومشاء الله تدرج في السلسلة التدريبية من مدرب في القطاع الناشئين إلى مدرب مساعد إلى أن يشتغل في قطاع القرى في النادي الأهلي مديرا للقرى ثم كمدير فن في النادي الأهلي الفترة ثم في ليبيا ثم في السودان وإلى آخره كابتن حسن البدري وكابتن الشعلالي أول مرة في حياتهم بيواجه موسم لا ينتهي دور المصري السنادي والموسم السنادي كان لا ينتهي فإنت بتلعب البطولة وإنت مش عارف تخلص إمتى وإنت مش عارف تحط جدولك ودي في كرة القدم من أهم المميزات اللي بتخلي دولة زي ألمانيا هي رقم واحد في العالم هي وأسبانيا في كرة القدم ليه عشان هما بيخططه كويس جدا 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 فتلاقي النادي الأهلي في بطولة الدوري العام ابتدى بشكل معين كان تدرج حتى في طريقة الأداء كتوحصل البدري صراحة في هذا الموسم ابتدى أداءه حتى تدريجيا يعني أنت مش من أول بالرغم أن أول لقاء كان أمام نادي الأهلي فاز بس ابتدى تحس بالتحسن الملحوظ غير النتائج تدريجية إلى أن فاز على نادي الزمالك في الدوري أول هنا ابتدنا نقول النادي الأهلي ماشي في الطريق الصح وماشي في التراك الصح فجأة في بداية الدور الثاني ابتدى الفوارق الفنية تبان ما بين النادي الأهلي وكسب كل منافسية كسب الزمالك كسب سموحة كسب المصري كسب المقصة كسب كل الفرق اللي كانت بتنفسه كسب الإسماعيلي ودي أهم الفرق اللي موجودة في الدورة العامة ومطالب النادي الأهلي لأنه يفوز بها وبعد ما النادي الأهلي دخل في هذه المرحلة وابتدى يركب الدور العام بطريقة معينة ابتدى موضوع كاس الأمم الأفريقية يخش وهنا ابتدت الأزمة مع الموسم الذي لا ينتهي حتى الآن نادي الأهلي لا يلعب يوم الأربع سيمي فاينال بطولة كاس مصر بطولة الأهمة بطولة رسمية بطولة كاس مصر من البطولات اللي بتأهلك تلعب كونفدرالية اللي معطرف بها في الاتحاد الأفريق إنها بتأهلك ليه فبناء عليه هي من تاني بطولة مهمة في جمهورية مصر العربية بعد بطولة الدوري اللي هي أهم وأفضل البطولات نادي الأهلي ما شاء الله قسم بطولة الدوري العام وبفارق مريح من النقاط ولكن الموسم لا ينتهي فالموسم الذي لا ينتهي ده بيسبب مشاكل فنية كبيرة جدا بالنسبة لأي جهاز فني وانا بقول لحضراتكو من غير ما يكون مبيني وما بين أنيس الشعلالي حوار ده أصعب موسم مرة عليه في تاريخه ليه؟ لأنه لا ينتهي اللعيبة في كل مكان في العالم بمن فيهم مصر ما هماش مكان فانت حتى لما تيجي تلعب بلاي ستيشن تيجي تجري كده بميسي ولا كريستيانو كتير طبعا انت كل مدام هتلعب بريال مدريد هتلعب بكريستيانو ببرشلونة هتلعب بميسي لو تقعد تجري بيه كتير هتلاقي حتى كده المعدل بتاعه في الأداء البدن يعني تلاقي المؤشر بيقل بيقل أنه هو أجهد ده حتى في البريستيشن والنادي الأهلي لعب موسم طويل 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 ولا ينتهي زائد أن الأهلي عنده دوري أبطال أفريقيا واستطاع أنه هو يعدل من أوضاعه بعد بداية كانت صعبة ولكن كما عودنا في البطولات الأفريقية لم يشمله مرة تانية واستطاع أنه هو يخش في دور الثمانية كممثل وحيد للكرة المصرية هنا نروح للحتة البدنية أنت تيجي تحس أن في آخر لقاءات النادي الأهلي سواء في الدوري أو في بطول الدوري أبطال أفريقيا بالأخص لأن النادي الأهلي في بطول الدوري أبطال أفريقيا كان في الفترة الأخيرة بيلعب بالستارتينج لابن أو الستاندينج لابن الناس اللي هي القوام الأساسي الرئيسي اللي كان شغال معه طويل الموسم كنت تحس في بعض الإجهات تحس فيه أن اللعيبة مستنزفة فهنا كان الجهاز الفني لازم يكون له وقفة الوقفة كانت أنه هو بيطالب تحاد الكرة بأنه يكون فيه اندباط في المواعيد اندباط المواعيد بيدي لك بدي الكابتن حسن بدل يروح أهلي الشعلالي يا كابتن شعلالي لو سمحت حطيلي جدول بدني لنادي الأهلي هايزة أقول لحضراتكم ويمكن البعض لا يعلم هذه المعلومة أن التطور الآن في قرة القدم في العالم هي في حاجة اسمها الهابلتيشن وبري هابلتيشن يعني كيفية الاستشفاء قبل وقت تجهيز قبل المواسم وقبل المباريات ورقم واحد في العالم في هذا الموضوع أسبانيا ويليها ألمانيا عشان كده احنا كلما بيجي لنا إصابة كبيرة جدا وأهي أنا كنت لسه بتكلم وقادي ظهر مروان محصن بتودي ألمانيا قادي مروان محصن أمامنا في الشاشة لما بيحصل لك إصابة من الإصابات ده بتقوم ودي لعيبك إلى ألمانيا لأنهم عندهم تقدم في هذا الشأن مدربين الألمان لما تيجي أو المدربين الأجانب لما بيجوا يشوفوا وضع التخطيط القروي في مصر بيصابوا بالدهشة يقول لك unbelievable تسمع كلمة unbelievable دي كتير خاصة في حتة التخطيط لماذا؟ لأنها لا تحدث إلا عنه لا تحدث إلا في مصر التخطيط اللي في الأول وفي الآخر رادي الشعلالي كابتن أنيس الشعلالي ظهر في الصورة وأنا بختصه النهاردة لأن مجمل الحوار أني النادي الأهلي في الدور المصري وفي دور أبطال أفريقيا كان مجهدا فالكابتن حسام البدري أخذ قرار بإشراك اللعيبة قليل المشاركة عشان أستفاد فائدة فنية من البطولة العربية نادي الأهلي منذ البداية كان رافض المشاركة ولكن بعد ما كان هناك لم شمل عربي في المنطقة من ناحية السياسية نادي الأهلي لبى النداء ودخل وشارك في هذه البطولة على الرغم من الصعوبات وأنا أعتقد أن أول واحد رفض أو أبدأ غضبه كابتن أنيس الشعلالي اللي ظهر أمام حضراتكم في الشاشة وقلت لحضراتكم ليه؟ لأن عنده مشاكل راهبة في موضوع الاستشفاء وفي موضوع التجهيز فكابتن حسام البدري لما خد قرار أنه شارك باللعيبة قليل المشاركة كان بهذا الشأن أني إزاي اللعيبة اللي عندي؟ أنا عندي بطولتين أهم وهفضل أقول أهم طبعا أي بطولة للنادي الأهلي هي مهمة وقدروا أنه مطالب بالفوز وكل الأمس تضرر من أني النادي الأهلي خرج من الدور نصف النهائي من البطولة العربية ولسه هتطرق للمباراة ولكن أنا بتكلم في الإطار العام الإطار العام إن أنا كمعد أحمال أو أخصائي بدني عندي مشاكل كثيرة جدا في التعامل مع هذا الموصل لأن عندي متغيرات في أوروبا والدولة المتقدمة وفي كل البلاد اللي تلعب كرة القدم بشكل احترافي بيبقى الجدول باين أو بيبقى الجدول ظاهر منذ البداية سواء مشاركات محلية أو مشاركات إقليمية على الصعيد لو إحنا هنتكلم على دورة أبطال أفريقيا أو كونفدرالية وبيتم وضع الجدل وبالتأكيد السادة الأعزاء في اتحاد الكرة منامو السحي ولقوا أن المنتخب مصر يلعب في دورة أبطالة في كاس أمم أفريقيا وكان في بعض المشاكل من قبل الأندية مع اتحاد الكرة بسبب مباراة شهيرة فالدوري اتأجل أعتقد أسبوعين بسبب هذا الشأن أسبوعين دول فرقوا كتير فرقوا كتير في التجهيز عشان كده النادي الأهلي لما دخل البطولة العربية بعد القرار اللي خده الجهاز الفني زيه زي أي فرقة عالمية ليفر بول كان بيلعب باير مينخ في كاس اسمها كاس أودي وباير مينخ بيلعب في ملعبه وسط جماهيرو وهزن بتلت أهداف نجمنا كبير محمد صلاح أحرزها ده في الدنيا ما أميتش لأن هي الطولة والدية فإحنا برضو لازم نحط القيمة الحقيقية للبطولة العربية لها أهداف سياسية لها أهداف أخرى الأهداف الأخرى النادي الأهلي استفاد منها من النحية الفنية بإشراك الصفقات نادي الأهلي عمل صفقات منها استعادت مرة أخرى أحمد الشيخ لصفوف الفريق ولعب إسلام محارب نادي الأهلي استعادوا مرة تانية من سموحة ولعب أيضا وجود وليد أزارو المهاجم المغربي ولعب وشارك دلوقتي أنت بتديت تحط أزارو في مقارنات وشفتوا في أكثر من مباراة لو لم تكن هناك البطولة العربية ما كانش فيه فرصة أن تشوف أزارو إلا من النادي الأهلي في هذه الفترة يعمل مطشاط ودية مع أي نادي من الأندية المصرية وكنا هنزعها لك هنا في قناة النادي الأهلي وكنت عشان تشوف وليد أزارو هو ده كان السبب الوحيد اللي يخلي حتى كابتن حسان البدري يشوف أزارو غير التمرين يشوفه تحت ضغوطات طبعا البطولة العربية لها سياغ إنها فيها جزء من هذه الهدف اللي أحرازه أزارو هو كان محتاج هذا الهدف أزارو كان محتاج هذا الهدف كثيرا 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 فدي فرصة من الفرص اللي النادي الأهلي استفادة من البطولة العربية إننا قدي حمودي جزء أكبر من المشاركة إننا قدي أكرم توفيق جزء أكبر من المشاركة وفي حاجة كانت برضو بتحدث في كرة القدم وممكن ما كانتش تحصل إلا لو لا البطولة العربية وهو المشكلة التي حدثت بعد إصابة سمير ومحمد نجيب والترار كابتن حسان البدري إن هو يفكر إن أنا ألعب أشوف أحمد فتحي كمساك وفي خلال سياق المباراة أبتدي أغير وخش بمحمد هاني هو في هذا المركز ورجع أحمد فتحي في الجانب الأيمن ده الحمد لله إنه حصل في بطولة تغلب عليها الطبيع الودي والمتشاط الودية إنت بتعملها مش عشان تكسب النادي الأهلي بيلعب المتشاط كلها من أجل الفوز ولكن يعني الأفضل إنها تحدث في البطولة العربية أفضل من تحدث في سيمي فاينال كاس مصر أو دور التمانية من دوري أبطال أفريقيا وهو ده الجانب المهم بالنسبة لكابتن حسان البدري من الناحية الفنية ودي من الإيجابيات اللي النادي الأهلي استفاد بيها من مشاركة العيبة البودلاء في القائمة شفنا أظهره شفنا طريقة أداءه شفنا الخفة شفنا حاجات كتير قوي أظهرت إن ده مهاجم واعد يحتاج فقط إلى الإنسجام وأظهر ما أكملش برضو 15 يوم تمرين عودة رامي ربيعة إلى الدفاع تجهيزه عناصر كتير جدا عودة الناس اللي كانت مريحها بقالها فترة زي عبدالله السعيد زي اللعب معلول زي أحمد فتحي وادخلهم لأن النادي الأهلي عنده بطولة كاس مصر أمام فريق سموحة ودي من الحاجات المهمة جدا والغالبية العظمة في أداء النادي الأهلي أمام الفيصال الشوت أول لم يكن على المستوى المطلوب ولكن شوء الثاني مغير تماما الشوت الأول النادي الأهلي كان له ثلاث فرص الشوت الثاني الأهلي كان فيه له حوالي 18 فرصة أو يعني كان رقم كبير جدا معتاز ياسين كنا تحدثنا عنه في أستاذ الأهلي كان من نجوم المباراة ولكن الكرة ما كانتش عايزة تخش يعني فيه سوق توفيق كان موجود بشكل كبير جدا في هذا اللقاء وكابتن حسن البدري حتى في تصراحاته بعد اللقاء قال أنا كنت غير موفق بشكل كبير جدا نقي بقى لموضوع الحكم حكم الموريتاني القدير اللي كان في هذا اللقاء أولا إذا كان الاتحاد العربي يريد النهود بالاتحاد العربي يجب النهود بأهم عناصر كرة القدم والتحكيم وعشان أسند بطولة عربية أنا عايزها تكون قائمة وأظل دعم لها بالشكل الكبير لازم أجيب حكم على أد المستوى اللي موجود ومستوى دور قبل نهائي لازم يكون الحكم بقدر مسئولية أو القفاءة الفنية لقيادة مباراة في قبل نهائي بطولة أنا عايزها تبان إنها قوية وأدعمها لكي تكون قائمة مش كل فترة تقام من أجل التجمع وخلاص نادي الأهلي له ضربات جزاء واضحة وضوح الشمس لم تحتسب فرقة كتير جدا في مضمون اللقاء وفي مجرى اللقاء فرص ضائعة بالجملة ودي من إيجابيات البطولات اللي زي البطولات العربية عشان تقدر تجاهز نفسك للبطولات الرسمية هكرر تاني مشاركة في كاس مصر وهكرر فيه المشاركة في دولة أبطال أفراد أيضا فيه اللغة اللي حدث فيه الفترة الأخيرة وده كان أكيد له دور من أدوار الارتباك وهو المشاكل والتعنط ما بين اللجنة الأولمبية والنادي الأهلي بالأخص وموضوع وقصة الليحة الاسترشادية والنصاب وبند التمن سنوات وإلى آخره ما كل ده برضو بيربك الناس اللي شغالة الناس اللي بتمثلك كدولة مصر الناس اللي وصلت دور قابر نهائي في بطولة انت عايز تخليها بطولة ناجحة بمشاركة الأهلي والزمالك ومع حدثة لم يكن داعما سواء للأهلي أو للزمالك فيه مناقشة والتعنط فيه قضية الليحة الاسترشادية والناس بتواصلة سيمي فاينال كاس مصر ودور تمانية دولة أبطال أفريقيا ولكن هناك تعنو تجاء فيه توقيت أعتقد أنه صعب ولم يدرس يعني من البداية من أصل الموضوع جوة اللجنة الأولمبية لم يدرس بشكل موزون قبل إصدار هذه الليحة ومنقشتها وعشان تناقش لايحة وعشان تسترشد بلايحة لازم تجيب الناس الأطراف المعنية وما عندكش أكبر من الأهل والزمالك تتناقش معه ما عندكش أكبر من النادي الأهلي في الوطن العربي وفي الأقليم الأفريكي عشان تتناقش معه عشان تشوف هو إيه اللي هو محتاجه إيه اللي عايزه إيه اللي يناسب إيه رؤيته ما هو الزعامة الفنية اللي موجودة دي لم تأتي من فراغ نادي الأهلي في 110 سنة نجاحه في مجلس إدارته على مدار السنين بكل الفترات واتكلمنا عنها بشكل مفصل في حلقات سابقة إن على مدار السنين النادي الأهلي بيواكب التاريخ بهذا الشأن ده موضوع مهم جداً وكان يجب من اللجنة الأولمبية الترشد قبل إصدار هذه اللائحة والدراسة الوعية قبل أن تفتعل هي المشكلة المشكلة مش جاية من نادي الأهلي نادي الأهلي عنده رد فعل ما هواش صاحب الفعل نفس الشيء بالنسبة لنادي زمالك لم يوافق وجاء موضوع بقى بدين نخش به أن الأصوات برفع الأيد وترينا نخش في حاجات بعيدة تماماً عن المعنى والمضمون أنا بعمل ليحة عشان أدعم الرياضة مش عشان أفتعل مشاكل ولكن للأسف رد الفعل جاء بأن هناك مشاكل أثرت على مسيرة النادي الأهلي في بطولة آه هي ودية ولكن الناس في النادي الأهلي والناس في مصر كانت تحب وتفضل أن النادي الأهلي يفوز به هذه البطولة ولكن قدر لها مشاء فعل لها فوائد مهمة جداً وأكمل كلامي على البطولة العربية بعدما أستقبل ديفين الكريمان النقاد الرياضيين وطبعاً ناس من الناس اللي احنا لازم ندعمهم لأنهم دول الأمل في النقض الرياضي طبعاً أستاذ وليد الحديد النقض الرياضي بيئة الأهرام وأيضاً أستاذ أحمد فاروق النقض الرياضي أطلع فاصل واستقبل يوفي وارجع وأكمل كلام أهلاً بكم من جديد مشاهدين وصراحة أفضل ما شاهدته في البطولة العربية هذا الفيديو يعني تحية كبيرة جداً لتقم العمل الفني والإخراج فيه قناة النادي الأهلي صراحة الفيديو دو يبين لك جمال مصر جمال أن أنت تستقضب الأشقاء العرب وغير العرب بلدك حلوة إزاي جميلة إزاي في حاجات احنا ما كناش نعرفها في فيديو يعني قصير معداش الدقيقتين شفت حاجات جمال الصورة ونقاء المنظر الجمالي صراحة أنا بناشد وزارة السياحة والناس اللي شغالة والقائمة على الغرف السياحية أن هم يأخذوا هذا الفيديو ويعملوا له بوست وإحنا هنطالب برضو الأخوة عندنا في السوشيال ميديا أن هم يعملوا بوست على السوشيال ميديا لأن أنت بتبين حاجات أعتقد أنها تعمل رواق كبير جداً 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 ولو أي واحد بره بس عمل ريتويت على تويتر أو عمل شير على فيسبوك لهذا الفيديو هتشوفوا حجم السياحة تأتي إزاي طبعاً ديوفي ألا كرام أستقبلتهم ديفي العزيزة الأستاذ وليد الحديدي ألا ناقد الرياضي أهلاً بيك نوارنا ومشرفنا وكنت وحشت بكون سعيد جداً أن أنا أكون موجود معاك ووحشنا كتير أجاب تنفر بنا أخليك أيضاً ناقد الرياضي الأستاذ أحمد فاروق دائماً تقلق دائماً معنا وإن شاء الله دائماً كده تستمر معا فيه خليكو سعيد بسعيد دائماً بالتواجد معاك وسعيد طبعاً بصديق دكتور وليد الأول قبل ما أتكلم في الرياضة رأيوكو إيه في الفيديو يعني الفيديو حاجة جميلة جداً يعني أنا كنت أعلق حتى لو سألتني سؤال مختلف كان لازم أبدأ بالفيديو الحقيقة هي نقول خطوة أو مبادرة من قناة النادي الأهلي والفنان اللي عمل الفيديو ده أو المجموعة اللي اشتركت في صناعته لأن إحنا محتاجين ده عن مصر إحنا محتاجين نصدر الصورة الكويسة عن بلدنا إحنا عندنا فيه حاجات حلوة كتير ممكن نلمحها وممكن نبينها وحدث زي البطولة العربية لو فكر لما كنا بنتكلم قبل الافتطاع خالص وكنا بنتكلم من أهم أهداف البطولة العربية هو ده هي الفكر أو التجمع العربي وفكرة كمان الترويج لمصر السياحة واستقطاب السائح سواء عربي أو غير عربي النهاردة فيه 200 مليون بيتفرجوا عليك بيتفرجوا على البرومو بيشوفوا جمال مصر يمكن إحنا مرنا بأحداث كتير خلال الفترة القصيرة أو الطويلة اللي فاتت يمكن نسينا الجمال اللي موجود في البلد الملح ترش على الطرطة زي ما احنا بنقول إحنا بقى بنشيل الملح ده وبنرجع بلدنا بشكلها اللي هو إحنا ما بنجملش هي دي بلدنا فعلا فمحتاجين إن احنا نظهر الصورة دي وفيه اقتصاديات في العالم كله أيما على الترويج ده يعني تركيا مثلا بتعرف تعمل ده أزربيجان أزربيجان راعت تأتلتكو مدريد وطاعت تعمل بوست لها ماليزيا دول كتير جدا في العالم بتعرف تسوق نفسها تايلاند يعني احنا عندنا قريدي يعني احنا مش صنعين احنا ربنا يعني منحنا جمال طبيعي وطبيعة خلابة واثار على كل العصور من أول العصر الفرعوني مرورا بكل العصور لحد النهاردة فإحنا عندنا حاجات كتير جدا ممكن ممكن نقدمها للعالم ممكن العالم يجي تفرجة فليه ما نعملش حاجات كده فأنا بحيي لعمل الفيديو ده وبتمنى ان يكون خطوة أولى وقناة الأهلي تكمل ده على مدار الفترة اللي جاية وبقية القنوات أو بقية كل الوجهات الأهلمية تحزو حزو قناة الأهلي أكيد أستاذ أحمد لك رأي بالتأكيد إحنا لما بنتكلم مع بعض أصدقائنا الأجانب بنتعب شوية أن احنا نشرح عندنا إيه في مصر هو يعرف الهرم يعرف حاجات من نيل حاجات التقليدية اللي بقالنا من أول ما تم اختراع الميديا في العالم وهي بيتم تناولها عن مصر بنتعب أن احنا نقول عندنا شواطئ حلوة وعندنا كفيهات حلوة وعندنا مقاهيش عربية وحاجات تاريخية حاجة زي كده بتوفر مجهودنا بتختصر أدي مؤداء فيديو دي مصر يعني مصر فيها حاجة متفردة بيها عن العالم كل أن دول كتير مثلا تركيا على اعتبار أنها كانت مقرر الخلافة الإسلامية في أوقات طويلة جدا فالطابع الآثري فيها إلى حد كبير بيعتمد على الأشياء التراث الإسلامية تايلاند بتعتمد على الشواطئ بشكل كبير جدا بعض كل دولة فيها شيء مميز لها لكن مصر الدولة الوحيدة في العالم اللي فيها أكثر من تلتة أثار العالم من الحضارة الفرعونية ومن حضارات قبطية ومن حضارة الإسلامية مصر عندها شواطئ مبهرة مصر عندها مناطق شعبية مبهرة في سياح بيجو خصيصا عشان يعودوا في خان الخليل عشان يعودوا في الحسين فأحنا فيديو زي ده بيقول أدي مصر بشواطئها بأهراماتها بنيلها بترسها الإسلامي بترسها القبطي فأنا أعتقد أنه عمل فعلا فعلا فوق الرائع عمل ممكن يتقدم زي ما قال وليد هدية من النادي الأهلي ومن قناة النادي الأهلي المسؤولين عن السياحة في مصر ده هدية لكم من مؤسسة النادي الأهلي عشان تستفيد بيه مصر كلها مش بس جهة معينة احنا زميلنا كمان في السوشيال ميديا على صفحاتنا سواء فيسبوك سواء انستجرام سواء على تويتر هنعمل بوست لهذا الفيديو وانا بناشد كل أهلاوي وكل مصري بيتفرج علي دلوقتي أول ما تلاقي الفيديو اعمله شير لان انت كده بتساعد بلدك انت بتساعد بلدك بتوري الصورة الجميلة اللي الناس ما تعرفهاش الناس احنا هنا خلاص ما بقاش فيه ميادينة محتشدة وما بقاش فيه كلام دوت ما بقاش فيه اللي بيحصل فيه الشوارع الكلام ده انتهى دلوقتي بقى فيه جمال بقيت فيه طبيعة فيه طبيعة خلابة فيها دعم للسياحة فيه دلوقتي استقطاب للم الشامل العربي مصر بقت حاجة تانية ويف مكانة تانية ان شاء الله فانا بناشد ان انت تعمل بوست وشير ليه هذا الفيديو لانه هفرق كتير معنا في المرحلة اللي جاية احنا محتاجين حركة ترجع مرة تانية نروح لكرة القدم والبطولة العربية ونادي الاهلي ووصول لدور قبل النهاء في البطولة العربية ولقاء الفيصالي شوفت هذا اللقاء ازاي استاذ وليد خاصة ان المباراة كان فيها العديد من الاحداث يعني فيه سيناريات كتيرة في هذا اللقاء شوفنا النادي الاهلي بيستعيد مرة تانية برض اللعيبة غير الجاهزين لتعويض اللعيبة اللي كانت جاهزة للبطولة العربية ولكن حصل اصابات يعني ملخص كبير جدا في هذا اللقاء اكيد لك تعطيب عليك استاذ ولي يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي خد كل اللي عايزه من البطولة دي الا خمسة يعني الاهلي استفاد على مستويات كتير جدا استفاد على المستوى الفني استفاد على المستوى الجماهيري استفاد على المستوى التكتيكي استفاد على المستوى الاجتماعي والسياسي لكنه لم يفز بالبطولة ولم يفز بالجائزة المالية كاملة وهو ده اللي خسره الاهلي من البطولة دي الاهلي تعامل مبدئيا من البداية من اول مباراة انا شايف يعني سياسة البطولة او او فكرة البطولة عند النادي الاهلي كانت ايه كانت اولا مشاركة طبعا وتواجد يعني النادي الاهلي كانت فكر انه هو يعتذر لكن مع الضغطات اللي حصلت والطلب اللي حصل سواء من المسئولين المصريين او المسئولين العرب واصرارهم من النادي الاهلي شارك قرر طبعا مجلس قدرات النادي الاهلي انه هو يشارك في البطولة للأسباب اللي قلناها اللي هي الأسباب اللي هي اولها واهمها ان تجمع عربي زي ده ما ينفعش يحصل بدون تواجد النادي الاهلي خصوصا أنه هو موجود في مصر تاني سبب أو تاني هدف من أهداف النادي الأهلي هو تجهيز البودلاء كان ممكن لاعب زي أسلام محارب يدخل في التشكيل بالسرعة دي إزاي من غير بطولة عربية كان ممكن لاعب زي وليد أصغره يظهر ويتأكد جماهير الأهلي وجهازه الفني أنه عنده مهاجم على مستوى عالي إلا بمباراة البطولة العربية كان ممكن إزاي لعب زي عمر بركات يخرج من حالة البعد أو التجميد على البكة لأسباب كتير طبعا متلاحم الموسم وتلاحم المباريات إلا بمباراة البطولة العربية كان ممكن النادي الأهلي يحط رجلين أحمد الشيخ إزاي في الملعب بمباراة قوية ومنافسة قوية وضغط عصبي زي ده بعد طبعا العودة للنادي الأهلي وأجهزة الجواز والبعد عن الكورة إلا بمباراة البطولة العربية كان ممكن كابتن حسام البادري والجهاز الفني للأهلي يكتشف اكتشافات فنية كنا بنتكلم فيها قبل الهوى من غير البطولة العربية طبعا هنتكلم فيها بتفاصيل وصديق العزيز أحمد طبعا هيتكلم فيها معنا إلا بمباراة البطولة العربية الحقيقة بعض اللاعبين في النادي الأهلي البطولة العربية هتقلل طبعا ما فيش حد بيحب يقود على الدكة ما فيش حد بيحبه ما بيشاركش لكن في بعض اللاعبين القلاء ممكن يعملوا حالة من الصخب أو الضغط أو يبقى عنده مجدود قوي إنه ما بيشاركش قوي قوي ممكن البطولة العربية دي تثبت له إنه محتاج يبزل جهد مضاعف علشان يستحقه إنه يتواجد في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي في بعض اللاعبة واحد أو اثنين أو تلاتة وطفا لو هنختلف أو هنتفق فيهم محتاج تاني يراجع نفسه ويتأكد إن تواجده على الدكة ما كانش ظلم ليه ممكن النادي الأهلي يستفيد منه في بعض الأوقات لكن ممكن ما يكونش مستوى الحالي يسمح له إنه يبقى أساسي على قايمة فيها 30 لاعب يبقى جزء من 11 إلا لو بذل مجدود مضاعف ومجرد تواجده في النادي الأهلي هو نجم أي لاعب في التلاتين لاعب من النادي الأهلي قرر النادي الأهلي إنه يضمه لقايمته هو نجم والنادي الأهلي ما بيدمش إلا لعيبة على مستوى عالي لكن في بعض اللعيبة محتاجة تبزل جهد مضاعف علشان تتواجد في التشكيل الأساسي وتواجدهم في البطولة ولعبهم في البطولة أثبت لهم إنه هم لازم يعملوا ده ودي من مكاسب النادي الأهلي في البطولة فده بشكل عام لو هنتكلم بشكل عام قبل ما ندخل في تفاصيل بعض المكاسب اللي حصل عليها النادي الأهلي من البطولة وطبعاً تبقى الخسارة اللي ما ينفعش تخفالها جماهير النادي الأهلي ولا الجهاز الفني ولا اللعيبة ولا حتى مجلس الإدارة إن النادي الأهلي خسر بطولة ومطالب يعوضها في بطولات أهم هو خسر بطولة ودي إلى حد منها نقول إن هي وديها طبعاً لأنها مش رسمية مش معترف بيها من الاتحاد الدولي أو من الاتحاد الإفريقي لكن هي بطولة وخسارة النادي الأهلي لبطولة هنقول إن هي بطولة وديها لازم تضع اللاعبين أمام مسئوليات أمام أنفسهم وأمام جماهيرهم وأمام من الرأي العام إن هم بقى يعوضوا بالبطولات الأهم لها تبدأ بكاسمس ثم دوري أبطال إفريقي طيب هو زي ما أنتوا أول ما أنا تدي تستقبلكم قلتوا لي بقى إيه الخبر فبنأكد ومينمار خلاص بشكل رسمي انتقل من برسلونا الأسباني بمحض إراطة وبدون أي إغراءات إلى فريق فريسة الجرمان في صفقة خيالية بنتكلم فيه 444 مليون باوند يعني المدخلين على 600 مليون يورو حاجة رقم خزعبلي والصفقة لها أبعد كتير جدا 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 ونتكلم فيها فيه السياق ولكن ده خبر كنا لازم نخلي جمهورنا إن فيه عندنا ناس كتير حتى اللي ما بيشجوهش برسلونا بس بيحبوا نيمار لأنه حريف قوي وعايزين يتابعوا إيه آخر أخبار الموضوع طب أروح لك أستاذ أحمد فاروق البطولة في شكل عام كان بيها دوافع بالنسبة للنادي الآلي من حيث المشاركة ومن حيث التجهيز ولكن أيضا كما قال صديقنا العزيز السيد وليل حديدي إن فيه مكاسب فنية بيه نحن نشوف ونقدر نقيم مستفقات هل شفت دوت جوه خلال مطشاط البطولة العربية بالشكل التدريجي منذ اللقاء الأول حتى الأخير أمام فصلي طبعا شفته جدا وخلينا في البداية نقول إن الأهلي لم يشارك في البطولة العربية من أجل النزهة يعني البعض بيقول إن عشال أهلي خسر البطولة فخلاص بها اتملهاش قيمة لا الأهلي شارك في البطولة عشان يكسبها أي بطولة حتى لو ودي الأهلي لو لعرف دورة رمضانية هيبقى التارجة بتاعه إن هو في آخر رمضان يبقى بطل للدورة الرمضانية ده أمر مفروض على فكرة إحنا بطل دورة رمضانية طيب يعني بص عشان إيه أعكد على قيمة هذا مثال بسيط جدا فالأهلي لا يعرف إلا الطريق نحو التتوي فالأهلي خسر بطولة ده أمر واقع حتى لو ودي لكن لازم الأمور تتحط في نصابها الأهلي خسر بطولة شكلها إيه الأهلي خسر بطولة ترتبها إيه بين بطولاته في الموسم أو في العام على مدار العام لأن البطولة الأفريقية بطولة سنوية ولاست موسمية باعتبار إنها بتتعرض مع الموسم ودي مشكلة كبيرة جدا نتكلمنا فيها قبل كده إن الأهلي وأندية شمال أفريقيا عموما عندهم أزمة كبيرة جدا إن أنت بتخلص الموسم المحلي بتدخل بتبقى مستمر في بطولة أفريقيا اللي بتنتهي في شهر 12 فما بالك في مصر اللي الموسم المحلي فيها بينتهي في شهر 7 وده شيء ما بيحصلش في كوكب الأرض كله يعني الأهلي جنى يعني أشياء إيجابية كثيرة جدا من مشاركته في البطولة أولا في 25 لعب شاركوا في أربع مباريات وده شيء يستحيل أنه يحصل في أي بطولة تانية أنت أشركت 25 لعب على مدار البطولة الشناوي باسم علي أحمد فتحي محمد هاني محمد نجيب رامي ربيع صبر رحيل حسين السيد علي معلول أكرم توفيق السليح سام غالح سام عشور كريم ندفد ميدو جابر إسلام محارب جونيور أجيه عمر جمال وليد أزارو أحمد حمودي عمر بركات صالح جمع عمد متعب عبد الله الصعيد وأحمد الشيخ كم من اللاعبين سواء منهم اللي لعب على مدار الموسم 23 لعب مثلا أنت بتتكلم في قيمة قيمة كاملة قيمة كاملة فبالتالي الأهلي استفاد بشكل كبير جدا من بعض اللاعبين اللي كانوا بعيد شوية قعدوا مشاركوش فترة طويلة بسبب ضغط الموسم حتى اللاعبين اللي شاركوا الأساسيين رجعوا في وقت من الأوقات قدوا دورهم مشوفنا حسام غالي كان واحد من أفضل اللاعبين في الأوقات اللي شارك فيها في البطولة وفي التشكيل المثالي من البطولة كان نجم من نجوم الأهلي ونجم من نجوم البطولة بشكل عام صالح جمعة اللي أنهل دور بشكل مثالي واستعاد قدراته وأثبت نفسه بشكل رائع كانت البطولة مهمة جدا 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 أنه يقول أنا مكمل أنا ما عملتش بس مجموعة برات في الدول يشوفنا صالح جمعة بعد البطولة دي بدون نقاش وبدون نجال هو حاليا أفضل لعب في مصر بدون نقاش يعني في هذا التوقيت في هذا التوقيت طبعا في هذا التوقيت المحدود وإحنا داخلين على مباراة أغاندا فده شيء مهم جدا جدا أنك تكسب لعب دول جديد ما كانش موجود معاك الفترة اللي فاتت ولعبها كل دور مهم جدا في الفترة اللي جاي أسلطا أنه كمان اللعيب اللي بيلعب في نفس المكان أو بيحمل نفس الصفات مجهد جدا مستنفذ عبدالله أنت لحد دلوقتي بتحاول تعمله بتحاول تديله جرع من الستسر بحيث أنه يكون جاهز بالنسبة لفنة في المية حتى عبدالله كابتر رسالة بدري ما دفعش بيه من بداية لأنه مش جاهز بالضبط بالضبط وده كمان خلق لك حالة تنافسية انضمت لحالات كتير تكلمنا عنها سواء في الباك الشمال سواء في قلب الدفاع في الارتكاز بقى عندك حتى المركز اللي هو كان فيه اللعب السوبرستار للأهلي في الفترة اللي فاتت عبدالله السعيد واللي كان أفضل سوبرستار للأهلي والمتخب والمنتخب مصري والمورة المصري عموما كان هو بتنقول أنه لاعب لا ينافسه أحد لأ دلوقتي بقى فيه لعب قوي جدا وبقى فيه منافسة رائعة في مركز مهمة وحاية جدا للنادي الأهلي فيه كمان ظهور مميز للصفقات الجديدة كما تكلم عن إسلام محارب اللي بمجرد محط رجله في الملعب حصيت أنه بلعب بقى له مثلا سنتين في الأهلي ولا حاجة أضع فرصة مميزة جدا وبعدها بداية رح سجل هدف رائع يعني واضح أنه وكأنه منسجم مع العناصر الموجودة حواليه شفنا وليد أزارو والذي أنا شفت أنهو تظلم شوية في مشاركته الناس تكلمت عنه الناس نظرت نظرة رقمية بحتة وليد أزارو واحد من أفضل اللعبين اللي قدوا بشكل رائع في المتولد ما كمش أسبان تمرين ما كمش أسبان بالضبط شفنا إزاي بيتحرك وإزاي مزعج جدا وإزاي فأكتر من فرصة كان هو بتحركاته شفنا حتى حتى مش في الكرة حتى يعني استخدمنا هنا مصطلح في الستوديو حواليه من تحركاته زي وقف على الكرة وعمل الباص يعني من الحاجات اللي بتبين كلام كان هيجيب لك كمان ضربة جزاء صحيحة 100% لما احتسب على الحكم المتواضع جدا فنيا اللي هتكلم عنه برضو ضربة جزاء صحيحة جدا كان هتسبب في طرد لعف وبرات ناصر حسين دايب بالشأوى بتاعت المهاجمين كده لو استخدمنا المصطلح ده فانا شايف ان هو مكسب رائع جدا جدا للنادي الاهلي لا النادي الاهلي خرج او فريق الاهلي خرج بمكاسب مميزة جدا من البطولة وهو ده اللي كان محتاجه يعني الهدف الاول للاهلي من المشاركة في البطولة دي كان ان انت تخرج بعض العناصر اللي هتستفيد بيها انطلاقة من المسم الجاي او يعني للأسف ان احنا بنقول المسم الحالي مش المسم الجاي احنا مش عارفين المسم الحالي ولا جاي بتكلم في شهر اغسطس مش عارفين نتكلم هل احنا في المسم ده والمسم الجاي تلتمية خمسة وثلاثين يوم ده قبل لقاء سموحة اللي يوم الاربعة الجاي ولسه الفاينال ان شاء الله ولسه الفاينال ها والسانة فيها تلتمية خمسة وستين احسبوها معنا بقى انتم يعني كده المسم لا ينتهي المسم ما بانتهيش فرغم انا شايف ان رغم ان ده شيء يقتل اي فريق في العالم مهما كانت امكانياته ومهما كان معد البدن التاعه ومهما كان الدكاترا اللي موجودة معاه ومهما كان التاقم التدريبي يعني انت لو جبت مورينيو ولو جبت جراديولا يعني مش عارف ممكن يعمله ايه حتدوا بقى يشتغلوا بالبلد الراحة السلبية دي جزء لا يتجزأ من خطة المدير الفني والمعد البدني على مدار المسلم الراحة السلبية دي حاجة يعني بينتهي المسم بيتقال للعبين انسى الكورة ما تتفرجش حتى على كورة ثلاثة أسابيع اكبار 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 لو بالبلد كده تقفشت وانت بتلعب حتى اكبار بتتعاقب اكبار لازم تمسى الكورة تماما لان ده انت طبيعة ده انت انسان بشر جسمك ده ده شيء انت انت مش آلة فرغم كل الصعوبات دي انا شايف ان الامور الاهلي خرج بمكاسب رائع جدا جدا وخرج كمان بمكاسب فنية وتكتجاه نتكلم عنها ان شاء الله طيب نخش فيه سياق المباراة النادي الاهلي الشوت الاول قبل استقباله هدفين ممكن ضيع يرت زملائنا في الاخرار جيبوا بداية فرص النادي الاهلي منذ بداية اللقاء كان فيه فرصة لأحمد حمودي ممكن لو كان خدها برجليه اليمين كانت هتفرق معاه وكان فيه فرصة تانية قبل استقباله لهدف التغير كبير جدا حصل في الشوت التاني واصبح وانسا يتجم ادي بداية اللقاء والنادي الاهلي يعني توحش هجوميا فك الاشتباب وفي الاخير يعني جاءت الرياح بما لا تشتهي السوف ان الالهادي الفرصة اللي انا بتكلم تيها شوفت اللقاء ازاي يا سيدو الاهلي وخلينا نقول برضو ليه المباراة كانت مفيدة الاهلي عنده مواجهة مهمة جدا قدام التراجة التونسي هتبدأ في القاهرة المباراة الاولى ثم في تونس المباراة اللقاء في دورة دامانيا لدوري ابطال افريقيا التراجي مش هيلعب بطريقة مختلفة كتير عن اللعب بيها الفيصالي الاردومي الفرقة بتدافع بشكل مكسف جدا بتلعب من تلت ملعبها لكن طبعا هم كانوا بيعملوا ضغط في بعض الاوقات ضغط عالي عن النادي الاهلي وده برضو مفيد للنادي الاهلي زائد هجمات مرتدة نرجع للنادي الاهلي ونقول ان النادي الاهلي بدأ معنويا بشكل فيه شوية ثقة زائدة وحاسين ان هم اعلى من فريق الفيصالي ويقدروا يكسبوا المباراة في اي وقت وده اتحول بنسبة 180 درجة مع هدف الفيصالي الاول تحول فيه ضغط عصبي كبير جدا عن النادي الاهلي وبقى فيه شوية توطر كمل بهم النادي الاهلي الشوت التاني الشوت الاول لحد الشوت التاني وتغيير في طرق اللابة ممكن برضو نتكلم عليه في السوق كلامنا كل الفرص اللي احنا كل الشغل اللي احنا شايفينه ده ده قبل استقبال الهدف تمام فكان فيه ثقة وحالة اللغة اللي حصلت قبل المباراة واللي الحقيقة انا مستغرب ان فيه بعض وسائل الاعلام المصرية يعني كرة دي طبعا 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 من كتر فرص انا نسيت يعني ادي في كرة يعني اذار مشابول المدافع اعتقد ده بهائل اه بهائل ده حمودي صراح لازم دي لحق ده حمودي معلول شابول المدافع اللي عبا حلوة جدا كانت جود فكنا بنقول ان النادي الاهلي كان فيه بعض حالة حالة لغة قبل المباراة واللي حد غيرت لا القرعة مش عارف ايه لا الالتحاد العربي بيجامل فالضغوط دي برضو تأثر على اي حد وتأثر على اي فريق والله بعيش هزي الاجواء وانا استغربت ان بعض وسائل الاعلام المصرية شاركت يا جماعة ما وفي الاخر ده ما حصلش يعني دي كلها كانت دعاءات وخليني يا والدة اضيف على كلامك انه هو اثرت كمان على حكم المباراة مش بس على مؤثر جدا على حكم المباراة وستول هزي لحكم برح انه كان خايف بعض القرارات بسبب اللي حصل عبد المباراة مؤكد وكان نازل متحفز هو الحكم حاسس انه نازل وقاري كل جرائي كتير مصرية وراجل عربي اكيد اتفرج على برامج مصرية وشاف ازاي الناس بتتكلم ان لا ده الاهلي يا جماعة الاهلي ما تجملش في البطولة مؤكد الاهلي ما تجملش في البطولة ولايحة ما تغيرت وكل دي كادعاءات والاهلي ممكن يعني لو رجعنا وحسبنا عدد اللقطات هللاقيه لقيه حقوق في لعبات كتير اكتر من الاخطاء اللي كانت لصال ده الهدف اللي جاء في النادي الاهلي الهدف الاولاني ويعني بالنسبة المدرب يحب يجي في المطشاط اللي في جوان عشان يعالج قبل المطشاط المهم أنا لعب سموحة ولعب الترجي كرة العرضية ده بتعمل لمشكلة عندي غياب سعد سمير عندي غياب لنجيب ولازم نقول ان حسام غالي خلاص ونجيب ما شاء الله يعني خلاص بقوا جاهزين هيلعبوا جاهزين لمواجهة سموحة اليوم اللي 4 بعد جاي في مسابقة قاس مصر فان حاجات دي بتبين المشاكل اللي أنا قدر اشتغل عليه الضبط اللابة دي أنا قدر اؤكد لك انه مستحيل تتكرر في خلال مثلا لحد ما اللعب ينسوا يعني كابتر حسام البادري مؤكد هيجيب خط الدفاع وخط القس هيحاسب اللاب اللي تقطعت منه الكرة وهيحاسب الاثنين قلب الدفاع وهيحاسب الظهير محمد هاني اللي بيعمل التقطية وهيحفظهم وهيعلمهم ازاي كرة عرضية زي دي مستحيل تعدم الدفاع وانا زي ما بقولك اقدر اؤكدك انه في خلال مثلا 6 شهور اللابة دي مش هتكرر في الاهل تاني لحد ما يغلط تاني واي حد بيغلط ويرجع يتعلم تاني فدي من الفوائد دي من الفوائد كرة سهلة جدا سهلة جدا على قيد فعل ويتعامل معاها كرة عرضية زي ما بيقول بلونة من بعيد مش حتى من اخر الخط لا دي عاملها من بدري يعني من قبل ما يدخل على حدود المنطقة حتى او قبل ما يدخل على خط المرمى والكرة سهلة جدا الدفاع يتعامل معاها وسهل جدا كالمحمد هاني يطلع وينط ويطلع الكرة فالحاجات دي زي كده لما بتحصل في مباراة بمستوى البطولة العربية بتتلافى ان ده يحصل تاني في مباراة مهمة زي مباراة دورة ابطال افريقيا او المنافسات المحلية فاذا دي فايدة دي فايدة فنية النادي الاهل استفاد وممكن كمان دي بقى فيه رؤية عند الجهاز الفن انه يستقطب مدافع اذا كان هيبقى عنده مشكلة في القرات الهوائية فيه ممكن يكون عنده رؤية انه يستقطب مدافع يقدر يتعامل مع القرات الهوائية كل دي فايد الاهل لسه احنا لسه عموما في المركات وممكن تتعاقد مع لعب لسه باب التعاقدات ما تقفلش فاذا دي فايدة تقدر سيئة يعني بنسبة 99% بأكد لك الصفقة الجاية هتبقى مقلب الفعل ده مؤكد ولازم نرجع تاني سريعا للمحات الفنية النادي الاهلي زي ما قلنا هدف الفيصال اللي شفناه عمل عليه ضغوط نفسية لعبة ما قدرتش تتعامل وتوترت في الملعب ما قدرتش تتعامل مع المباراة بتركيز لحد ما جيش شوط التاني اللي أنا برضو بحيي فيه كابتن حسام البدري انه بقى فيه مرونة تكتكية كبيرة في النادي الاهلي احنا كنا برضو تكلمنا قبل اول مباراة مع الفيصالي وقلنا ان النادي الاهلي فرقة تحتمل بتشكيلتها الحالية تحتمل العديد من الخطط والعديد من التكتكات يعني لو لمحت اسلام محارب لما نزل شاور لهم تلاتة لو احنا نلعب بتلاتة وارا فالاهلي لعب بتلاتة مدافعين خلال المباراة ولعب بطريقة 4-1 4-1 خلال المباراة حط 2 بس قلب الدفاع وحتى الاتنين الظاهرين كملوا فبقى الطريقة اشبه ب2-3-4-1 فإذا كان فيه مرونة تكتكية خلال المباراة بصراحة برضو طريقة اداء الفيصالي هي اللي شجعت النادي الاهلي لان الفيصالي ما عملتش حاجة غير ان هو كان يدافع فقط مؤكد ان ده انت بتقابله يعني الاهلي لما بيلعب 38 مباراة في خدوري العام منهم 30 مباراة الفرق بتلعب على الاقل يعني الفرق بتلعب بهذا الشكل في دوري ابطال افريقيا لما الترجي هيجي لعبك هيلعبك بهذا الشكل مع طبعا الفارق في الخبرات بين الترجي بالفيصل الاردني اذا الفايدة الفنية على المستوى التكتيكي كانت موجودة طرق اللعب اللعب بيها النادي الاهلي انا شايف ان بعضها خصوصا في الشوط التاني اللي منحت الاهلي زيادة هجومية في ظل الطريقة الدفاعية لنادي الفيصل الاردني انا اتمنى ان الجهاز الفني للنادي الاهلي خصوصا في المباراة الافريقية اللي على ما لعبه يلجأ لبعض لان احنا لسه هنتكلم فيه طرق النادي الاهلي فيه واستعداداته ليه الترجي عايز اروح ليك احمد فاروق الاهلي كبداية اللقاءة دي عندنا دي مثلا ضرب الجزاء ليه ازاره كان فيه فرص كان ممكن الشوط الاول لنادي الاهلي يحرز هدف لو كان موفق اه جدا واعتقد ان الاهلي لو كان سجل هدف مبكر خصوصا من الفرص اللي شفناها سواء حمودي او وليد ازاره في بداية المباراة واعتقد المباراة كانت تختلف تماما تماما سواء من على صعيد النتيجة او على صعيد حتى الاداء مش الاداء انه هو سيء او كويس لكن على طريق شكل المباراة نفسها هو للامان عشان ندي الفصال حقه برضو نيبوتشا عمل تغيير ذاكي جدا مبارح لانه عارف قدرات النادي الاهلي وعارف قدرات الهجومية في وسط الملعب وسحب احمد سريمة ونزل خليل بن عطيل هو واحد من اللاعبين بصراحة رائعين جدا رغم انه كان قاعد احتياطي هو نزل بديل في مباراة الاهلي الاولى مع بهاق عبد الرحمن ارتكاز الدفاع المميز جدا ومع دومينيك فدي طريقة انا شايف ان الاهلي الشوت الاول تحديدا الاهلي هيستفيد منه جدا لان الثلاثي ده شبه اوي اوي ثلاثي التراجف وسط الملعب كوليبالي وشعلالي وسواء اندخل الصفقة التالتة اللي جاي جديد او لعب نفس طريقته المعتادة فهو بسكن لا او نسوسي مش معادي بوقتي ولا معادي لا لا هو هو وفي نقطة كمان مهمة جدا وهي ان ستايل دومينيك فخر الدين فخر الدين بينيسف هو جناح ده اللي كنت لسه هقوله ان ستايل دومينيك القوي جدا صحيح هو فخر الدين جناح لو دومينيك بيلعب في القلب لكن القوة البدنية والاختراقات اللي بيشتغل بيها فخر الدين بينيوسف شبيهة اوي اوي بالمواقف اللي قابلها لعب خط الوسط الاهلي ومدافع الاهلي قدام لعيبة زي دومينيك زي احمد الجسمي في نصر حسين داي وزي المهاجم الجزائر التاني اللي نزل بديل في المباراة الاخيرة مش متذكر اسمه هنفتكر اسمه الاسطائلات المهاجمين اللي هم عندهم قوة بدنية دي الاهلي هيواجه دا ممكن البنزارتي يبقى طريقة اداء امام النادي الاهلي خاصة في القاهرة قريبة الى شكل اداء الفيصلة الهادي بالعويدات الهادي بالعويدات اللي هو لعب كان احتياطي في المباراتين الاولى والتانية مقرر ان هم اجراء بعض التغييرات يلعبوا في المبارات الثالثة قدام الاهلي فبقى عندك اتنين مهاجمين عندهم قوة بدنية سواء بالعويدات او الجسمي دا اللي هيواجهه الاهلي في مواجهة لعب ستايل فخر الدين بن يوسف فانا اعتقد ان الاشكال اللي انت واجهتها في قدام فرق او صحيح الترجي مش هيرجع ازال فايصالي يعني الترجي مش هيقبلك من وراء او ازال فايصالي ترجي فريق عنده جرأة هجومية وعنده لعبين نحن زي خليل شمام وعنده لعيب خط وسط وميزين جدا بيلعبوا زي خلال شعاله طبعا وغلال شعاله اللعب قدامنا اساسي في مبارات مصر وتونس ست لعبين من تشكيل الترجي التونسي كانوا اساسيين في مبارات منتخب تونس شفنا منتخب تونس كان عنده جرأة هجومية كبيرة جدا لكن الستايل بتاع لعيبة الوسط والامكانيات الفنية والبدانية قريبة اوي اوي فانت هتقدر جربت بشكل واقعي انك تلعب قصاد لعبين من الطينة دي لعيب زي بهاء عبد الرحمن لعيب مميز جدا جدا وكان واقف صحة جدا وحتى في التقطية الدفاعية شفنا رغم انه هو لعب ارتكاز مش مدافع شفنا ازاي هو اللحمة اخطر فرصة للنادي الاهلي في الشوت الاول كرة علي معلول اللي شفناها قدامنا والقطاعها قدام وليد ازارو فانا اعتقد ان دي من الاجابيات المهمة جدا جدا للنادي الاهلي في البطولة كمان الفليكسابالتي والتنوع في طرق اللعب اللعب بين النادي الاهلي يعني شفنا رباعي خط الوسط كله شارك شفنا اكرم توفيق اتجرب في مباراة وفي مباراة اكتر من مباراة والمباراة التانية اللي تبدل فيها شفنا حسام غالي لما لعبه قدى بشكل رائع حسام عشور رجع صراحة برضو النادي الاهلي افتقد حسام غالي في هذا اللقاء يعني اللقاء في صلى لو فيه حسام غالي كده تفلي بالتأكيد بالتأكيد وانك تحولت في بعض المباراة او من اربعة واحد اربعة واحد لاربعة اتنين تلاتة واحد ده كان مهم جدا جدا لانك هتقابل تلات طرق مختلفة تماما سواء تلعب مع اسموحة الفائز في نهاية كاس مصري سواء كان الزمالك او المصري بعدين هتروح لدوري ابطال افريقا تلعب مع التركي كل الفرع دي بتلعب بطرق مختلفة الى حد كبير فانت جربت اكتر من طريقة لعب سواء ليك انت او للمنفسين دي من الامور المهمة جدا نستفد بها النادي تماما على الهاتف كابتن مصر والنادي الالي كابتن عدل عبد الرحمن مسأل خير يا كابتن أنا مسأل خير يا محمد اغبارك وحشني يا الله يا كابتن مصر ودائما ما نورت بيني كبير ما شوفتك شان السعادية خديتك منها يا كابتن الله يسأل ليك دائما موفق وصراحة وجهة تدريبية مشرفة واحد من ابناء النادي الالي وشرفتنا في الدور السعودي من اقوى الدورات العربية صراحة ان شاء الله تكون لنا تكمل المسيرة كابتن عدل بوجودك في البطولة العربية كنت شايف البطولة العربية زي واداء النادي الاهلي فيها زي اشوف اولا ان البطولة العربية كانت فرصة جيدة جدا للفرق لذات الفرق الكتيرة ان هي تدرم اكتر من عمصر وعمصر كتيرة علشان تتبيد الفرق او في نهاية موسيم بالنسبة للنادي الاهلي يعني ان يحط يده على العمصر اللي ممكن تكمل معه تستغل معه الصورة جيدة انا شوفت النادي الاهلي في البداية بدأ بداية متعثرة جدا بداية مش حلوة صارتنا من الفيصالي بطلق ممكن تقول بعدم اكتمام بالفريق ممكن تقول بعدم دخول النادي الاهلي من ناحية نفسية في البطولة بالشكل بالشكل اللي هو كان المفترض يخش عليه برضو لعيبة كتيرة كتين عادل ما كانوش لعبوا مع بعض قبل كده لا شوف الحاجة الثانية كان لعيبة ما لعبتش قبل كده وكمان كان كان محكمة البدر بالأجازة برضو في عمل عمل سلبي على الفريق الفرق بدأت في المباراة ديه فعملت اداء مردي نسبنا المباراة الاولانية المباراة تانية نشتنا حيننا تكسبنا المباراة تانية بشكل كويس الواحدة الاماراطي الواحدة الاماراطي اثنين طفل وبعدين اعملنا اداء كويس مميز على نصب جيدة او لعبة اللي هي ما كانش بتلعب ودي كان مكتب كبير وده كانت من اهم مكتب الفطولة عندنا ان احنا ترطنا اكثر من عنصر وما كانش بياخد الفرصة كمية او بعدين كينا المباراة الثالثة حمصة عمصة حصين ضايا عملنا فيه أداء بتميز جدا سيكبنا المباراة بإصدار وعزيمة وشكل كويس من لعبين أكثاء كانوا طول ملعب كان منهم سام غالي عمل أداء بتميز عملت متعب عمل تمرير سحرية أنا باعتبرها هي كان فيصل في المباراة اللي هي تعابتنا عمر برقاتك تكون كويس مهمة تعابتنا نزين المباراة الرابعة الفيصالي وإحنا ضمنين المكتب بأي أفضل بأي شكل بأي حاجة تم تغيير أكتر من عنصر في الملعب أنا بكلمك فنيا يعني تم تغيير أكتر من عنصر في الملعب وما كانش موطئين في تغيير العناصر في طبعا في إصابات نعارف في ناس كانت مصابة ونقفصام غالي ونجيب أأثره كثير جدا أنا كانت المفصام غالي بالتأكيد وأثر جمال نقفصام غالي في نصر الملعب وحيث السردباك الثاني أثرت كثير أو مع الفرق أنك إنت ما عندكش سردباك الثاني بدأ يعود بأحمد فاتحي لأنا كنت أتمنى أن أحمد فاتحي ما يكلش بالألف لأنصر الضول المهم جدا لأنه عندهم لعيب تأمينيك ده لعيب كلوكة للعيبة الطوال اللي بيعادع اللي اتنين طوال فعل لا اللي بيعرف يعملوا يعني اللي سبعهم يعرف أن فرقة الفيصالي اللي أبقله على تحصيرها وليأبقوها التمنتاشر عالية علشان يشتغل حتى يكون الأولاني جيت كده تحضرت في نصف الملعب أحمد فاتحي والسنسة بالتانية رمي ربيعة ومحمد هاني كمان وكان محمد هاني استخدام بتاعتي ما كانش كثرة جيدة الراجل جاب هون بدأنا نستعجل ويحصل فيه حتة هرجالية تكيكية جوه الملعب من اللاعبين وحتى الكفيرات يمكننا أن أقول لك الحاجات اللي أثرت فيها لنا يعني من الحاجات من الأسباب يعني واحد زي مثل عمر براسط كان جوه السرقة وعمل أداء مميز في البطولة كاب هدف كاب الهدف التاني وهدف كان سبب صعود صعود النادي الأهلي إلى الزور الثانية فصلت حتى بتحللنا للمباراة في الساعة المباراة لقيتم خارج التشكيل الثالث في كانت علامة كبيرة بغض النظر حاجة الثانية أحمد العيد كبير العيد وتميز جاي النادي الأهلي بعد إعارة ونجاح قوي جدا في المقصة ولكن ظروف قصة أبعدته إن هو خاد راحة والحاجات في ركوع ويلعب من التشكيل الثاني بداية ياسم من حمودي اللي أنا بأعتبره حمودي كان من الناس اللي عملوا أداء كويس أو في السكولة حتى في المباراة بتاعة الفيطالة الثانية يمكن بالإحصائيات يمكن أنا عشان كنت مبتمة بالمباراة لأنه بحللها الوحيد الوحيد اللي شاءت على مردين ثلاثة حمودي الوحيد اللي كان بيحرك حمودي بطفل عيده خارج وده ممكن تقدر تقول أنا ممكن يكون إجهاد برده كابتن يعني برضه أنا عايز أسألك حريك كابتن كبير وحريك كنت يا محمد فليني أكمل فليني أكمل فليني أكمل أنا عايز أقول لك يا محمد عايز أقول لك إجهاد 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 دائما المدرب هو اللي شايف اللي عايزه أفضل من الناس بدي برده هو اللي عايش معاه لكن إحنا بنحلل من وجهات نظر الموقع أنت بتتكلم بإجهاد حمودي حمودي مشارفش بشكل طويل بطوطة موسيق وما ما 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 عندهوش إجهاد مش حاجة مائش هو رجع من إصابة برضو كابتن هو كان مصاب قبل البطولة العربية وأه بيتم تجهيل رجع من إصابة أنا بقول لحارتك ما هو 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 خلينا نتكلم بعقلانيا أنت بتقول لرأيك وأنا بديك رأي الفن أنا مش بتكلم في أي قراء ثاني أنا بقول أنت بتتكلم في إجهاد لأ ما فيش حاجة أسمع إجهاد عمودي ما كانش مجهد أنا بكلمك كنتها الأمانة لأن المجهد اللي هو بيلعب حسام جالي مجهد يبقى مجهد بيشترك بسرعة واحد هي حسام معشور مجهد فيشترك بسرعة عبدالله السعيد مجهد لأنه فيشترك بسرعة السعيد لكن أنا بكلمك ما نعافش عند الحدة دي ولكن التغيير التغيير نفسها بأحمد الشيخ طب أنا عايز أقول لك حاجة طب أحمد الشيخ كان عنده إجهاد وريح كبير يبقى عنده أنفت اللي هو قاعد روحة كثيرة وكيه لعيد فأنا على شكل بقول لك أن الموضوع كان فيه إحنا هنكتب الفيصال في أي وقت فمدرب الفيصال نبوش أنا عراق الفيصال أو كان شكل أول عبدالله كان مسك هاجر السعودي أنا المدربين اللي هو نمط جدا بلعب اللعب النمط حتى أنا تكلمت أنت عارف أنه غير المضش الثاني والثالث بعد مباراة الأهل عناصر كتيرة ورجع للعناصر اللي كتب فيها النادي الأهلي تغير العيب واحد وهو خليل بن عطية بس رغير مكان العيب السراوي هو اللي شال وحط فالمدرب نمط عرف أنه النادي الأهلي يكتب بالشكل ويمكن تكلم في التحليل أنه هيجردر النادي الأهلي إلى كيف هو ويفضل يضيع أخوات ويفضل يدافع ويعمل فأنا عايز يقول لك إحنا اللي ضيعم وانا كنت رأيك في الفرص الكتير اللي ضعت الكرة يعني مكنش عايز تخش فيه كرة جات في ظهر في ايد معتز ياسين وجات في دماغ وتلعب برا وفي كور تشالت من على خط المرمى وفي كور تانية جات في العرض وفي ضربات جزاء لم تحتسب خش يا محمد اتكلم على النادي الاهل انا اتكلم على اي نادي الاهل اولاء بأي فرقة في الدنيا لازم تبع عندي كورش ترجمة الكورس مهمة انت زين يعني انت ما تنونش ونقول ان احنا اضعنا في اما انت ما هم اضعوا كور تبقى النتيجة تصدع ثلاثة الكرة اللي جات في هو اللي كان بيقوال اللي عيد يجبون ثلاثة من ايه الضغط العصب اللي جيب علينا عشان كده انت بتجيب العيبة متمرتين يعني عمال نتعة مثلا في المطش اللي هو بتاع نص 20 طوال احنا متعاكدين وفضل تجيئة وهنقر بره لفصول وتجيله كورة ممكن يجيب اجون 50% لكن عمالها بخعبه عشان يهيئة كما دي خبرات وانصف فرصة عمالها فرصة فانت فانحنا نتكلم احنا اخطاءنا ودات العلاج انحنا نعرف اخطاء نسي احنا اخطاءنا في امبارك حتى استهلنا كان لعبين او اي حال حتى استهلنا برقة البحيطاني فاننا بشيء استهل قوي جدا الحاجة الثانية اخطاءنا في ان احنا نصف المباراة الاولانية وتجاهنا ان احنا نلعب مباراة ممكن تبقى صوتة المدى ممكن نكتب احنا نلعب قبل نهاء ولكن في الاخر بقولك حتى كمان اضع اخور الاستيز لو كان ادخل ممكن الكلام يتغير عنك كابتن عادل حارتك لك مشاركات اساوية حارتك لك صوالات وبولات في السعودية لازم اسألك الموسم لا ينتهي في مصر اللي بيحصل ايه في السعودية نفسها يعني الموسم لا ينتهي احنا دخلنا 335 يوم لا احنا احنا لا بنتكلم على ان الدور السعودي بقى اقوى دور العرب من ناحية الطنزمية اقولك حاجة تانية الكلس العالم مثلنا الموسم مدهود احنا كنا بنلعب بصولة الملك و بصولة ولي العسل البصولين دولهم كان كل الفرق يشتركوا فيها اتخذ قرار انه عاوزين يعلله وكمل مبريات الكل الفرق يتخش من الدور الثمانية يعني العرب الفرق اللي هي بتاعة الدورة الممتازة الدورة عبدالا كمية بس العرب بيحضروا ومواخدين اجازة من يوم 4-5 الدورة منتها 4-5 لعيبة افريسيا اللي كانت بتلعب البطولات النادي أم اللي كمله شوية وبعدين اخدوا اجازة يعني لازم يبقى فيه صف انت عندك مشكلة كبيرة فعلا هي مشكلة كبيرة جدا وانا هتكلم فيها محارتك في حلقات اخرى طبعا كابتن مصر والنادي العلي كابتن عدل عبدالرحمن اشكرك شكرا جزيلا واستفادة رائعة لأحداث البطولة العربية فيه طبعا يعني وقتنا ما اسعفناش فيها دي الفقرة ولكن قبل الختام سريعا توقعتك اين الاهلي في الفترة اللي جاية خاصة في لقاء سمو يعني الجهاز الفني للنادي الاهلي لازم يكون خلاص استقار على الشكل اللي هيلعب به الفترة اللي جاية يعني هنعتبر ان دين هاية موسم النادي الاهلي مضطر يعتبر ان دين هاية موسم وابداية موسم جديد هيبدأ بكاس مصر ثم تكمل الدور ابطال افريقيا لازم يكون خلاص الجهاز الفني استقرع على الشكل الاساسي والقوام اللي هيلعب بي واعتقد زي ما قلنا ملخص بقى الكلام نادي الاهلي استفاد كتير جدا من البطولة العربية ولازم يبني على البطولة العربية ما تكون نقطة هدم او نقطة انتقاضات استاذ احمد فاروق سريعا شايف الفترة اللي ياخص النادي الاهلي عنده سموح وعند التربية انا شايف الفترة الجاية زي ما قلنا البطولة كانت خير استعداد للمشاركات الرسمية الاهم مباراة سموح اعتقد ان الاهلي هيدخلها بتركيز كبير بطولة كاس مصر من البطولات الغيبة على النادي الاهلي اعتقد انه لن يسمح في التفرط فيها تتوقع شخصي فاني بعيدا عن اي شي ان الاهلي هيتوجب بطولة كاس مصر وبرات الترجي لاحسابات خاصة خصوصا في بعض المواقف الشبيهة اللي قابلها في البطولة العربية هيستفيد منها جدا في برات الترجي فانا متفائل في النهاية بشكر ضيفي الكبيران الأستاذ وليل حقي لناقض الرياضي شرفتني واشكر شكرا شكرا شرف لي ايضا الناقض الرياضي الكبير الأستاذ أحمد فاروق اهلا بيك دايما وان شاء الله نشوفك دايما معنا ان شاء الله ودايما بسعب بيك كابتن محمد وبسعب طبعا بالدكتور وليل نلسا مكملين مع حضراتكم في استاد نادي الأهل حديد أهلا بكم جديد مشاهدين ونكمل كلامنا وفقراتنا في استاد الأهل ولكن قبل ما أخش في الموضوع المهم والملف المهم مع عضيفي الكبير أستاذ صلال عبداللطيف خبير اللوائح حابب أقول لأي حد بفكر روح المالدي أي حد بيفكر روح طالعا يشوف الفيديو دوت حيراجع نفسه كتير جدا المصر بلدنا فيها أماكن كتير جدا 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 في البداية دبقا برحب بحارتك وبتشرف بوجود حارتك مع المرات مشرف لي أنا الموضوع أصبحت ساخنة وأصبحت شائكة وأصبح في بعض الردود اللي الواحد مش متفاهمها النادي الأهلي في آخر أسبوع راجع لوقحته الخاصة من ناحية القانونية واتخذ رأي ساتة المستشار رجاء عطية ثم نصح وأرشد ساتة المستشار رجاء عطية مجلس دارة النادي الأهلي بإزالة 8 سنوات حتى يكون قانوني إذن النادي الأهلي بيسترشد بشكل صحيح بيسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة قبل أن يصدر لائحةه الخاصة أعتقد أنه هو يسبق اللجنة الأولمبية في هذا الشأن أنه أصدروا لائحة استرشدية دون أن ينظروا لأهل الخبرة والمعرفة بالضبط يعني رأي حضرتك في هذا الموضوع وخاصة اللي أحداث اللي تلحمت بعدها أنا سعيد جدا أكون مع حضرتك الثاني مرة في خلال الأسبوع دون القصة بسطة جدا بس أنا عزي أسأل إحنا إحنا طرفين ليه مش عارف يعني إحنا كلنا طرفين ليه ليه من كونش طرف واحد نعم يعني إحنا إحنا في رياضة ووزير رياضة ولقنا أبايا رياضة ليه عمنا طرفين والهدف الأساسي أن أنا أدعم الرياضة وأرتقي بالرياضة لكن نخش في المفيد يعني أنا ملاحظ الأحداث بتتلاحق بسرعة شديدة جدا وبلا داعي وبلا داعي أنا هنا مش عشان أبرر موقف النادي الأهل نهائي وحتى الآن موقف النادي الأهل أستاذ طلال هو رد فعل هو رد فعل وأنا حقول يعني أهل وصلوا ليه وقدر حدثك لك أنا عايز أوضح لأنا سأتكلم مع أمميات العمامي اللي موجود هنا دولة كالآتي بسيطة جدا وبالراحة القانون القديم وزي ما قلنا المرة الفاتت كان فيه مشكلة إنه فيه تدخل الحكومة نعم هنكلم ببساطة عشان الناس تعيش معنا العدس الحركة الأولمبية قالت لا 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 ما ينفعش التدخل للحكومة دا ماشي إلغي القانون دا إلغي تدخل الحكومة عمي قانونك اللي أنت تحكم نفسك بنفسك فعظم سلام فرسبت القانون الجديد كل اللي كان في جاء الإدرية إدى نهل الجميع العمومية دا فرسبت القانون نعم لحد كده إحنا نجحين جد وصلنا في القانون لـ 80% امتيازات تعظيم سلام ومتشكرين الوزير كان بياخد ودي معنا في الآخرة راجل ساب الديني قالت تقوى لله خدنا اللي إحنا عايزين ماشي منهم الحافظ الرياضي السنوية عامة حافظ الرياضي في الجامعة التخفيض التعلمية الإعفاء المبارسة الرياضة في المدارس الرضا في الشركات كل دا خدنا فيه مزايا تعالى بقى نطبق الميزة دي في الليحة تنظم العمل دا كله زي ما قلت لك المرأة اللي فاتئة حشرة المادة بتاعة الليحة الاسترشدية مش هنقف عندها كتير اننا يعني نريق نشف فيها خلاص بقت الليحة الاسترشدية واللجنة اقلون بها اقتصاص الليحة اقلون بها مش بابا انا مش عايز بابا اما بخلص بالبابا عشان بيجليش بابا تاني اللي حصل هنا بقينا بابا تاني بس البابا مننا للأسف حتى مش حنان علينا فادى الليحة دا الليحنا فيه دلوقتي يا بتقول لجنة القرنبية انت جيت حمدتها الليحة انت مسألنا ايه اللي بجعك هقولك ايه اللي بجعك ما سألتش خلط وطلعت منك لنفسك انا واحد من الناس وانا بولع الهوى عرض الييا انا كنت في ركس التحكيم قبل ما تشال تعرض عليها الليحة عشان اخدها اقراها لايحة الاسترشادية الاسترشادية نعم نسخة منها وانا بولع الهوى هو لو حد عنده استعداد يكدبني اتا اقول خدتها وروحت البيت بعد ساعة الزمن جال المستشاري القانون بتاع لجنة القرنبية قال يلزم بتجيبها تاني الدونة مقلوبة انا خدت النسخة وكانت لسه البداية في مشروع عمل الليحة استرشادية تبليع سادة عضاء الليحة ايه مشكلة يعني انا مش عارف ده كانت نموذك لسه اول نموذك الليسه بالرصاص تفضل طلقوا الله والله انا ما قريتها لقى اربع ورقات ومش ربصها ورطاش ومش عايزة ورجعتها انا بدي مسال ان كان المفترض انك تخطب من انتين ما خطرتش وخدت نفسك وجريت في طريق لوحدك من اللي معاك من اللي وراك من اللي حركك انا مش موضوعي انا موضوعي دلوقتي المصلحة العامة بالضبط القانون قال اللي لاجل ما يتعمل اللايحة من عملها لك انا من اجدها لكن القانون بيقول ان انت اللي مسؤول تعالا بقى نتكلم فيها انا خدنا خطوط العريضة تعالا نخش فيجوة اللايحة انت عملت ايه في اللايحة كلها مشاكل الناس بتقولك القصة قصة ثمان سنين لا 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 خالص طب ايه موضوع 2008 سنين الاول بقى موضوع 2008 سنين احنا بنلعب فيه لفظ انا برضه عايز الناس تستوعبه يعني دورتين متتاليتين كان القديم بقى دورتين متتاليتين بالانتخاب او بالتعيين شير كلمة التعيين دلوقتي يبقى دورتين متتاليتين بالانتخاب تقعد برا احد الجهافيز قال الدورة قعد الجهافيز قال الاربع سنوات ملاتين طب نقف بعد الحتة بتاع الاربع سنوات من الدين كنت محمد انت راكب وانا اللي جاء وراك مش عايز ناجي فحتيجي قبل مدتك انا برا الاربع سنين قبل انا ما كامل الاربع سنين بيومين حتقوم عامل جامعين وماية يبقى انا مش جاي يبقى احكمل انا كمان الاربع سنين كمان برا وده اتعملت في عمرع بحق فنادي المصر طيب منحل المشكلة بسيطة جدا ما احنا اللي نقولك على جامعين وماية احنا زيني انت توقع دورتين ولا توقع دورة ولا توقع تلاتة ما حطهاش في اللايحة ولا حطها في قانون تسيب الناس تختار وخلي الناس تقول الكلام ده في اللايحة هده كل المشكلة النادي الاهلي انطلقت عليه كل الاقويل ان هو عامل اللايحة عشان يحط التمان سنين عشان يقصي محدود الخطيئ انا بكلم مع المتوحة وانا ببتسم لان الكلام ده مش من صحيح ولا له اساس من صحيح نهائي طب نوصل بالراحة يا جبا هل القانون بيطبق بأسر راجعين مبارح كان فيه مداخلة مع سيد الوزير وانا اسمعتها القانون يطبق بأسر راجعين الا اذا نص صراحة بلفز صريح انه يطبق بأسر راجعين ويقض تصوير من مجلس النواب التلتين واضحة وصريح طي القانون بتاعنا مقالش الكلام ده قالك يطبر بأسر فعلي مترخ ناشر يمقفوش أسر راجعين يوم يطلعش بأسيد الوزير يقول لي ان اللايحة لو اتذكر فيها التمن سنوات وبأسر راجعي واعتماد الجامعة ومية تيمشي ازاي كلام ده بقى انا عايز اقفوك فهنا ادوات التشريع التلاتة اللايحة قانون دستور دستور اقوى بيعملوا الشعب القانون مجلس النواب اللايحة ده قرار الوزير عمر اللايحة ما تبقى اقوى من القانون لا يمكن طب القانون قالك بأسر فعلي ما قالش أسر راجعي هي اللايحة دي اتخذت من ايه صلى الله عليه وسلم اتخذت من القانون طب ازاي القانون هي مفسرة نعم ومكملة لاحكام القانون نعم بلحظة يعني شوف بلحظة مفسرة ومكملة لاحكام القانون القانون واضح وصريح وقال لنا احطبها بأسر فعلي مش راجعي يبقى انت اللايحة عبرها ما تعمل العكس ما اطلعش يا سيد المسئول يقول لي لو تحطت في اللايحة وتعت البد بأسر راجعي جدا الكلام ده غير قانوني بالمر يبقى عزيني طب ان الناس ان حتى لو حطت هتة ثمان سنينة لم تطبق الا بأسر فعلي يبقى مهاش اصر راجعي يبقى القلق ده كله مالوش حالي غير موجود مالوش وجود غير موجود أصلا بالمر لازميته ايه بقى ازاي احنا بنأمن انا كان بود ان انا اسمع يطلعوا المسئولين يقول لك القانون بأسر بلا يطبق بأسر راجع شكري هدي في المسائل حط لبقى ثمان سنين حط خمساشر سنة انا هنعدي من النهارد مفاش مشكلة السيد سلال برضو تصرحات السادة المسئولين يعني كابتن حسن مصطفى في المقال الذي نشر وفي حوار الذي نشر فيه جريدة الاهرامة جريدة قومية رسمية للدولة تمام اعترف ان اللاحة فيها اخطاء ولكن يجب ان تعدي هذه المرحلة يجب ان تعدي هذه المرحلة حتى في يعني حطيت انا كده هايلايت طب هل يصح كارتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وكرة يد لو عنده لائحة او عنده مشكلة بهذا الشأن بنفس المواصفات في الاتحاد الدولي وبها اخطاء تمام هل يجب ان تعدي المرحلة لا طبعا بس استاذ محمد احنا في البرلمان كان منقشة وانا بشكر فهى سادي الوزير وكان عنده ساعة صدر معايا وعنده ساعة على اخد وانيد قد بها كرة بينجوبونجر وكان عنده ساعة الصدر حقيقي وصلنا عن نقاط كتيرة جدا احنا في مرحلة انتقالايا وعلى فكرة برضو استاذ طلال انا عايز اكد ان قناة النادي الاهلي واعضاء مجلسة النادي الاهلي ليس يوجد اي مشاكل شخصية ما بين سيادة الوزير بشخصه او كابتن حسن مصطفى بشخصه ولكن نحن نتحدث عن الشغل نحن نتحدث عن لائحة نحن نتحدث عن بنود نحن نتحدث ان النادي الاهلي له وجهة نظر ولوه رؤية ويجب ان تحترم هو ده الموضوع حالتك بتتكلم اسم النادي الاهلي انا بتكلم عموميات وبتكلم الخطوط العريضة اللي موجودة في اللايحة تخص النادي الاهلي وتخص جميع الهيئات ده انا بتكلم من خلاله الوزير ما فوش بينه بالنادي الاهلي ولا نادي الاهلي بينه ولا فيها اي هيئة من الهيئات فيه ضغيمة لكن فيه استراتيجية احنا بنعيشها هنمش عليها اربع سنين اه ولا لا طيب ايه اللي انت كتبت وقف اللايحة احنا خلصت من الحلقة اللي فاتت من موضوع النصاب وقلنا نصاب تعجيزي وقلنا نصاب مش قانوني وجيك اه النهاردة جواب للنادي الاهلي من لجنة الاليمبية المصرية ايه بتقول ان النصاب يجب ان يكون يوما واحدا فقط من الساعة التاسعة صباحا وحتى السبع مساء اه من اللي يملك اعطى لمن اللي يستحق انا بسأل السؤال حشاب حطم انت جبت الصلاحية دي منين على هوا هو حد يطلع لمن اللجنة الاليمبية يقول لي هو جاب الصلاحية منين القانون هو وهو المنهاج اللي بينه ما بينك دلاتي وهو العقد اللي ما بينه ما بينه ايه ده اللجنة الاليمبية صلاحيتين حدد النصاب واعمل اللي يحصة الشدية ايه فيش تالي لما تعمل اللي يحصة الشدية وانا اشربها بقى اتعظم سلامة نتابعك طب ويه مشكلة اعضاء زايد ان هما يقضوا بالتصوير يعني ايه المشكلة ان انا لا اما ينفعش عضاء زايد ليه جمين مين بقى اللي انا ينفعش عايزين نفعش طال انت بس بيه بترقصني لا ما اقدرش السلامة بس في حاجات انا برضو بحاول افهم تمام خدر وحاول اكون صورة ونفس طريقة المشاهد المشاهد المتفرج اللي بتفرج وبيتابع بقى له فترة عايز يفهم انا عايز ومشاهد بقى يستوعي معنا كده بالراحة بالراحة انها مش عاركة والله العظيم منها عاركة الموضوع اسهل من ببساطة جدا واحنا بنتكلم بالمنطق ايه الفرح ويهي الاصل احنا في نازل الظهور قاعدين في الاصل الاصل 27 فدان المساحة باقي فيه تولد ذاتي انا ابني بيكبر وابدك بيكبر في عضوات جديدة بتخش بقت في زحر انا هنعمل فرح اشترينا الارض في التجمع وعملنا الفرح طيب العضاء النادي بتوع الفرح هم اللي دفعوا فلوس احنا جبنا الارض لكن هم اللي شاركوا بالفلوس نعم لحد دي كده تمام تمام اتنمنا الفرح بحاجة زي الفل على خمسة ريف فدان تمام عشان الناس بتقول ان احنا اهملنا حق عضاء الفرح انا بقولها هو واحنا في ماجلس الادارة المهندس حسن سقر عمل ليحة في 2008 وعدلها في 2011 التعديل قال ان عضو الفرح ممثل بمقعد داخل بجسر دارة وطلع هزا التعديل وكان الخلاف ما بيني انا شخصية وبين مهندس حسن سقر الالية ازاي هجيبه ازاي مين اللي حنتخبه حامل جماعة ولاحده ولا انا اللي حنتخبهوله ولا بتوع الفرح هجيبه ومشي حسن سقر ومشيت مع اللايحة وجي الاخر عامل فاروق لغى لايحة حسن سقر بتعديلها وعمل لايحة جديدة ولغى هزا الشرط وجي الاخ طهر دعم كلام الاخ العامل فاروق ولغى هزا الشرط الناس راح ترفع بتقضي الناس طالب ايه ما بتقولكش انا دفعت عشرين الف زي ما سيد الوزير بقول لهم بارح ودخلنا في ابو مئة الف لا 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 خالص انا قعد في الشيخ زايد انا مش جايلك الجزيرة عامل ولا ليك دعو بي انا كل اللي عايزه يوم الانتخبات اجد صوتي هو انا مش جافع في النص هو مش مش ضمن الكيان مش ضمن المنظومة الله ينور عليك ما هو ده 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 الحاجة اللي الواحد مستوربها يفن فيه بالراحة ايه بالراحة خارج يعني هو ايه سبب ان عدم تصويت واحد عضو عامل جاخل النادي الاهلي وله كل الحقوق القاضي بقى مستشار الجليل اليد الحق استند عليها على المدة 87 من الدستور ان لكل مواطن حق ان انتخبت ترشيل ده دستور يا بحوات اللي بيطلع منه القوانين اللي بيطلع منه اللائح الله ينور عليك اهي 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 مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي ده دستور فالناس رحوا للقاضي قالوا لي يا سيابت القاضي انا عايز انا دفع فلوس في الحتة دي انا عايزة الفلوسي فيين ولو حق مش حقي قالوا قالوا الخاطر قالuur اه قالوا طب اي ده حق الدستور الدهولي فالحكم منطوق الحكم لم يستند يا سيانة الوزير على قانون القديم ولم يستند يا سيانة الوزير على اللايحة السابقة استند على الدستور الدستور وعدهم الحق الدستوري قال لهم ايه مرس حقك في الانتخابة الترشيح بس ما تخشيش الاصل ما تسمعش الل stops النهاردة سيدة الرزيرة العمباري حقول ايه? ده دافع خمسين الف? هيخش جاب باب ممتين الف? ده اهضار مالعام? ده جريمة? المجلس هلحعمل كده هتحقل امال عام. ده بدا بسألك يا سيدة الرزيرة على الهوة. حكم الظهور تم تنفيذه في شهر تلاتة الفين وسبعتاشر. ما حلتهمش امال عامة ليه? ده انت اللي نفزت حكم المحكمة. انت والمدرية بتاعتك نفزته. مع نتاش امال عامة ليه? يعني حدثت نفس السابقة اه من هو على الهوة. شوف انا بتكلم امال عامة على الهوة. واللي عنده اي حاجة يخش يقول انت كداب. في شهر تلاتة الفين وسبعتاشر وتم تنفيذ الحق. ما كانتش قضية امال عامة ليه? امتى تكون قضية امال عامة? لو انا سمحت له انه ياخد نفس المزايا اللي واخدها عضو الاصل اللي دافع متين الف. لكن انا بقول انت دافع خمسين الف. في الحتة بتاعتك خليك عندك. بس يوم الانتخابات تعالى شارك. احد الجماعة ومية بتاعتك تشوف ميزانيتك فيه وفروسك فيه. الحقه. الحقه لانه هو دفع الرسوم المستوفاة. بس. واصبح داخل المنظومة. لا هو كرنيه. هو كرنيه بيبقى عليه ايه نادي اه كزا. مش بيبقى عليه لوجو النادي الاهلي. بس. وقت الحد الفين وواحد واشهر. انا ممكن اقول لك انا كان عندك اللايحة بتاعتك بتقول لي من حق ان انا يجي واحضر ومثل. انت بتلغي الكهان اللي يزيبون عليه التعاقد. لا يهدر التعاقد. انت بتلغيه بعدنا ما تعقد. وبعد ما دفعت واصبحت بستخدم الفارع وبروح وبيجي وبقول ان انا وبفتخر وما برده اي واحد بخش النادي الاهلي بيبقى مفتخر ان هو. انا بقول لك حاجة. حتى حتى زم الكوي. اه بزد. احداء جماعة وما في النادي الاهلي. في زم الكوي. في ناس بحب كده. اه ما انا بقول له حريك بيحاول يستخدم الحاجات اللي. الخدمات اللي بيقدمها النادي الاهلي. بالزبط. من انشطة رادي. اه من انشطة ثقافية. من انشطة وتبر الانشطة ايه. ولكن انا ليه الحق ان انا استخدم هذه الانشطة وان انا يكون ليسه. الله ينار حدث. طيب بص بقى فادم عشان نخش على الارض الواقع. في الظهور عملوا قليان الجمعين وماية. من ثلاثة اسابين. وتفتق هزهن السادة اعضاء مجلس الادارة ولا المدوير ولا المسؤولة الله اعلم. وامعامل لاعضاء الاصل فقط. منع هنا عضو الفرح من حضور جماعة وماية. انا بحكي ياهو عشان ناسك لا سمعاني وبنحكي بالراحة. انا سألتهم سؤال واحد مهم جدا. من شهر ثلاثة. وقت انت منفست الحكم ودخلتهم. الى يومنا هذا. هل جد جديد؟ هل صدر قرار وزاري يلغي؟ هل جالك حاجة ما تمنع دخولهم؟ مفيش. طيب انت بتمنعهم دلوقتي على اساس انه. فالسادة عضواء المدرية سيد مدين المدرية. ابي الجواب جميل. على هواهو. عشان ما حد تقول ما معناش ورق. على هواهو. بيقول يا فادمين. رئيس لك سدارة لقصة متفقمة. قالك انا خاطب المدرين. قدها العيد. خاطب المدرين. فالمدرية ردت. بتاريخ كام يا سيد محمد. ستة وعشر سبعة. عشان سيد الوزير بيقول ده غاب ستة الفين وستواشر. لا الفين وسبعة عشر. طالع من المدرين. بيقول له يا فادمين. بالاشارة اكتف سياداتكم. بشأن موافتنا بالرأي القانوني حيال حكم محكمة القضاء الاداري. في احقية اعضاء فرع النادي بالتجمع الخامس حضور جماعة العومية. نتشرف باحالة سياداتكم. بانه يجب الالتزام بما جاء بحكم محكمة القضاء الاداري في هذا الشأن. بالسماح للسادة اعضاء فرع يجمع. عضو كعضو جمعية العومية للنادي. حالة ما اذا لم يكن النادي قد اقمها استشكال. كان خلص وترفض اشكال. هيدي تلع منين يا فادمين بس. من المدرية وهي. مدرية الشباب الرئيس. والشباب الرئيس سبعة وعشرين سبعة. اللي دلوقتي الوزارة بتقول. في مدخل انبارح يا أستاذ محمد سيادة الوزير قال مفيش جواب التلعب. انا بعدت دي للأستاذ باللغة معايد على الهوى. وطلعت. قال له ده 2016 قال له 2017. طال. المدرية بعد ما طلعت الكلام ده. ما عرفش حد قلص ويدنه. واللي قال له انت عملت جده ليه. قال لك قال لحق نفسي. قال لحق نفسي انا من ايه. اما طلع جواب زي عدمه. قال له ايه. في الجواب بقى اللي زي عدمه. قال له. عشان اقولك. ان كل واحد في البلد دي بيعزف منفاردا. منفاردا. كلنا في جزر متناثرة. انت طلعت الجواب يا اساس ويلد. نجد القانونية بتاعتك والجواب اهو. اهو. وانا هتدي لك جواب ده وبنزله على الهوى. انا بعد جواب تاني. في 29 سبع. بعدها بيومين. قال ايه. الحق اللي اختبنا الموجه لسيادتكم في 26 سبع. يا طرف بيه هو. المتضمن ضروري تتزاب بحكم معكمة القضاء اليداري. الصادر بيستماح للصادر عضاء فرع التجمع. بحضور اجتماع جماعة ومين. حال ازي ممكن انك استشكال. وتم قبوله في هذا الخصوص. وذلك ردا على خطاب سيادتكم بطلب الاستفسار القانوني. لان انا بعدت لك عشان انت بعدت تسأل وانا ردت عليك. لحد كده تمام. فان الامر قد تطلب احاطة سيادتكم. ان رأيي المدرية في هذا الشأن في ضوء مرتقتهم من ضرورة احترام احكام القضاء والاتذباء. تعظيم سلامة استثمين. ولا يا خيل بذلك. هتبقى السطر اللي وراء بقى ده. بان مجلس ادارة النادي. هو المسئول. مسئولية كاملة. في تفسير وتنفيذ الحكم المشارعي اللي ايه? طبقا لمنطوقه. وذلك في اطار مسؤولته التضمنية عن كافة اعمال النادي وفي مصدره. وفي اطار تعليمات. اللجنة اولمبية في ضوء اختصاصات المنطب بها. في ضوء احكام القانون سالي في الزكرة. سؤالة اولان هنا يا عساس ويلم. ما هي اختصاصات اللي القانون ذكرها اللي لجنة اولمبية? انت النهار ده بتقول نفس حكم المحكم. بترجح تكلمك انت ليه? بتقول المجزرة خلي بالك انت تنفيذ ومعرفتك. يعني ايه معرفتك? لأ ما هو ممكن يكون بالنسبة لأعضاء مجلس ادارة قد التالتة قبل ما نخش في اهلي. راح السيد رئيس مجلس الادارة بقدرة قادر على اللجنة النمبية. اللجنة نمبية ايه? قالت له بالاشارة اكتبك ورقم واحد بتاريخ واحد تمانية. خلي بالك ده واحد تمانية وطلع الجواب في واحد تمانية. سريع السريع. ايكس بشأن الاستفسارة على المادة الخاصة بحضور اعضاء الفروع لجبيع العمومية الخاصة باعتماد لقاعة النظام الاساسي. وفي ده سياداتكم بان عضوية الفرع تقتصر صلاحياته على ارتياد واستخدام منشئات ومرفق هذا الفرع. ومشاركته في انشطته. ولا يا حق. لعدو الفرع حضور اجتماعات الجماعة ومعين. انا بقول لسيد المستشار رئيس الجايرة اللي اصدر الحكم. ان هناك هيئة ما بتقلل من شأن الحكم. دي جريبة في حد ذاتها. انت لن تلس تلجيها المنظور بتنفيذ الحكم يا جاية اللمبية. ولا تملك انك انت تتقلل من من شأن الحكم. تتقول له النهاردة. ما تنفيذوش. اي منطق في الدنيا يقولي الكلام ده والخطابات اللي طالعة دي. ادي موضوع داد الظهور. وانا بقوله لك. توقع مفاجآت جاية في القضاء اليدان رائف جدا. في خلال ثلاثة اربعة ايام. ان هما بيجبر الناس عشان روحوا القضاء اليدان. تعال بقى. ليه النادي الاهلي. فرع للفرع الشيخ زايد. خليك معايا بقى. انا معاك الوقت اه. بتاع الشيخ زايدة هو. اه انا بحاول اه يعني اه اكون رؤية. بدي. وحاول افهم. والحد دلوقتي انا مش قادر افهم ليه اللغة. طب. ليه المشاكل. استاذ محمد. ليه عدم المنطقية. الجواب ده طالع. من المدرين. ممضم الاساز محمد سويلا. مدريد شباب القهارة. بيقول ايه? بيخاطب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي. امه. ايمان الهزار الوارد الينا. والمرفق طيو. صورة الصيغة التنفيذية. للحكم في الدعوة. كزا المقدمة مسايد واق العوار. واخرين ده سيد الوزير. يرجى من سيداتكم بعد الاطلاع على صورة الصيغة التنفيذية للحكم. في الدعوة سالفة الزك. يرجى التكرم بتنفيذ ما ورده بممطوق الحكم. يعني المدرية بتقول لك النادي الاهلي. لفز الحكم. طب ايه اللي حصل تاني. يطلع ان هادا جاب تاني من الولمبية. يقول له ما تنفيش. طب انا بقى كمواطن. اسمع كلام مين? اهد المدرية هي وجابها اهو. اهو. طب الحل. يطلع جاب تاني من الولمبية برضو للاهلي ما تنفيش. طب انت عز انت مين اللي بيقلق هنا بقى المشكلة? احنا بنقول كلنا طرف واحد. طب. طب. قانونة بقى بالراحة كده. انت بتقول لي? طب السادس السلال. طب. اللي انا حسه. اتفر. وده احساس ورؤية اني وزارة شباب رياضة مصدرة للجنة الولمبية في التعامل. ده قانون اللي ادى الحق ده اللجنة الولمبية. مش مش الوزار. انا لما كان الوزير اقدروا كده في البرلمان. تقول تا كانت ناقش لاحلي. طب نمسك موضوع الفرع ونخلصه. النهاردة الموقف بقى اصبح زبادة شرحته لك كده استاذ محمد. طب هتعمل ايه? هتدخل الشيخ زايد? ولا ما ادخلش الشيخ زينا? هيدخل التجمع? ولا مش هيدخل التجمع? هنروح تاني القضاء الاداري. الوزير امبرك على الحتة جميلة اول. وانا بقولها على الهوى بارو. الانا كجهة ادارية. المنط على تنفيذ احكام هذا القانون. طب ان هرجع عليك. وحقولك ان الحق محكامة. صدر قبل الغاء القانون القديم. في غضون وغضون القانون القديم. وانت المنط بتنفيذه ولازم بتنفيذ الحق. مفيش حاجة للحق مصدر قبل هذا القانون. ولا بيستمر على القانون الكثير. طب احنا بنخلق قضية. بنخلق مشاكل دون اي سبب منطقي. طب الشسطة لال. انا دلوقتي كنادي اهلي استلمت جواب رون اللجنة الأولمبية بتقول ان تكون الدعوة ل échماعية في المقر الرئيسي للنادي دون غيره. وان يكون الانعقاض في يوم واحد هل ده جواب على النادي الاهلي الالتزام بي قانونا؟ هقولك ايه بصها بيه اذا قلت في الاول ان اللاجنة الامبية ما لهاش غير صلاح يطين لحد ما تنعقد الجامعة الاممية اكتمل انصابها ما اكتملش انصابها لمثلة الارشادية احنا تبعها قبل كده لا ما لهاش حد يطلع لي من القانون يقول ان الاجراءات بتاع عقد الجامع اممية من صلاحيات اللاجنة الامبية حد يقول هالي مكتوبة فين؟ انت عندك حاجة بتقول الكلام ده؟ حد يطلع يقول لي إيماء الى المادة كذا في القانون كذا انا من حق اديك الصلاحية ما عندهش كلام طب انت بتد الكلام ده على اساس ايه؟ ده تنظيم للعملية الاجرائية بتاع عقد الجامعات الامبية بيقول الى احكام المادة الرابعة من مواد إصدار القانون نقم 71 لـ 2017 بإصدار القانون راضي حيث أهابت اللجنة فيه بالأمدية الراضية حلوة دي واحدة بقى خليك معايا احنا معنا القانون فين القانون اهو اهو مستند هنا لإيه أنا حب قوي اللي يقدين بق كده ويجري لا تعالي أحكاية بالمادة الرابعة المادة الرابعة بتقول إيه تضع اللجنة الأولمبية لقيحة استرشادية للنظمة الأساسية لهئة الراضية تقوم بإرسالها لتلك الهيئة هل دي لها علاقة إذا تنظم لي لحد دلوقتي لا معايا كده خدني بالراحة لا فيش أي توضيح إنها التنظيم من جهته خدني بالراحة لا يوجد أي توضيح تعال نكمل بقية المادة بتقول إيه وتأخذ الجامعات العممية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال 13 من تاريخ العمل بالقانون لوضع النظامها الأساسية لحد كده في حاجة اللجنة الأولمبية وتحدد اللجنة الأولمبية النصاب اللازم لانعقادة النصاب اللازم لانعقادة وإذا امتهت الود دا ولم تجتمع إنت أخذت السر إيه بقى اللي هنا إن إنت بتقول عليه إيماني المادة الرابعة يديك هزيز الصلاحية أنا قريت لك المادة الرابعة عشان أحط اطلع قول إيه هي قريت المادة الرابعة أرطها لك بالقانون ما نتدركش هزيز الصلاحية إنت بتدعي هنا قبطول إيماني المادة الرابعة طب المادة الرابعة أرطها لك جبت الصلاحية دي منين نقف هنا بقى الوقف إذا كان هزي الصلاحية مش بالحق الأجناء المية يبقى أنا مش معتد بيه حد يطلع أولينا جاب الصلاحية منين هو ياريت حد يطلع يوضح بشكل يكون فيه منطقية ويكون فيه يعني حاجات فعلا أصص وبنود إحنا لحد الوقتي بنسترشد من قانون الرياضة نفسه من قانون الرياضة نفسه وحتى الآن مش لقين الأرطهالك اللي هو بستند عليها أصعب حاجة في الدنيا أن تستهين بدمغمة لأ احنا بنفكر كويس بتدريش عنوان وتجري وتقولي أنا مش عراه لأنا هجيبه أنا أرطهالك على الهواء حد يقول المادة الرابعة على خطأ بالإجراءات هنلاقي رد تاني على أستاذ طلال أستاذ طلال دائما الوقت لا يسعكنا ولكن أكيد يبقى فيه لقاءات أخرى لأن دائما الأحداث تتوالى وردود الأفعال تتوالى والموضوع أصبح شائك وهو أسهل من السهولة خاصة أن فيه مواد في القانون وفيه مواد في الدستور بتفيد لما يريده النادي أهلي حتى الآن أنا بس عايز أقولك 3 نقطة 4-5 بسرعة سريع حانوين حانوين سريع فين اللايحة تعالجنا برالنبية وكيف تم إعدادها وهل هناك جميع عمومية لها ولا لا وعرضتها جميع عمومية ولا لا وانعقد جميع عمومية ولا لا واحد اتنين فين لقيحة أنديس الشركات هل هناك كما قيلة في اليوم السابع أن في لايحة خاصة للجيش والشرطة طيب أنا بقول فيه عنوين كتير قوي جوة اللايحة بداخلها الناس تغريبتها والله العظيم والله طب أنا هقولك أخر حاجة سريع بس عشان مدى 44 في اللايحة وكابتن باشماندس عادل القيعة والستاذ بريم المنيسي يعني لازم لغضو أطول حمال دقيقة مدى دي ضد المساق الأولمبي إذا امتلع مجلس إدارة النادي عن تنفيذ حكم المحكمة أو قرار بتاع مجلس التحكيم يعد منحلا طب ما فيه درجة تاني اسمها المحكمة الريادات الدولية ودي المساق الأولم بالله عليها السادس صلال أشكر حارتك شكرا جديدا وكنت سعيد بوجود حارتك معايا وإن شاء الله يكون فيه تواصل أكتر ومن يكون وضحنا بشكر حضاراتكو وإن شاء الله ملفاتنا مستمرة في استاذ الأهلي وأيضا هتكون تقطيع أكثر لطبعا كل ما يخص النادي العلم من ناحية القانونية في اللائحة الاسترشادية في النهاية التحية موصولة لكل الأهلوية عبر الأثير وإن شاء الله نتواصل مع حلقكو في حلقات أخرى تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي